اقرأ لي كتاب من أجل جيل مثقف نقرأ على ما سمعكم بعد لحظات كتاب الحقيقة الغائبة للدكتور فرج فودة قبل البدء أثار هذا الكتاب منذ لحظة مزوله جدلا واسعا إلى الحد الذي وصفه البعض بالكتاب الذي قتل صاحبه فانقسم العديد بين داع من الأفكار التي جاءت فيه وبين آقد لها كوجهة نظر تخص صاحبها وبين محاجج لها وبين حتى مكفر ومخرج من الدين لكاتبها قامت فكرة الكتاب على جمع ما اعتبره فودة خطايا الحكم في زمن الخلفاء الرشدين والأمويين والعباسيين وقدم هذه الخطايا على أن حقائق غائبة أغيبها الإسلاميون على حد رأيه عن قصد وسؤونية وأظهروا الصفحات المشرقة فقط لهذا العصر حيث قدم المؤلف كتابه في ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة تناول في الفصل الأول عصر الخلفاء الرشدين ثم تحدث الفصل الثاني عن الأمويين وتوقف في الثالث عند العباسيين مبينا في كل فصل العديد من الحقائق والفضائح التي حدثت في تلك العصور ويتسأل هل حقا هذه هي الخلافة التي ينادي بها عصار الدولة الدينية وختم بأنه يفضل التوقف هنا وإن كان ما زال في جعبته المزيد ليذكره مقدمة هذا حديث سوف ينكره الكثيرون لأنهم يودون أن يسمعوا ما يحبون فالنفس تأنس لما تهواه وتتعشق ما استقرت عليه ويصعب عليها أن تستوعب غيره حتى لو تبينت أنه الحق أو توسمت أنه الحقيقة وأسوأ ما يحدث لقارئ هذا الحديث أن يبدأه ونفسه مسبقة بالعداء أو متوقعة للتجني وأسوأ منه موقف الرفض مع سبق الإصرار للتفكير والسعمال العقل هذا حديث تاريخ لا يزعم صاحبه أنه متخصص فيه أو فارس في ميدانه لكنه يزعم أنه قارئ له في أنات محلل له في صبر موثق له في دقة ناقد له في منطق يهوى أن يقلبه ذات اليمين وذات الشمال لا يستطيع أن يمد قلمه إلا حيث يمتد عقله ولا يملك أن يمد خياله متجاوزا للحقيقة بالإضافة أو منتقسا منها بالإهمال وما أكثر ما فعل ذلك من لهم تاريخ وأسم وقلم وفكر ومنهج وبحث لا يجدون راحتهم إلا حيث يستريح القارة ولا يراعون وهم يفعلون ذلك حرمة لتاريخ أو لعقل أو حتى لنقل هذا حديث ما كان أغناني عنه لولا أنهم يتنادون بالخلافة ليس من منطلق الدعابة أو المهاترة أو الهزل بل من منطلق الجد والجدية والاعتقاد فسيتدرجون مثل إلى الخوض فيما يعرف ويعرفون ويعلموا وينكرون وينكروا ويقبلون ليس من أجلهم ولا حتى من أجل أجيال الحاضر التي من واجبها أن تعرف وتتعرف وتعلم وتتعلم وتفكر وتتكلم بل قبل ذلك كله من أجل أجيال سوف تأتي في الغد وسوف تعرف لنا قدرنا وإن أنكرنا المنكرون وسوف تنصفنا وإن أداننا المدينون وسوف تذكر لنا أننا لم نجب ولم نقصر وأننا بقدر ما أفزعنا بقدر ما دفعنا المجتمع للأمام وبقدر ما أقلقنا بقدر ما استقر المجتمع في أيامهم وبقدر ما واجهنا بقدر ما توجهوهم إلى المستقبل هذا حديث تاريخ والسياسة وفكر وليس حديث دين وإيمان وعقيدة وحديث مسلمين لا حديث إسلام وهو قبل ذلك حديث قارئ يعيش القرن العشرين وينتمي إليه عن أحداث بعدها يعود إلى الوراء ثلاثة عشر قرنا أو يزيد ومن هنا يبدو الحديث صعبا على من يعيشون وينتمون لواقع ما قبل ثلاثة عشر قرنا ويقيمون من خلال معايشتهم وتبينهم لذلك الواقع أحداث حاضر القرن العشرين وهو في النهاية حديث قد يخطئ من غير قصد وقد يصيب عن عمد وقد يؤرق عن تعمد وقد يفتح بابا أغلقناه كثيرا وهو حقائق التاريخ وقد يحيي عدوا أهمناه كثيرا وهو العقل وقد يستعمل أداة تجاهناها كثيرا وهي المنطق وهو حديث في النهاية موجز أشد ما يكون الإجاز لا يهتم بالحدث في ذاته بقدر ما يعتني بدلالاته ويرى أنه بوفاة الرسول استقمل عهد الإسلام وبدأ عهد المسلمين وهو عهد قد يقترب من الإسلام كثيرا وقد يلتسق به وقد يبتعد عنه كثيرا وقد ينفر منه وهو في كل الأحوال والعهود ليس له من القداسة ما يمنع مفكر من الاقتراب منه أو محللا من تناول وقاياه وهو أيضا وبالتأكيد ليس حجة على الإسلام وإنما حجة للمطالبين بالحكم بالإسلام أو حجة عليهم وسلاح في أيديهم أو في مواجهاتهم وليس أبلغ من التاريخ حجة ومن الوقائع سندا ومن الأحداث دليلا وليس أهم من البداية أن ينكر علينا ما رجعنا إليه من مصادر وما استندنا إليه من مراجع فهي ذات المصادر التي يحتجون بها على ما يرون أنه في صالحهم ومع دعواهم ولو أهمنا معا هذه المراجع لما بقي من تاريخ الإسلام شيء ولما بقيت في أيديهم حجة ولما استقر في كتاباتهم دليل ولما وجدوا لمنطقهم سندا أو أصلا أو توثيق الدكتور فرجفودا الحقيقة الغائبة هذا حديث قصدت فيه أن أكون واضحا كل الوضوح صريحا كل الصراحة زعما أن الوضوح والصراحة في الموضوع الذي أناقشه الستناء فقد صبت في المجرى روافد كثيرة منها رافد الخوف ومنها رافد المزايدة ومنها رافد التحصب لكل احتمال وخلف ذلك كله يلوح سد كبير يتمثل في الحكمة التي يطلقها المسريون والتي تدعو إلى سد كل باب يأتيك منه الريح فما بالك إذا أتاك أصار التكفير وارتطمت بأذنك اتهامات أهوانها أنك مشكك وأسئلة أيسرها هل يسطر هذا من مسلم وواجهتك قلوب عليها أقفالها وعقول استراحت لاجتهاد السلف ووجدت أن الرمي بالحجرة أهون من إعمال العقل بالبحث وأن القذف بالاتهام أيسر من إجهاد الذهن بالاجتهاد هذا حديث دنيا وإن بدى لك في ظاهره حديث دين وأمر سياسة وحكم إن سوروه لك على أنه أمر عقيدة وإيمان وحديث الشعارات تنطلي على البسطاء ويصدقها الأنقياه ويعتنقها الأتقياه ويتبعون في سبيلها من يدعون الورع وهم الأذكياه ومن يعلنون بلا مواربة أنهم أمراء ويستهدفون الحكم للآخرة والسلطة للجنة والدنيا للدين ويتعسفون في تفسير كلام الله عن غرض في النفوس ويتأولون الأحاديث على هواهم لمرض في القلوب ويهيمون في كل واد إن كان تكفيرا فأهلا وإن كان تدميرا فسهلا ولا يثنيهم عن سعيهم لمناصب السلطة ومقعد السلطان أن يخوضوا في دماء إخوانهم في الدين أو أن يكون معبرهم فوق أشلاء صادقي الإيمان لعلك أدركت أيها القاري وأنني أخوض معك في موضوع قريب إلى ذهنك بقدر ما ألح عليه وما أكثر ما ألح بل أصرح ما ألح حين ارتفعت ولا تزال ترتفع في الانتخابات السياسية والنقابية في مصر رأيات مدمونها يا دولة الإسلام عودي الإسلام هو الحل إسلامية إسلامية وهي رأيات لا تدري أهي دين أم سياسة لكنك تجد مخرجا في تصور مصدريها أن الدين والسياسة وجهان لعملة واحدة وأن تلك الأقوال تعبير عاطفي عن شعارات الإخوان المسلمين القديمة بأن الإسلام دين ودولة مصحف وسيف إلى آخره وقبل أن تسألني وهل تنكر ذلك يجدر بي ندعك أمام وجهة أي نظر كل منهما تقبل الإجتهاد بل وقبل ذلك كله تقتدر إجهاد وأقصد بذلك إجهاد الفكر بحثا عن حقيقة غائبة أما وجهة النظر الأولى ولا أشك أنها وراء ما ذكرت من دعاوة فإنها تتمثل في أن المجتمع المصري مجتمع جاهلي أو بعيد عن صحيح الدين وبين مقولة تجهيد المجتمع ومقولة الابتعاد عن صحيح الدين تتدرج مواقف القائلين بين تترف لأصحاب المقولة الأولى والاعتبار للقائلين بالثانية لكنهم جميعا متفقون على أن نقطة البدء بالحل تكمن في التطبيق الفوري للشريعة الإسلامية وأصحاب وجهة النظر هذه يطرحون خلف ظهورهم خلافهم حول رأيهم في المجتمع الحالي ويستقرون عند التمسك بدعوة تطبيق الشريعة مؤكدين أن هذا التطبيق الفوري سوف يتبعه صلاح فوري للمجتمع وحل فوري لمشاكله هذا مع وجهة النظر الأولى أما وجهة النظر الثانية فلعلي ألمح على وجهك قبل أن أعارضها تساؤلا مدمونة وهل هناك وجهة نظر ثانية؟ ولعلي أتلمس خلف هذا التساؤل صورا بأن وجهة النظر الثانية لابد أن تتناقد مع ما توصلت عليه وجهة النظر الأولى وأنها تصبح والأمر كذلك مصطدمة أو متصادمة مع دعوة لتطبيق أصل من أصول العقيدة لكني أبادر فأطمئنك بأن وجهة النظر الثانية لا تناقد الإسلام بل تتصالح معه ولا تأتي من خارجه بل تخرج من عباءته ولا تصدر عن مارق بل تصدر عن عاشق لكل قيم الإسلام النبيرة والعظيمة إن وجهة النظر الثانية تستند إلى مجموعة من الفرود يمكن عرضها فيما يلي أولا إن المجتمع المصري ليس مجتمعا جاهليا بل هو أحد أقرب المجتمعات إلى صحيح الإسلام إن لم يكن أقربها حقيقة لا مظهرا وعقيدة لا تمسكا بالشكليات بل إن التمسك الأصيل والشديد بالقيم الدينية يمكن أن يمثل ملمحا مصريا يصدق هذا على موقف المصريين من العقائد الدينية الفرعونية قبل ظهور الأديان السماوية بقدر ما يصدق على موقف المصريين من الدين المسيحي قبل دخول الإسلام لمصر بقدر ما يسبق أيضا بدرجة أوضحة من كل ما سبق على موقف المصريين من الإسلام والشواهد على ذلك كثيرة بدءا من تردد المصريين على المساجد وحماسهم لبنائها وتنافسهم على مركز الصدر في عدد الحجاج من بلاد العالم الإسلامي كله واحتفائهم بالعياد الدينية بل وتحول شهر رمضان إلى عيد ديني قومي لا يمكن تبرير الشغف به والاحتفاء بحلوله والحسرة على انتهائه إلا بأسرة وعمق الشعور الديني وانتهاء بما ساهمت به مصر في مجال العقيدة والإجتهاد بدءا بالليث بن سعد وفقه الشافعي في مصر وانتهاء بالأسر الشريف ودوره كما نارت للفكر الإسلامي ثانيا إن تطبيق الشريعة الإسلامية ليس هدفا في حد ذاته بل إنه وسيلة لغاية لا ينكره أحد من دعاة تطبيق وأقصد بها إقامة الدولة الإسلامية وهنا مربط الفرس ومحور النقاش ودعاة تطبيق الشريعة الإسلامية كما سبق وذكرنا يرفعون الشعار أن الإسلام دين ودولة والشريعة الإسلامية في مفهومهم تمثل حلقة الربط بين مفهوم الإسلام الدين ومفهوم الإسلام الدولة ليس ربطا بين مفهومين مختلفين بل تأكيدا على أنهم وجهان العملة واحدة في رأيهم وهي صحيح الإسلام هنا ينتقل النقاش إلى ساحة جديدة هي ساحته الحقيقية وهي ساحة السياسة وهنا يدفع على سطح النقاش سؤال بسيط وبديهي ومدمونه أنهما داموا قد رفعوا شعار الدولة الإسلامية وانتشر أنصارهم بين الأحزاب السياسية يدعون لدولة دينية يحكمها الإسلام فلماذا لا يقدمون إلينا نحن الرعي برنامجا سياسي للحكم يتعرضون فيه لقضايا نظام الحكم وأسلوبه سياسته واقتصاده مشاكله بدءا من التعليم وانتهاء بالإسكان وحلول هذه المشاكل من منظور إسلامي أليست هذه نقطة ضعف جغارية يواجههم بها من يختلفون معهم سواء بحسن النية وهو ما نظن أو بسؤونية وهو ما يعتقدون وما يتعين عليهم سدد رائعة حتى لا يتركوا لأحد مجال لنقد أو رفض هنا يبدو الأمر منطقي لا تناقض فيه وهنا يصبح رفعهم شعار الدين والدولة معا أمرا مقبولا وهنا يصبح رفضهم لفصل الدين عن السياسة وأمور الحكم رفضا له من الوجهة حظ كبير وله من المنطق السند قوي بل وأكثر من ذلك تصبح قضية تطبيق الشريعة الإسلامية جزءا من كل وهي جزء لا يتناقض مع الكل بحال بل يتناسق معه ففي مجتمع الكفاية والعدل حيث يجد الخائف مأمنا والجائعة عاما والمشرد سكنا والإنسان كرامة والمفكر حرية والذمي حقا كامل للمواطنة يصعب الاعتراض على تطبيق الحدود بحجة القسوة أو المطالبة بتأجيل تطبيقها بحجة الموامة أو عن قبول بارتكاب المعصية اتقاء لفتنة أو تشبها بعمر في تعطيله لحد السرق في عام المجاعة أو لجوء للتعزيز في مجتمع يعز فيه الشهود العدول لعلك متفق معي أيها القارئ فيما توصلت إليه من أن مسألة كهذه يجب أن لا تفوت على المشتغلين بالعمل السياسي الديني بل لعلك تتجاوز التعجب إلى الاعتقاد بأن هذا أمر يسير وأنه إلى تدارك بل ربما اعتقدت عن تفاؤل بأنه أمر سهو وأن السهو إلى زوال لكني لا أشاركك تفاؤلك لسبب يعلمه دعاة تطبيق الشريع ويعانون منه وأقصد به عقم الاجتهاد بل إن شاءت الدقة اجتهاد العقم وخوف الاختلاف بل إن شاءت الدقة خلف الخوف وطمع الاستسهال بل إن شاءت الدقة استسهال الطمع وعجل القدرة بل إن شاءت الدقة قدرة العجل ليس فيما أقوله بلاغة أو تلاعب باللفظ بل هي حقيقة تستطيع أن تلمس عشرات الأمثلة على صدقها ودونك أيها القارئ العزيز ما حدث في قوانين الأحوال الشخصية والتي شهدنا ثلاثة منها في عشر سنوات أثر الأول منها ثائرة المدافعين عن حقوق المرأة فكان القانون الثاني الذي أثر حفيدة المدافعين عن حقوق الرجل فكان الثالث الذي هدأت به ثائرة الثائرين إلى حين على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية جانب هيين من جوانب أي برنامج سياسي بل إنه أسهل جوانب تطبيق الشريعة الإسلامية لأنه لا خلاف عليها أو حولها في كونها المصدر الوحيد للتشريع في هذا المجال وهي في نهاية قضية يبدو وشها الديني وأكثر وضوحا من أي وجه آخر لكن المشكلة أتت من مواجهة العلماء لعالم جديد ترتبت فيه للمرأة حقوق لم تترتب في عصر سابق وأصبح عمل المرأة على سبيل المثال واقعا لا منة أو منحة وحقا مكتسبا لا سبيل إلى مناقشته وترحت المتغيرات الجديدة في المجتمع من الظروف ما لا سابقة له في عهد مالك أو أبي حنيفة أو الشافعية أو ابن حنبل فأزمة الإسكان قائمة بل إن هناك ما لم يعرفه الفقهاء الأربعة حين نقشوا هذه القضية من حكم الشقة المستجرة أو التمليك وهي كلها أمور أوقعة العلماء في حيس وهو الاختلاف بينهم وفي بيس وهو الخلاف بينهم من ناحية وبين قطاعات كبيرة في المجتمع من ناحية أخرى وفي كل الأحوال من الأحوال الثلاثة أقصد القوانين الثلاثة وجد العلماء ضلتهم في الانتقال من مالك إلى أبي حنيفة فإن لم يجدوا انتقلوا إلى فتاوى فقهاء أقل حظا من الشهر من أمثال سهل بن معاوية وهم في كل الأحوال لم يتجاوزوا القرن الثاني هجرية قيد أنملة أو إن شأن الدقة قيد عام ماذا سيكون الحال إذا تترق الأمر إلى مجال الاقتصاد وشغل دعاة الدولة الإسلامية أنفسهم بقضية زيادة الإنتاج في المجتمع وفوجئوا بحجم استثمارات القطاع العام التي تتراوح بين 30 إلى 50 مليار جنيه يعتمد تمويلها على مدخرات المصريين في بنوك القطاع العام والمدخرات في صورة ودائعة والودائعة تستحق فوائد وآخر اجتهادات القرن الثاني الهجري والتي لم تعاصر قطاعاً عاماً أو بنوكاً أدخلت العايدة الثابتة للمدخرات في دائرة الربع وآخر ما وصل إليه الداعون للدولة الإسلامية هو الركون لاجتهادات هؤلاء الفقهاء وكأنها تنزيل من التنزيل ماذا سيكون الحال؟ مأزق إن تجمدوا وبرنامج سياسي تجتهدوا ولعل أول الحالين أقرب لتصفير الواقع فالتصفير أهون من التطوير والحكم بخروج المجتمع كله من دائرة الإيمان يسهل والحكم بعدم مشروعية الفوائد أيسل وتجهيد المجتمع ومؤسساته أضمن والنحو باللائمة على الزمان أسهل سبل والترحم على الشاعر العربي وارد حين قال نعيب زماننا والعيب فينا هذا عن حين الأمور وأقصد بها التفصيلات أما أصعبها وأقصد بها الأمور العامة والمنظمة لأسلوب اختيار الحاكم أو أسلوب الحكم أو العلاقة بين السلطات فإن تناول أي منها هو المحق الحقيقي لدعوة الدولة الدينية بعيدا عن سجع الألفاظ وشقشقات البلاغة وأنت في ترحك للأسئلة وبحثك عن الإجابات تكتشف أنك في سباق للموانع ومباراة للسراد حجم ضخم من الخلافات التي لم تحسم ولم يمنع عدم حسمه نتيجة غياب الاجتهاد المستنير أن يدعوك البعض إلى خوض التجربة وأن يتحاشى الجميع الخوض فيها إيثارا لراحة البال بالهم هم وتجنب للخلاف خلافهم هم وهم في كل الأحوال في مأمن إن أعجزتهم الإجابة أفت بأنك لا تملك أدوات البحث في القضية الدينية وإن أفحمهم المنطق تناد بأنك عميل للإمريالية أو متأثر بالشيوعية أو ناتق بلسانهما معا وحتى لا تتحول القضية إلى تراشق فإنني سأحاول معك أن أسارد بعضا من تلك الموانع التي أشرت عليها ونبدأ بالحاكم وبديهي أن أول ما سيتبادر إلى ذحنك هو الشروط التي يجب أن تتوافر فيه وقد تتصور أن الشروط سهلة وأنه يمكن أن تتمثل في كونه مسلما عاقلا رشيدا إلى آخر هذه الأوصاف العامة لكنك تصطدم بشرط غريب تذكره كثير من كتب الفقه وهو أن يكون قرشيا وقد تتعجب من أن ينادي البعض بهذا الشرط باسم الإسلام الذي يتساوى الناس أمامه كأسنان المشت هو الذي لا يعطي فضلا لعربيين على أعجميين إلا بالتقوى وقد يتبادل إلى ذحنك خاطر غريب وإن كان صحيحا يتمثل في أن هذا الشرط قد وضع لك يبرر حكم الخلفاء الأمويين أو العباسيين وكلهم قرشي بل قد يتداعى إلى ذهنك ما قرأته في كتب التاريخ القريب عن الملك فاروق في أول عهده حين قدمه محترفه السياسة للمصريين في صورة الملك الصالح وظهر في الصور بالحياته ومصبحته ونصف إغفاءة من عينيه وتسارع بعض الرجال الدين طموحين للمنادات به ملكا وأماما للمسلمين واجتهد الأذكياء منهم في إثبات نسبه للرسول وتبار الإعلام في الإعلان عن هذا النسب وتأكيده تعقيقا لشرط من شروط الإمامة وسد للذراء على المعترضين ولعلك مثل تماما لا تستريح لهذا الشرط الذي يصنف المسلمين إلى أصحاب دم أزرق وهم القراشيون الحكام وأصحاب دم أحمر ينتظم الأغلبية لكنهم يواجهونك بحديث نبوي مدمونة أن الإمامة من قريش وتتبادر إلى ذهنك في الحال عشرات الأحاديث التي ودعها الوضعون والتي وصلت فيها إلى تسمية الخلفاء العباسيين وتحديد موعد خلافتهم بالسنة واليوم وهي كلها أحاديث ودعها من الذين لهم إلا هوى الحكام ولا ضمير لهم ولا عقيدة لكنك في نفس الوقت تخشى من اتهامك بالعداء للسنة خاصة من الذين قصروا دراستهم للأحاديث النبوية على أساس السند وليس على أساس المتن أي المعنى والمدمون ومدى توفقه مع النص القرآني ولا تجد مهربا إلا بتداعيات اجتماع سقفة بن ساعد في المدينة والذي اجتمع فيه الأنصر لانتخاب سعد بن عبادة وسرع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الجراحة إليهم ورشحوا أبو بكر ودر حوارا طويل بين الطرفين انتهى بمبيعة أبو بكر وأنت في استعراضك للحوار لا تجد ذكر للحديث النبوي السابق وهو إن كان حديثا صحيحا لما جرى سعد بن عبادة سيد الخزرج على ترشيح نفسه ولكف أبو بكر وعمر والجراحة مؤونة المناظرة ولم فاتهم أن يذكروه وهو في يدهم سلاحا ماض يحسم النقاش ويكفي أن تعلم أن سعد بن عبادة ذل رافض لبيعة أبو بكر إلى أن مأت ولم يجد من يأخذ بيده إلى هذا الحديث فيبايع الردة وهو السحابي الجليل ذو المواقف غير منكورة في الإسلام غير أن لكل ظاهرة سيئة وجهها المفيد فقد انبرأ أصحاب الرأي الآخر والذين يؤمنون بحق الأكفاء في الحكم دون اعتبار لنسبه إلى ذكر أحاديث مدد بمنطق وداويها بالتي كانت هي الداء مدمونها أنه لمانع من أن يحكم المسلمون عبد حبشي أسود كأن رأسه زبيبة فأعادوا للمنطق التوازنة وأعادوا لكثير من الترائف الإسلامية التي نشأت فيما بعد سند لرأيهم المعارض لخلافة العباسيين وإن كانت نتيجة ذلك كله ودع المانح الأول في مسيرة الدورة الإسلامية وهو الخلاف الفقهي حول نسب الحاكم وهل يكون بالدرورة قراشيا أم أنه لا أكفأ بغد النظر عن نسبه ولا عبرتهن بالمنطق أو بواقع الحال فسيف إنكار الحديث وارد على رقاب كل من الطرفين في قدية أتصور أنا وأنت أنها هينة سهلة لا تستحق عناء ولا تقتضي طول بحث ولا تنتقل منها أو تتجوزها إلى أسلوب تولية الحاكم حتى تكتشف مانعا ضخما يدور حوله الجدل إلى اليوم ولا يقنع المتجادلون فيه بمنطق بسيط ووادح وهو أن القرآن لم يتر قاعدة في هذا الأمر والرسول لم يعرض لها من قريب أو بعيد وإلا لما حدث الخلاف والشقاق في اجتماع السقيفة ولما رفض علي قبول تولية أبي بكر ومبايعته على اختلاف في الرواية بين رفضه المبايع أياما في أضعف الروايات وشهورا حتى موت فاطمة في أغلبها بل إن السلوب السقيفة لو كان هو الأصح لاتبعه أبو بكر نفسه وترك تولية تمنيريه للمسلمين أو أهل الحل والعقد منهم وهو ما لم يفعل حين أوصل عمر بكتاب مغلق بايع عليه المسلمون قبيل وفاته دون أن يعلموا ما فيه وهو أيضا مرة أخرى ما خلفه عمر في قصر الاختيار بين الستة المعروفين وهم علي وعثمان وطلحة والزبير وابن عوف وسعد وهو ما اختلف عن أسلوب اختيار عليه ببيعة بعض الأمصار ومعاوية بحد السيف ويزيد بالوراثة أنت هنا مم ستة أسليب مختلفة لاختيار الحاكم يرفض المتزمتون تجاوزها ويختلفون في تفضيل أحدها على الآخر ويرى المتفتحون أن دلالته الوحيدة أنه لا قاعدة وأن الإسلام السمح العادل لا يرفض أسلوب الاختيار بالانتخاب المباشر أو غير المباشر وهو ما لا أظن أنه كان يوما حتى يومنا هذا محل اتفاق أو قبول عام من أنصار الدولة الدينية ولعل لا أتحدث عن فراغ بل أصدر عن واقع النظم الإسلامية المعاصرة في عالمنا الحديث فهناك بيعة أهل الحل والعقد في السعودية مع قسر الترشيح على أفراد الأسرة المالكة وهناك المبايعة على كتاب مغلق يكتبه الحاكم ويوصي فيه لمن يليه اشتقاقا من أسلوب اختيار أبي بكر العمر في السودان في عهد النميلي وهناك ولاية الفقه في إيران وهناك اعتبار الموافقة بالاستفتاء على الشريعة الإسلامية موافقة ضمنية على الحاكم واختيار له في الباكستان وهناك في كل الأحوال مانع جديد يضاف إلى ما سبق وهو أن مدة تولية الحاكم في كل الأحوال السابقة مستمرة مدى الحياة ولا عبرة في ذلك بأن البيع على أساس الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله وأن الحاكم يعزل إذا خالف ذلك فما أكثر من خالف دون أن يعزل أو حتى يعترض عليه قديما كان أو حديثا وحديث التاريخ في هذا ذو جنون بل قل ذو جنون سواء في تطرف الحاكم في خروجه على صحيح العقيدة أو تطرف الرعي في الخنوع لإرادته والخضوع لباتشه ولعل القارئ يلاحظ أنني قد تشددت في العبالات الأخيرة حتى أستلهم في ذعن دعاة الدولة الإسلامية ردا منطقيا بأن الشورى منعة لباتش الحاكم حافظة لحق الرعية غير أني آسف إذا ذكرت لهم أن هذا بدوره يقود إلى منع جديد هو الخلاف حول كنه الشورى وهل هي ملزمة للحاكم وهو رأي الأقلية أم أنها غير ملزمة له وهو رأي الأغلبية التي تفرق بين كون الحاكم ملزما بأن يستشير وبين كونه في نفس الوقت غير ملزم باتباع رأيهم حتى إن اجتمعوا عليه جميعهم أو أغلبهم لقد أدرك بعض المخلصين من الدعاة أنهم يواجهون من ظروف المجتمعات الحديثة ما لم يواجهه السلف وأن الديمقراطية بمعناها الحديث وهو حكم الشعب بالشعب لا تتناقض مع جوهر الإسلام وأن اجتهادات المؤمنين بالديمقراطية والتي تمخدت عن أساليب الحكم النيابي والانتخابات المباشرة وغير المباشرة لا يمكن أن تصطدم بجوهر العدل في الدين الإسلامي وروح الحرية التي تشمله ويشملها ومن أمثالهم الأستاذ الكبير خالد محمد خالد والعالم الجليل محمد الغزالي لكنهم واجهوا طيارا كاسحا من الرفض لما أمله عليهم اتساع وفقهم وفهمهم لجوهر العقيدة الأصيل وانبرى زعماء الطيارات الثورية والتقليدية في نقد هذه الأراضي وتفنيدها لا فرق في هذا بين معتدر أو متطرف ودونك ما نشر على لسان الأستاذ عمر التلمساني والأستاذ عمر عبد الرحمن وهو في مجمله يرفض مقولة حكم الشعب بدعوة أن الحكم لله وهو أمر لو أمعنت النظر فيه لما وجدت تناقدا لكنهم يحاولون تأصيل منهجهم بافتراضات منها أن الأغلبية قد تقر تشريعا يعارض شريعة الله وأن تسلم بحق المجالس النيابية في التشريع سلب لحق إلهي ثابت ومقدس وهو كونه جل شأنه المشرع الأكبر والوحيد وأنها أي الديمقراطية قد تعطل النص الشرعي بالرأي الشخصي وهكذا أيها القارئ لا تنتهي عقبة أو مانع إلا وتظهر عقبة جديدة أو مانع جديد وهي كلها موانع قد يسعد بها المجتهدون المتفتحون لأنها تفتح أمامهم بابا واسع للرأي والاجتهاد دون خروج على صحيح الدين ودون تصادم مع روح العصر لكنها في الجانب الآخر تفزع من ركن الاجتهادات السلف أيما فزع وتدعهم بين شق الرحى إن دارت يميناً تحنت برفض العصر وإن دارت شمالاً تحنت برفض العقل وإن سكنت أبقتهم حيثهم يهربون من الأصليل الفرع ويخفون منطقاً واجههم به بل إن شاتت دقة تحداهم به وهو أن الشريعة وحدها لا تستقيم وجوداً أو تطبيقاً إلا في مجتمع إسلامي أو بمعنى أدق دولة دينية إسلامية وأن هذه الدولة تحتاج إلى برنامج سياسي يعرض تفصيل وتأصيل للعموميات والجزئيات وأنهم أعجزوا من أن يصيغوا مثل هذا البرنامج أو يتقدموا به وأنهم يهربون من الرحى برميها فوق رؤوسنا داعين أيانا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية التي تقودنا بالحكم إلى دولة دينية إسلامية نتخبط فيها ذات اليمين وذات اليسار دون منارة من فكر أو اجتهاد مستنير وليحدث لنا ما يحدث وليحدث للإسلام ما يحدث وما علينا إلا أن نمد أجزادنا لكي يسيل عليها خيلاه إن أعجزهم الإجتهاد الملائم للعصر رفض العصر وإن أعجزهم حكم مصر حد دم مصر ثالثا إنه من المناسب أن نناقش معك أيها القارئ مقولة ذكرتها لك دمن وجهة نظر التاهين لتطبيق الفوري للشريعة وهي قولهم بأن تطبيق الفوري للشريعة سوف يتبعه صلاح فوري للمجتمع وحل فوري لمشاكله وسوف أثبت لك أن صلاح المجتمع أو حل مشاكله ليس رهناً بالحكم المسلم الصالح وليس أيضاً رهناً تمسك المسلمين جميعاً بالعقيدة وصدقهم فيها وفهمهم لها وليس أيضاً رهناً تطبيق الشريعة الإسلامية نصاً وروحاً بل هو رهناً بأمور أخرى أذكرها لك في حينها دليلي في ذلك المنطق وحجتي في ذلك وقائع تاريخ وليس كالمنطقة دليل وليس كالتاريخ حجة وحجة التاريخ لدي مستقاط من أسهى عصر الإسلام عقيدة وإيماناً وأقصد بها عصر الخلفاء الراشدين أنت أمام ثلاثين عاماً هجرياً بالتحديد تسعة وعشرون عاماً وخمسة أشهر هي كل عمر الخلافة الراشدة بدأت بخلافة أبي بكر سنتين وثلاثة أشهر وثمانية أيام ثم خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوماً ثم خلافة عثمان إحدى عشرة السنة وأحد عشر شهراً وتسعة عشر يوماً ثم خلافة علي أربع سنين وسبعة أشهر وتستطيع أن تذكر بقدر كبير من اليقين أن خلافة أبي بكر قد انصرفت خلال العامين والثلاثة أشهر إلى الحرب بين جيشه وبين المرتدين في الجزيرة العربية وأن خلافة علي قد انصرفت خلال أربعة أعوام السبعة أشهر إلى الحرب بين جيشه في ناحية وجيوش الخارجين عليه والرافدين لحكمه في ناحية أخرى بدءاً من عائشة وتلحة الزبير في موقعة الجمل وانتهاءاً بجيش معاوية في معركة سفين ومروراً بعشرات الحروب مع الخوارج عليه من جيشه وأنه في العهدين كانت هموم الحرب ومشاغلها أكبر بكثير من هموم الدولة وإرساء قواعدها أضف إلى ذلك قصر عهد الخلافتين حيث لم يتجاوز مجموع سنواتهما ست سنوات وعشرة أشهر ويبقى أمامك عهد عمر وعهد عثمان حيث يمكن أن تتعرف فيهم على الإسلام الدولة في أزهى عصور الإسلام إسلاماً وأحد العهدين عشر سنين ونصف عهد عمر والثاني حوالي 12 عاماً عهد عثمان وهي فترة كافية لكل من العهدين لكي يقدم نموذج للإسلام الدولة كما يجب أن تكون فعمر وعثمان من أقرب السحابة إلى قلب الرسول وفهمه والاثنان مبشران بالجنة وللأول منهما وهو عمر مواقف مشهودة في نصرة الإسلام وإعلاء شأنه وهي مواقف لا تشهد بها كتب التاريخ فقط بل يشهد بها القرآن نفسه حيث تنزلت بعض آياته تأييداً لرأيه وهو شرف لا يدانيه شرف وللثاني منهما وهو عثمان مواقف إيمان وخير وجود هذا عن الحاكم في كل من العهدين أما عن المحكمين فهم صحابة الرسول وأهله وعشيرته لا تحدث واقعة إلا وتمثل أمامهم للرسول فيها موقف أو حديث ولا يمرون بمكان إلا وتداعت إلى خيالهم ذكرى حدث بها أو قول فيه ولا تغمد أعينهم أمام المنبر إلا وتمثل الرسول عليه قائماً ولا يترسون للصلاة خلف الخليفة إلا وتذكر الرسول أمامهم إماماً وهم في قراءتهم للقرآن يعلمون متى نذرت الآية وأين ولماذا إن كان هناك سبب للتنزيل وباختصار يعيشون في ذل النبوة ويتأسون بالرسول عن قرب وحب هذا عن المحكمين ولا يبقى إلا الشريعة الإسلامية وهي ما لا يشك أحد في تطبيقها في كل من العهدين بل إنك لا تتزيد إن علنت أن هذا العهد أو ذاك كان أزهى عصول تطبيقها لأنها لزوم ما يلزم في ذوء ما سبق أن ذكرنا بشأن الحاكم والمحكوم ومع ذلك فقد كان عهد عمر شيئاً وعند عثمان شيئاً آخر فقد ارتفع عمر بنفسه وبالمسلمين لأصول العقيدة وجوهرها فسعيد المسلمون به وسلح حال الدولة على يديه وترك لمن يليه منهجاً ليختلف أحد حوله ولن نتمثل صلاح الحكم وهيبة الحاكم إلا إذا استشهدنا به بينما قد عثمان المسلمين للاختلاف عليه ودفع أهل الحل والعقد للإجماع على الخلاص منه إما عزلاً في رأي أهل الحجة أو قتلاً في رأي أهل الضراب واهتزت حيبته في نذر الرعية إلى الحد الذي دفع البعد إلى خطف السيف من يده وكسره النصفين أو حصبه على المنبر أو التصغير من شأنه بممناداته ينعثل نسبة لمسيحي من أهل المدينة كان يسمى نعثلاً وكان عظيم اللحية كعثمان أو الاعتراض عليه من كبار الصحابة بما يفهم منه دون لبس أو غمود أنه خارج على القرآن والسنة ووصل الأمر إلى الدعوة الصريحة لقتله حيث يروع عن عائش قولها أقتلوا نعثلاً لعن الله نعثلاً وهي كلها أمور لا تترك لك مجلل الشك فيما وصل إليه أمر الخليفة قبل رعيته وما وصل إليه أمر الرعية قبل الخليفة وعلى الرغم من أن عمر وعثمان قد مات مقتلين إلا أن عمر قد قتل على يد غلام من أصل مجوسي وترك قتله غصة في نفوس المسلمين وأثار في نفوسهم جميع الروع والهلع لفقد عظيم الأمة ورجولها الذي لا يعود بينما على العكس من ذلك تماماً ما حدث لعثمان عند مقتله فقد قتل على يد المسلمين الثائرين المحاصرين لمنزله وبإجماع منهم وقد تتصور أن قتلت عثمان قد أشفوا غليلهم بمسرعه على أيديهم وانتهت عدوتهم له بموته لكن كتب التاريخ تحدثون برواية غريبة ليس لها نظير سابق أو لاحق وأن كانت لها دلالة لا تخفى على أريب فالطبري يذكر في كتابه تاريخ الأمم والملوك لبث عثمان بعدما قتل ليرتين لا يستطيعون ذفنه ثم حمله أربعة حاكيم بن حزام وجبير بن مطعم ونيار بن مكرم وأبو جهم بن حذيفة فلما ودع ليصل عليه جاء نفر من الأنصار يمنعوهم الصلاة عليه فيهم أسلم بن أوس بن البجرة السعدي وأبو حية المازني ومنعوهم أن يدفن بالبقيع فقال أبو جهم دفنوه فقد صلى الله عليه وملائكته فقالوا لا والله لا يدفن في مقابر المسلمين أبدا فدفنوه في حش كوكب فلما ملكت بني أمية أدخلوا ذلك الحش في البقيع وفي رواية ثانية أقبل عمير بن أضابع وعثمان الموضوع على باب فنزى عليه فكسر ضلعا من أطلاعه وفي رواية ثالثة أنهم دفنوه في حش كوكب حين رماه المسلمون بالحجارة فاحتما حاملوه بجدار دفنوه بجواره فوقع دفنه في حش كوكب هذا خليفة المسلمين الثالث يقتله المسلمون لا يستطيع أهله دفنه ليلتين ويدفنونه في الثالثة يرفض المسلمون الصلاة عليه بقسم البعد أن لا يدفن في مقابر المسلمين أبدا يحسب جثمانه بالحجارة يعتدي مسلمون على جثمانه فيكسر ضلعا من أطلاعه ثم يدفن في النهاية في مقابر اليهود أي غضب هذا الذي يلاحق الحاكم حتى وهو جسد مسجد وينتقم منه وهو جثة هامدة ولا يراعى تاريخه في السبق في الإسلام والذود عنه ولا عمره الذي بالغ السادسة والثمانين ويتجاهل كونه مبشرا بالجنة وزوج الابنتي الرسول ويرفض حتى مبدأ الصلاة عليه أو دفنه في مقابر المسلمين شأنه شأن أفقرهم أو عصاهم هو غضب لا شك عظيم وخطب لا ريب جليل وحادث لا تجد أبلغ منه تعبير عن رأي المسلمين في حاكمهم وأمر لا يؤثر في الإسلام من قريب أو بعيد فعثمان رضي الله عنه ليس ركنا من أركان الإسلام وإنما هو بشر يخطئ ويصيب وحاكم ليس له من الحصنة أو القدسية ما يرفعه عن غيره من المسلمين لكنك لا تملك إلا أن تتساءل معي وأن تجيب ألم يكن عثمان وقت اختياره واحدا من خيار المسلمين مبشرا من الجنة وأحد استغنهم أهل الحل والعقد وأحد اثنين لم يختلف المسلمون على أن الخلاف لن تخرج عنهما وهما عثمان وعلي والإجابة بلى ألم يكون المسلمون في أعلى درجات تمسكهم بالعقيدة وأقرب ما يكونون إلا مصطرها الأول وهو القرآن ومصطرها الثاني وهو السنة بل كان أغلبهم أصحابا للرسول ونقلين عنهما وصرنا من حديث وأحداث والإجابة بلى ألم تكن الشريعة الإسلامية متبقة في عهد عثمان رضي الله عنه والإجابة بلى هل ترتب علما سبق حاكم صالح ومسلمون عدول وشريعة إسلامية متبقة أن سلح حال الرعية وحسن حال الحكم وتحقق العدل وساد الأمن والأمان والإجابة لا وهنا نصد سوي لمجموعة من النتائج نستعرضها معا عسى أن تحل لنا معدلة التفسير وأن تجيب معنا على السؤال الحائر وموجزه لفظ لماذا النتيجة الأولى إن العدل لا يتحقق بصلاح الحاكم ولا يسود بصلاح الرعية ولا يتأتى بتطبيق الشريعة وإنما يتحقق بوجود ما يمكن أن نسميه نظام حكم وأقصد به الدوابط التي تحاسب الحاكم إن أخطى وتمنعه إن تجاوز وتعزله إن خرج على صالح الجماعة أو أساء لمصالحها وقد تكون هذه الدوابط داخلية تنبع من ضمير الحاكم ووجدانه كما حدث في عهد عمر وهذا نادر الحدوث لكن ذلك ليس قاعدة ولا يجوز الركون إليه والأصح أن تكون مقاننة ومنظمة فقد واجه قادة المسلمين عثمان بخروجه على قواعد العدل بل وأحيانا بخروجه على صحيح جوهر الإسلام فلم يغير من سياسته شيئا وبحثوا فيما لديهم من سوابق حكم فلم تسعفهم سابقة ومن قواعد لتشسير أمور الدولة فلم يجدوا قاعدة واشتد عليهم الأمر فحاصروه وتلبوا منه أن يعتزل ولأن قاعدة ما في هذا الأمر لم تكن موجودة فقد أجابهم قوله الشهير والله لا أنزع ثوبا سربل نياه الله أي ألبس نياه الله وحين اقترب الأمر من نهايته وأصبح قاب قوسيني وأدنى من ملاقات حتفه على يد رعيته أرسل إليه عرضا فيه من المنطق الكثير ومن الصواب ما لا يختلف عليه فقد خيروه بين ثلاث إما الإقادة منه أي أن يعاقب على أخطائه شأنه شانعي مسلم يخطى ويستمر بعدها خليفة بعد إدراكه أنه لا خطأ دون عقاب وإما أن يتبرأ من الإمارة أي أن يعتزل الخلافة بإرادته وإما أن يرسل الأجناد وأهل المدينة لكي يتبرأوا من طاعته أي أن يعتزل الخلافة بإرادة الرعية فكان رده كما ورد في رسالته الأخير كما انتسخها بن سهيل وهم يخيرونني إحدى ثلاث إما يقيدونني بكل رجل أصبته خطأ أو صوابا غير متروك منه شيء وإما أعتزل الأمر فيأمرون آخر غيري وإما يرسلون إلي من أطاعه من الأجناد وأهل المدينة فيتبرؤون من الذي جعل الله سبحانه لي عليهم من السمع والطاعة فقلت لهم أما أقادتي من نفسي فقد كان من قبل خلفاء تخطئ وتصيب فلم يستقدمنا أحد منهم وقد علمت أن ما يريدون نفسي وإما أن أتبرأ من الإمارة فإن يكلبوني أحب إلي من أن أتبرأ من عمل الله عز وجل وخلافته وأما قولكم يرسلون إلي الأجناد وأهل المدينة فيتبرؤون من طاعته فلست عليكم بوكيل ولم أكن استكرهتكم من قبل على السمع والطاعة ولكن أتوها طائعين وهنا يوضح عثمان بصراحة أن مراجعة الخليفة على الخطأ لم تكن وارد في من سبقه من الخلفاء أبو بكر وعمر أو على الأقل ليس له قاعدة وهنا أيضا يعلن بلا مواربة أنه مصر على تمسكه بالحكم حتى النهاية وأن اعتزاله غير وارد وهنا أيضا يواجه الدعوة إلى صحب البيعة بمنطق غريب مضمونه وهل كنت أكرهتكم حين بيعتم وكأن البيعة أبدية ولا مجال لصحبها أو النكوص عنها لا قاعدة إذن ولا نظام للرقابة والأمر كله موكول لضمير الحاكم إن عدل وزهد كما كان عمر وإن لم يعدل وتمسك بالحكم كان عثمان لقد أعلن عثمان أن نظام الحكم الإسلامي من وجهة نظره يستند إلى القواعد الآتية خلافة مؤبدة لا مراجعة للحاكم ولا حساب أو عقاب النخطة لا يجوز للرعي أن تنزع البيعة عنه أو تعزله ومجرد مبايعتها له مرة واحدة تعتبر مبايعة أبدية لا يجوز لأصحابها سحبها وإن رجعوا عنها أو طالبوا المبايع بالاعتزال ولأن أحدا لا يقر ولا يتصور أن تكون هذه هي مبادئ الحكم في الإسلام قتله المسلمون لكن السؤال يظل حائرا ومدمونه هل هناك قاعدة بديلة أو نظام حكم واضح المعالم في الإسلام هل هناك قاعدة في القرآن والسنة تحدد كيف يبيع المسلمون حاكمهم وتدع ميقاتا لتجديد البيعة وتحدد أسلوبا لعزل الحاكم بواسطة الرعية وتثبت للرعية حقها في سحب البيعة كما تثبت لها حقها في إعلانها وتعت المحكومين الحق في حساب الحاكم وعقابه على أخطائه وتنظم ممارستهم لهذا الحق أعتقد أن السؤال كان حائرا ولا يزال بل إن السؤال نفسه قد اختفى بعد عهد الخلفاء الراشدين وحرس المزايدون والمتزايدون في عصرنا على إخفائه تجنبا للحرج وتلافيا للخلاف ونأيا بأنفسهم عن الاجتهاد وهو أمر بالنسبة لهم عصير ربما عن قعود وربما عن جمود وربما عن عجز النتيجة الثانية إن تطبيق الشريعة الإسلامية وحده ليس هو جوهر الإسلام فقد طبقت وحدث ما حدث وأخطر من تطبيقها بكثير ودعو قواعد الحكم العادل المتسق مع روح الإسلام فقد رأينا أن الشريعة كانت متبقة وأن الحاكم كان صالحا وأن الرعية كانت مؤمنة وحدث ما حدث لغياب مغاب وأظنه ليزال غائبا ولعل ما حدث في السودان خير دليل على ما غبت البدء بالوجه العقابي للإسلام وهو ما حدث حين أعلن الحاكم عن تطبيق الشريعة الإسلامية وبدأ في إقامة الحدود في مجتمع محدد بالمجاعة الأمر الذي ترتب عليه أن أصبح أنصار تطبيق الشريعة الإسلامية بعد تلك التجربة أقل بكثير من أنصارها قبل التطبيق فالبدء يكون بالأصل وليس بالفرع وبالجوهر وليس بالمظهر وبالعدل قبل العقاب وبالأمن قبل القصاص وبالأمان قبل الخوف وبالشبع قبل القطعة النتيجة الثالثة إنك إن انتقلت من عهد عثمان إلى عهدنا الحاضر لا تجد شيئا قد اختلف أو استجد سواء بالنسبة لحل مشاكل المجتمع أو بالنسبة لمواجهة السلطة إن انحرفت من خلال منظور إسلامي ودونك ربطهم بين تطبيق الشريعة وحل مشاكل المجتمع واسأني واسأل نفسك كيف ترتفع الأجور وتنخفض الأسعار إذا طبقت الشريعة الإسلامية كيف تحل مشكلة الإسكان المعقدة بمجرد تطبيق الشريعة الإسلامية كيف تحل مشكلة الديون الخارجية بمجرد تطبيق الشريعة الإسلامية كيف يتحول القطاع العام إلى قطاع منتج بما يتناسب وحجم استثماراته في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية هذه مجرد عينات من الأسئلة على الدعين للتطبيق الفوري للشريعة والمدعين أنها سوف يترتب عليها حل فوري لمشاكل المجتمع أن يجيبوا عليها وهم إن حاولوا الإجابة وجدوا أنفسهم أمام المأزق الذي يدور هذا الحوار حوله وهو ودع برنامج سياسي متكامل بل إن تفرغهم لإبداع نقلي من اجتهادات القرن الثاني الهجري يمكن أن يقودهم إلى تعقيد المشاكل بدل من حلها فالنظرات الديقة إلى مفهوم الربة إن طبقت في عالم اليوم سوف تقود إلى ارتباك هائل في سوق المال وسوف تلجأ إلى تحايل النرى ملامحه في تجربة البنوك الإسلامية وربما أدت إلى الخراب بدل من التنمية والكساد بديل عن الرواش وقبل أن تفغير فاك مندهشا أو ترفع يدك معتردا تعني أذكر لك أن الشريعة لا تقود إلى ذلك فلإنه اجتهاد القرن الثاني هجري هو الذي يقود إذا تبقى في عالم تغيرت معالمه وتبدلت أحواله وعرف أن ماطا من التعامل لم يعرفها السلف وترعت فيه من المتغيرات ما لا يقصر الاستدانة على الحاجة أو للدخار على مفهوم إقراض الغير وعرف التدخم الذي يترتب عليه خفض القوة الشرائية للنقود إلى غير ذلك مما ليسعه حصر ولم يشمله اجتهاد بعد اللهم إلا اجتهادا في مناخ غير المناخ ولعصر غير العصر هذا عن الربع فماذا عن الأجور والأسعار والأسكان؟ هل هناك علاقة بين هذه الذواهر أو المشاكل وبين تطبيق الشريعة؟ المؤكد أنه لا علاقة ولا ارتباط لكن الارتباط قائم مؤكد إن كان الحديث عن برنامج سياسي ينتظم مفردات المجتمع بما فيها الشريعة في منظومة لا تتناقض مع الإسلام ولا تتصادم مع متغيرات الواقع النتيجة الرابعة إننا يجب أن نفرق بين الهروب والمواجهة وبين النكوس والإقدام وبين المظهرية والجوهر فالمجتمع لن يتغير والمسلمون لن يتقدموا بمجرد إطلاق اللحية وحلق الشارب والإسلام لن يتحدى العصر بإمكانيات التقدم بمجرد أن يلبس شباب نزي الباكستاني ومصر لن يتعلق وجوه الإسلامي الحضري بمجرد أن يتنادر شباب غير أسمائهم فيدعو الواحد منهم الآخر باسم خزعل ويرد عليه الآخر التحية بأحسن منها فيدعوه عن بسة والحق بركب التقدم العلمي لن يحدث بمجرد استخدام السواك بديل عن فرشات الأثنان أو تكحيل العينين أو استعمال اليد في الطعام أو الاهتمام بالقضايا التافهة مثل نظرية حبس الظل في شأن التماثيل أو الصور أو إضاعات الوقت في الخلاف حول طريقة دخول المرحض وهل تكون بالقدم اليمنى أم اليسر وميقات ظهور المهد المنتظر ومكان ظهور المسيح الدجال فكل هذه قشور والغريب أنها تشغل أذهان الشباب وبعض الدعاة بأكثر مما يشغلهم جوهر الدين وحقيقته وهو جوهر لا يتناقض مع التقدم بحال وهي حقيقة لا تتوقف أمام هذه الأمور الصغيرة والعلي أعترف لك أيها القارئ أنني حزين شد الحزن ومكلوم حقيقة لا مجازا وأنا أشهد الشبابنا وقد امتلأ رأسه بهذه الأمور التافهة وأشهد قادته من أصحاب الطموح ومدعي إحياء الإسلام وهم يرسخون فيه هذه الأسس بل ويتجاوزون ذلك إلى دعوته لترك العلوم الوضعية أو العمل العلمانية والتفرغ للعبادة هل هذا هو وجه الإسلام الحقيقي وهل هذا هو ما سنواجه به القرن الحادي والعشرين وهل هؤلاء الذين يسيئون قيادة أنفسهم وأتباعهم هم الصالحون لقيادة المجتمع وهل أقبل منهم أو أتقبل منهم دعوتهم للدولة الدينية وهم لا يتمسكون من الدين إلا بالقشور ولا يعرفون من العقيد إلا مظهرها الذي لا أصل له في كتاب الله ولا أسند له إلا التأسب الرسول في مسيرته لعصر غير عصرنا ولمجتمع يختلف جملة وتفصيل عن المجتمع الذي نعيشه وليتهم تأس به وهو يدعو للرحمة ويستنكر قتل المسلم للمسلم ويدعو لطلب العلم ولو في الصين ويستنكر اعتزال العمل للعبادة ويعدل في قسمته بين الدنيا والدين ويعلن حكمته الخالدة للأجيال التالية له ومدمونها أنهم أعلموا بشؤون دنياهم هؤلاء قوم كره المجتمع فحق للمجتمع أن يبادلهم كرها بكره ولفظوه فحق له أن يلفظهم وأدنوه بالجاهلية فحق له أن يدينهم بالتعصب وانغلاق الذهن وخرجوا عليه فحق له أن يعاملهم بما اختاروه لأنفسهم معاملة الخارجين على الشرعية والقانون ودعوا أنفسهم في موضع الأوصياء على الجميع وهم أولى الناس بأن يعاملوا معاملة المحجور عليهم وهم من قبل ومن بعد أساول الإسلام ذاته حين ادعوا عليه ما ليس فيه وأظهروا منه ما ينفر القلوب وأعلنوا باسمه ما يصيو إليه وأدنوه بالتعصب وهو دين السماحة وأتهموه بالجمود وهو دين التطور ووسموه بالانغلاق وهو دين التفتح على العلم والعالم وعكسوا من أمراضهم النفسية عليه ما يرفضه كدين وما نرفضه كمسلمين هو الهروب لأنه أسهل من المواجهة وهو النكوس لأنه أهوان من الإقدام وهي المظهرية لأنها أيسر من إدراك الجوهر وهم في مزايدتهم على المظاهر يغالون في المطالبة بالشريعة وهي مطالبة تتسق مع ما درجوا عليه واتسق تفكيرهم معه فتتبيق الشريعة في مجتمعنا الحالي على ما تركه السلف دون اجتهاد ومراجعة إنما تمثل مظهرا لا غناء فيه وظاهرا من الأمر لا جوهر له ومجرد إطار شكلي لمدمون داخله أما الجوهر والإطار والمدمون فهو ما أشرت إليه من قواعد تنظيم المجتمع على أساس لا تتناقض مع جوهر الدين في شيء ولا تصطدم مع معطيات العصر في إطارها العام وهو مطلب بالنسبة لهم عسين فهم مطلبون أولا أن يروا العصر على حقيقته قبل أن ينذروا له وأن يعيشوه قبل أن يبرمجوه وأن يتفاعلوا معه قبل أن يخططوا مستقبله وهم في النهاية سحابة صيفي لا أشك أنها إلى زوال وغيم داكن لا أحسب إلا أنه إلى انقشاع رابعا إن أصحاب وجهة النظر الأولى وأقصد بهم الداعين إلى التطبيق الفوري للشريعة الإسلامية يدمرون حداء لا حد له للديمقراطية إما عن قصد النتيجة عدم إيمانهم بها كما أستفت وإما عن حسنينية من الكثيرين الذين يدفعهم حماسهم للشريعة إلى المطالبة بإقرارها بعرضها على مجلس الشعب دون أن تناقش على نثق شعبي واسع مع تلويحهم بسيف الخروج عن الدين لأعضاء المجلس إنهم رفضوا أو تأنوا أو ترددوا ويتجاوز البعض فيحاولون القفز فوق المجلس متوجهين مباشرة لرئيس الجمهورية ومطالبين له بوضعها هكذا موضع التنفيذ الفوري الناجز ولأن الأمر كما أغدحت ليس أمر شريعة بل أمر اختيار بين الدولة الدينية والدولة المدنية وهو اختيار كما شرحت من قبل بين بديل واضح ومطبق وهو الدولة المدنية وبديل آخر لم يجهد أصحابه أذهنهم في بلورته وتوضيحه وهو الدولة الدينية فإنه من الصعب والأمر كذلك أن يقدى بشأن هذا الأمر في جلسة أو اثنتين أو في أسبوع أو اثنين بل إنني أتصور سبيل آخر لترحي هذا الأمر ومناقشته وهو سبيل أرى أنه الأوفق هو الأصح ليس فقط من وشاة نظري بل إنه لزم ما يلزم بالنسبة لأمر هذا شأنه وتلك طبيعته ولعل قبل أن أعرض تصوري في هذا الشأن أتسمع رأي المعارضين لقولي جملة وتفصيلا وكأن بهم يقولونها هو يلتوي بالكلام وينكر علينا حقا يرضاه للآخرين ويطلبه لنفسه ويتصور الديمقراطية وفقا لآرائه ونظرائه ولا يلتزم بالدستور الذي أقرى أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين ولا يلزم نفسه بإرادة الأمة التي أنشأت هذا التعديل وتمثلت في استفتاء شعبي أعطى التأييد الكامل له وهي كلها أراء جديدة من البحث والمناقشة وتستحق بالفعل كثيرا من التوقف والتأمل أما عن الدستور فلا حسب أنه قد جاء بجديد فأغلب القوانين القائمة مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية مما يجعل منها المصدر الرئيسي للتشريع في مصر مع ملاحظة أرى أن إبداءها واجب وتتلخص في أن الدستور ليس كتابا مقدسا وأنه يحق لأي مواطن أن يختلف مع بنوده أو أن يعترض عليها وله أيضا أن يطلب بتعديلها على أن يسلك في هذا السبيل منظمه الدستور نفسه من سبول لتعديل مواده وإلغائها والإضافة عليها بل إن أصحاب وجهة النظر الأولى يعترضون على الكثير من نصوص الدستور مثل النص على تعدد الأحزاب الأمر الذي يختلف عن اعتقاده في قسرها على حزبينهما حزب الله وحزب الشيطان بل ويتجاوز أغلبهم تلك الجزئية إلى الاعتراض على ما يتعلق بالنظام الحكم في الدستور جملة وتفصيح ما بالهم إذن يلقون الحجة وهي مردودة إليهم ويطلقون الرأي وهو مأخوط عليهم ويستندون للدستور وهو غير مقبول منهم وقريب من ذلك احتكامهم إلى الاستفتاء دليل على التأييد الشعبي ورفضهم الاعتراف بشرعية جميع الاستفتاءات التي حدثت منذ اختلفت معهم الثورة وحتى الآن عد استفتاء واحد صادف هوى في نفوسهم ومس من قلوبهم الشغاف وحلق بهم في أحلام وردية وامتشقوه سلاحا يخرصون به الألسنة ويذودون به عن أوهمهم حينا وأحلامهم أحيانا هو الهوى حين يتسلط والغرض حين يستبد والمنطق حين يحرب والعقل حين تغشاه العاطفة والحرجة حين يشوبها الدعف والكلام حين يحتوي خبيئا معناه ليست لنا عقول ليس الدستور إذن هو السند وليس الاستفتاء هو الحرجة وإنما سبيلهم الوحيد كما أتصور أن يفعلوا ما فعله الآخرون وهو أن يتقدموا إلى الشعب ببنمجهم السياسي وأن يشكلوا حزبهم أو أحزابهم فإن حازوا الأغلبية في انتخابات حرة فقد ألزمون بالحرجة الدامغة وأخرصون بالفعل السديد وقد اخترت لفظة أخرصون عن قصد لاعتقاد أنه سوف يكون واقعا لأمراء فيه ففاقد الديمقراطية لا يعطيها لكنه إن توسر للحكم بإرادة الشعب كان له ما أراد هنا قد يحتج القارئ بأن القوانين الحالية لا تتيح لهم تشكيل أحزاب على أساس العقيدة الدينية وهو نص قانوني له وجاهته لكون الأحزاب السياسية منبر لكل المصريين مع مختلفة عقائدهم لكن يحسب أن المناخ الرديء قد تجاوز ذلك وأن الإخوان المسلمين على سبيل المثال يملكون حزبا ومكتب إرشاد وصحفا ومجلات حزبية وغير حزبية تدافع عنهم وتتبنى آراءهم بل ووصل الأمر إلى تواجد ممثلين لهم في المجلس النيابي بعد تحالف الوفد والإخوان المسلمين ذلك التحالف الذي يشبهه بعض الظرافاء بزواج المتعة الذي تعترف به بعد طوائف الشيع وتنكره طوائف السنة هم موجودون إذن وهم توصلوا بالشرعية إلى تواجد شرعي وإنكروا تواجدهم إخفاء للرؤوس في الرمال والسماح لهم ولغيرهم من الطائرات السياسية الدينية بتشكيل أحزابهم له من المزايا ما لا يستهان به فسوف يلزمون بوضع برامج السياسية وسوف يضر الحوار معهم على أرض الواقع السياسي وسوف يكون حوار دنيا لا حوار دين وسوف يكون حدفهم كراسي الحكم لقصور الجنة وسوف يحجم أئمة المساجد عن المزايدة على مقولاتهم لدخولهم أن ذاك في دائرة العمل السياسي الصريح وسوف تتحول الأحزاب السياسية إلى معارضتهم بدلا من المزايد عليهم وسوف يختلفون فيما بينهم بأكثر من اختلافهم مع الآخرين وسوف يواجهون بعدهم البعد بأكثر مما يواجهون الآخرين وسوف يتحاورون في ساحة ليست ساحتهم ويتكلمون لغة تصعب عليهم مفرداتها ناهيك عن قواعدها وفي كل هذا رحمة من الله أي رحمة ولطف بالوطن أي لطف ولا حجتهون للقائلين بأن ذلك سوف يدوي لإنشاء حزم دينية قبطية وأنه سوف يمزق الوطن طائفيا فدرس التاريخ ينبئون بأن ذلك غير وارد وإن ورد فلا تأثير له وغير بعيد عن الأذهان حزب أخنوش فانوس الذي تكون وقد دون أن يزيد عدد أفرادها للأحاد وغير بعيد تجربة الوفد حين استوعب الأغلبية الساحقة من أقباط مصر الذين تحتويهم دائما رائط العلمانية وتستهويهم شعاراتها وهو أمر ما زالت أسبابه قائمة وحديث ذلك يطول وهو في مجمله حديث يهون أسباب التخلف ولا يدعمها ويؤكد ما أدعو أليه ولا ينفيه هذه هي وجهة النظر الثانية أيها القارئ أفضت فيها لكثرة ما أفض أصحاب وجهة النظر الأولى في عرض آرائهم وتزيينها وأحسب بعد ذلك أنك إلى اختيار وأن التفكيل الهدئ سوف يقودك إلى قرار بل إنني أحسب أنك إن توصلت بعد ما سبق إلى مجرد التردد فسوف أحمد الله ولعلك أدركت معي أنهم قد اختاروا الطريق السهل وأن اتباعهم إلى ما لا تعلم وما لا يعلمون أمر جلل وأن عليهم أن يجاهدوا في نفوسهم هوا السلطة وزينة مقاعد الحكم وأن يجتهدوا قبل أن يجهدوا الآخرين بحلم لا غناء فيه وأن يفكروا قبل أن يكفروا وأن يواجهوا مشاكل المجتمع بالحل لا بالهجرة وأن يقتصدوا في دعوة الجاهلية حتى لا تقترن بالجهل وأن يعلموا أن الإسلام أعز من أن يهينوه بتصور المصادمة مع العصر وأن الوطن أعز من أن يهدموا وحدته بدعاوى التعصم وأن المستقبل يصنعه القلم للسواك والعمل للعتزال والعقل للدروشة والمنطق للرصاص والأهم من ذلك كله أن يدركوا حقيقة غائبة عنهم وهي أنهم ليسوا وحدهم جماعة المسلمين للقارئ أن يحزن ومن حقه أن يتعجب وهو يستعرض معنا ما عرضناه في الفصل الأول حول مصرع عثمان أما الحزن فأسبابه مفهومة وأما التعجب فأبوابه كثيرة إن سددت منه بابا وحسبت أنك اشترحت إن فتحت عليك أبواب وأثقلتك هموم وحسبك أنك إن أدنت لا تدري من تذين فأنت أين أدنت الثائرين لا تملك أن تبرئ عثمان وأنت أين أدنت عثمان لا تملك أن تبرئ الثائرين وأنت أين أدنت الثائرين لا تملك إلا أن تتعاطف معهم في نوازعهم وأنت أين أدنت عثمان لا تملك إلا أن تتعاطف معهم في نوازعهم في مسرعه ولعلك بحكم العاطفة الدينية أقرب إلى إنصاف عثمان وإلى تلمس العذار له لكنك تصطدم في سبيلك هذا بأقوال كبار الصحابة وأفعالهم ودعوات بعضهم الصريحة إلى حمل السيف والخروج عليه فهذا عبد الرحمن بن عوف يقول لعلي إن شأت أخذت سيفك وأخذ سيفي فقد خالف ما أعطاني ثم يقول لبعض أصحابه في المرض الذي مات فيه عاجلوه قبل أن يتغى ملكه وهذا تلحى يؤلب الثائرين حتى لا يجد علي مفرًا من أن يفتح بيت المال ويوزع من أمواله عليهم حتى يتفرقوا ويقره عثمان على ما فعل ولن تمر شهور حتى يقتل عثمان وحتى يخرج تلحى نفسه مطالبا مثار له في جيش عائشة وحتى يصب بسام الرماه به مروان بن الحكم صفي عثمان وساعده الأيمن وخليفة المسلمين بعد ذلك بثلاثين عاما ورفيق تلحى تب في الجيش الثائر من أجل الثار وساعتها سوف يدرك تلحى أنها النهاية فيردد في لحظات الصدق مع النفس ومع الله هذا سهم الرمان به الله اللهم خذ عثمان مني حتى ترضى وهو قول بالغ الدلالة على سحوة الضمين وتأقني الخطأ ولم يكن تلحى في هذا مبتدعا وإنما كان مسائرا لفعل أصحابه وهم أنفسهم صحابة الرسول غاية ما في الأمر أنه كان أكثر تطرفا فأهلك وأهلك أما علي والزبير وابن مسعود وعمار وغيرهم فقد تراوحوا في معرضتهم بين العنف واللين وانتهوا إلى منتهى إليه طلحة حين هلك بعضهم معه وتأخر البعض إلى حين حدث ما حدث وقتل المسلمون بسيوف المسلمين وحلك السحابة توسيوف السحابة وبقيت دلالة الحوادث تؤرق أذهاننا حتى اليوم واختلف الفقهاء حتى يومنا هذا مع ما لم يتمنى أحد أن يناقش ناهيك عن أن يحدث وهو شرعة قتال أهل القبلة أي مشروعية قتال المسلمين للمسلمين وقتل المسلمين للمسلمين ويحل للبعض أن ينصب نشأة هذه الظاهرة إلى وائل العهد علي لكن نعود بها إلى عهد أبي بكر حين نتوقف ممحروب الردة متأملين وفرقين بين قتال أبي بكر المرتدي عن الإسلام وبين قتاله للمتنعين عن دفع الزكاة له أو لبيت المال ولنا في التفرقة عن الفريقين منطق بسيط يسلم بارتداد الفريق الأول ويتحرز في وصف الفريق الثاني بالردة فقد كانوا ينتقون بالشهادتين ويؤدون الفرائد جميعا دون إنكار ويؤدون الزكاة نفسها لكن للمحتاج ليس للخليفة أو لبيت المال وكانت حجتهم في ذلك أن الآية الكريمة خذ من أموالهم منصرفة للرسول موجهة إليه ولا يجز أن تنصرف لغيره لأنها لم توجه إلى غيره حتى لو كان هذا الغير خليفة الرسول ولعلنا ونحن نتأمل ونفرق وربما نتعاطف نستحضر في أذهاننا موقف عمر من أبي بكر وهو يسائله عن حجته في قتل من ينطق بالشهادتين فيجيب أبو بكر بما يعني أن للشهادة حقها يقصد بهذا الحق أداء الزكاة لبيت المال وهو اجتهاد مجهد وجهيد ولعل عمر كان يستحضر في ذهنه وهو يحير أبي بكر حديث الرسول عن أن المسلم لا يقتل إلا لثلاث إن زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إيمان أو قساسا لقرل النفس بغير حق ولعله كان يرى أن نفي الإيمان عن ناطق الشهادتين مؤدي الصلاة سائم رمضان حاج البيت إن استطاع لذلك سبيلا مؤدي الزكاة للمحتاج دون وساطة أمر إن لم يتسع له الإنكار ونظله يتسع له فلابد أن يذيق به باب القبول أي ذيق ولعلنا إلى مثل ذلك الذيق أقرب بل لعلنا منكرون كل الإنكار لسبب يتصل بنا أكثر مما يتصل بعمر أو بأبي بكر فنحن نفعل ما فعله أولئك القوم تماما وندفع الزكاة للمحتاج كما كانوا يدفعونها تماما ولا ندفعها مثلا لوزارة الخزانة لرئيس الجمهورية وإن جز لأبي بكر قتالهم وقتلهم فإنه يجوز للبعض أن يخرج علينا مقاتلين وقاتلين ليشفع لنا عندهم أن نرفع قاقيرتنا بنطق بالشهادتين ولأن نقسم على أننا منتزمون بأركان الدين ملزمون لأنفسنا بها ولولا أننا لم نجد في ديننا عصمة لغير النبي ولولا أيضا أننا نرى أن نجد هذا أبي بكر لا يلزم من يليه وإلا لس لك جميع جمع الخلفاء سبيله في تولية من يليه بالنص على اسمه في كتاب المغلق يبايعون عليه مغلقا وهو ما لم يأخذ به أحد بعده لولا هذا كله ولولا إيماننا بأن الإسلام حق والقرآن حق والنبوة الأنبياء حق وبشرية غيرهم حق ما تناولنا ما أوردناه وما استطردنا فذكرنا أن أبا بكر كان على حق إذا ناقشنا الأمر من باب آخر هو باب السياسة فلولما فعل ما أصبح للإسلام دولة ثابتة الأركان متينة البنيان تفتح البلدان وتنشر العقيدة وتثبت دعائمها ولقد اجتهد أبا بكر في السياسة فأصاب دون شك واجتهاد في الدين فأصاب أجرين في رأيه وأجرا واحدا في رأينا وربما أثبت لمن يرونه وأصاب أجرا واحدا أن السياسة قد تتناقض مع قواعد الدين ووصوله تلك المحفوظة لنا تماما كما وجدها وكما نجدها قرآنا وسنة وما كان اجتهادنا إلا اجتهادا وما كان لأحد أن يزعم أن اجتهاد أبا بكر أصلا من أصول العقيدة أو ركيزة من ركائز الإيمان وما كان لنا أن نؤيد ما قد يراه البعض من أن قرار أبي بكر كان سياسيا وليس دينيا وبمعنى آخر كان علمانيا يفصل بين السياسة والدين فنحن نود أن نرد على تعصف في الاجتهاد بتعصف في الاستنتاج ولعل فيما ذكرناه ونذكره الكفاء للسنزال اللعنات علينا ممن يرون في أسماء الصحاب قدسا من الأقدس وفي أفعالهم توطما لا يمس وحسبنا أن نذكرهم بحديث الرسول الكريم عن أن عمار بن ياسر سوف تقتله الفئة الباغية وهو حديث ثبت وصحيح لأن الجميع تذكره حين قتل عمار تذكره جيش علي فتهلل وتذكره جيش معاوية فتزلزل ولم يحدؤ روعه إلا رد معاوية المحنك قتله من أخرجه غير أن نرى الأمر بعد هذه السنوات عظيما وجليل وذا خطر ونقرأه بعد كل هذه السنوات فنتزلزل فإحدى الفئتين باغية لشك ولو سلمنا بظاهر الحديث لحكمنا على جيش معاوية بالبغى ولأصبح معاوية باغيا وعمر بن العاص باغيا ومروان بن الحكم باغيا وعبيد الله بن عمر باغيا وغيرهم وغيرهم ولو سلمنا بتفسير معاوية لأصبح البغاة فريقا من كبار الصالحين لا نجرؤ على ذكر أسمائهم مقترنة بالبغى وإذا كنا قد توقفنا عند مقابلة اجتهاد ببكر باجتهاد مقابل فإن بعضا من كبار الصالحين مثل واصل بن عطا فقيه المعتزل وإمامهم وعمر بن عبيد الزاحد الورع الذي وصفه الخليفة المنصور بقوله الشهير كلكم يطلب صيد غير عمر بن عبيد كان أجرأ منا حين أطلق لعقولهم العنان وهما من هما تدينا وفقها وعلما فأنكر فعل الفريقين في أصحاب الجمل وأصحاب صفين وذكر أنه لا تجوز قبول شهادة علي وتلحى الزبير على باقة بقل وأوضح من قول واصل وعمر قول عبد الله بن العباس لعبد الله بن الزبير لو كان جيش الإمام على حق فقد كفر الزبير بقتاله ولو كان جيش عائشة على حق فقد كفر الزبير بتخليه عنه وهي أقوال نفحصها ولا نمحصها وإنما نذكرها متأملين مقارنين عصرا بعصر ومناخا بمناخ وفكرا بفكر وحسبنا أننا لنتجاوز الاجتهاد في تفسير الوقائع فبينما اجتهد عمر بن الخطافي ما هو أجل وأعظم مخالفا ما نعرفه ونلتزم به من أنه لا اجتهاد في النص أو لا اجتهاد مع وجود النفس ولم يكن اجتهاده قاسرا على التفسير أو التعديل بل امتد إلى التعطيل والمخالفة ولم ينكر عليه أحد من السحاب اجتهاده ولعلنا لنعرف نذير العمر كرجل دين ورجل دولة على مدى التاريخ الإسلامي كله فهو القاسي على نفسه في الحق ومن هنا قبلت الرعي قصوته ثقة منها أنه على حق وهو الزاهد في الدنيا زهدا لم يعرفه حاكم قبله أو بعده ومن هنا قبل الجميع أن يحاسبهم وأن يتحرى عن كسبهم وأن يأخذ منهم ما يفيد عن حاجتهم وأن يعنف عليهم أشد العنف إن رأى فيهم أهون الميل للهوى أو الهوى للميل وهو الذي يخطئ فيتعلم من الخطأ ولا تأخذه العزة بالإثم فها هو يولي عمر بن ياسر على الكوفة ثم لا يلبث أن يتبين أن صلاح الدين لا يعني بالضرورة صلاح الدنيا وأن للحاكم ميدانه هو للسياسة فرسانها وليس بالضرورة أن يكونوا رجال دين وفرسانه فيعزل عمر ويولي أمثال المغيرة بن شعبة ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويرفض أن يولي أبا ذر معلنا أمامه أن به ضعفا وأن الضعيف ليولى مهما ارتفع في سلم العقيد الدرجات فهذه ساحة وتلك ساحة إن اجتمعت ونادر ما تجتمعان فهو الكمال وإن افترقت وغالب ما تفترقان فلكل ساحة الرجالها ولكل ميدان فرسانه فرجال السياسة أجدر بالحكم ورجال الدين يحفظ للعقيدة غير أن أعظم ما تركه عمر لنا هو ذاته أكثر ما تجنبه اللاحقون وما ارتعدوا عند ذكره ناهيك عن الإقدام عليه ونقصد به الاجتهاد ذلك الذي بدأنا حديث عمر بذكره وما تميز عمر فيه عن الجميع حين اجتهد كما ذكرنا مع وجود النص القرآني وبالمخالفة له وقدم في تبرير ذلك حجة رائعة ما أجدر المنغلقين في زماننا أن يقف أمامها بالتأمل طويلا وما أجدرنا بأن نذكرها لهم تفصيلة عسى أن تتسع لها قلوبهم ويتعلم منها أن العقل قد يسبق النقل وأن التفكير ولا بد أن يسبق التفكير وأن التفكير لا بد أن يسبق التكفير ولعلنا نسائلهم الضعبين قبل أن نعرض عليهم ما نعرض ما حكمكم إذا ذكرنا لكم دون تخصيص أو تفصيل أن حاكما مسلما لدولة المسلمة قد أفت بمخالفة نص قرآني مع علمه به وتبق قاعدة مختلفة معه ومخالفة له وأفت بجواز مخالفة نص ذاكرا أن واقع الحياة قد تجاوزه وأن المنطقة لم يعد يستقيم معه ولعلنا متصورون بل متأكدون من الإجابة ولعلنا أيضا هاتفون بهم حنانيكم تمهلوا قليلا نتحسبوا كثيرا فنحن نتحدث عن حمر بن الخطاب وهكم النموذج كما يسرده عالم جليل في كتاب من أهم وأرقى ما كتب في السنوات الأخيرة أما العالم فهو الدكتور عبد المنعم النمر وأما الكتاب فعنوانه الاجتهاد وأما القاعدة التي نتحدث عنها فهي خاصة بسهم المؤلفة قلوبهم وهكم ما كتبه الدكتور النمر سهم المؤلفة قلوبهم وهو سهم قد نس عليه القرآن الكريم في آية توزيع الزكاة إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم التوبة ستون وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم وهم كفار أو ليسوا على إسلام صحيح صادق بل متأرجحين ليتألف بالعطاء قلوبهم وطالما استعبد الإنسان أحسان فيقف عن المسلمين شرهم وليكسب ودهم أو لسانهم وربما حبهم وإسلامهم يروي سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله وإنه لأبغاد الناس إليه فما زال يعطيني حتى أنه لا أحب الخلق إليه وسر أبو بكر رضي الله عنه في خلافته على ما سر عليه الرسول حتى جاءه عينة بن حسن والأقرع بن حابس فسأل أبو بكر يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلا ولا منفع فإن رأيت أن تعطيناها فأقطعهم أبو بكر إياها على أنهما من المؤلفة قلوبهم وكتب لهما كتابا بذلك وأشهد عليه ولم يكن عمر حاضرا فذهب إلى عمر ليشهد فعارض عمر ذلك بشدة ومح الكتابة فتذمر وقال مقالة سيئة فقال لهما إن رسول الله كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أغنى الإسلام اذهب فاجهد جهدكم لا يرعى الله عليكما إن رأيتما والشاهد هنا أن عمر أوقف حكما كان مستقرا في أيام الرسول وجزء من خلافة أبي بكر بناء على اجتهاد الله في سبب أعطاء هؤلاء حيث اعتبر أن السبب الآن غير قائم فلا داعي للأعطاء والحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما عرفنا فعمر رضي الله عنه لم يقف جميدا عند حدود النص وظاهرة ولا حدود الفعل بل غاص إلى سببه وعلته وحاكم اجتهاد منه في فهم الحكم على ذوء ظروف الإسلام حينصر قويا في غير حاجة إلى تأليف قلوب هؤلاء كلام منطقي واضح وصريح يترتب عليه سؤال منطقي واضح وصريح أيضا مضمونه هل يجوز لنا أن نتأسى بعمر فنعطر نصا أو نجتهد مع وجوده ويسر بنا الاجتهاد إلى مخالفته إذن عدمت علته أو تغيرت أسبابه سؤال صعب وإجابته خطيرة وتدعيات إجابته أخطر ليس على الإسلام بل على قلوب عليها أقفالها وعقول تعرف الدب وتنكر المفتاح غير أن نلمح في أثانهم طوق نجاة قد يتشبثون به وهو قولهم بأن ذلك قد يجوز إن تشابهت الحالة أو تماثلت مع ما سمق دون أن ينصرف ذلك إلى قواعد الدين وتعليمه الواضحة مثل الحدود الثابتة بيقين في نصوص القرآن ولعلنا بهذا القول نتفائل كثيرا ونتوقع منهم ما لا نعرفه عنهم قياسا على تجربة سابقة لنا معهم لكن ما درنا إن تفائنه وما خسراننا إن أحسن الضن وما أجدرنا بأن نسحب منهم طوق النجاة وأن نحيلهم في ردنا عليهم إلى مثال آخر لاجتهاد عمر أعطل فيه حدا من الحدود الثابتة وهو حد السرقة إذا كان السرق محتاجا ثم أوقف تنفيذه في عام المجاع وجدير منا قبل عرض هذا الاجتهاد أن نرد على بعد من ادعوا التفقه وأزعجهم اجتهاد عمر فأفت بما يخالف الحقيقة ذن منهم أن أحدا لا يقرأ أو أن الغاية تبرر الوسيلة ومثال ذلك ما ذكره الأستاذ الحمزة الدعبس في حواره مع وزير مغربي وهو حوار منشور في جريدة النور التي رأس الأستاذ الحمزة تحريرها حين سأل الحمزة الوزير محاولة إحراجه عن سبب عدم تطبيق الحدود الشرعية في المغرب فكان رد الوزير أن تعطيل الحد اجتهاد وأن لذلك سابقة تتمثل في تعطيل عمر لحد السرقة في عام المجاعة فرد عليه الأستاذ الحمز على الفور بلغة الواثقة من علمه إن عمر لم يطبق حد السرقة لأن المبلغ المسروقة كان أقل من النصاب والحقيقة أن الواقعة التي عطل فيها عمر الحد والتي وردت في الموطئ للإمام مالك كانت تتعلق بسرقة ناقة وهي ما يفوق النصاب كثيرا بل ما يتناوله البسطاء في أحاديثهم عندما يترندرون فيقولون إن سرقت فسرق جملا دلالة على دخامة حجم السرقة وجسامته والمثال الثاني ما يتردد كثيرا على ألسنة بعض الفقهاء وفي مقالات بعض الكتاب ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين من أن عمر لم يعطل الحد بل أقام شروطه لأن من هذه الشروط توفير الحد الأدنى للمعيشة والمعاش وردنا على ذلك يسير ورأينا فيه أنه مغالطة واضحة لأن جميع ما توفر أمام عمر وقتا اجتهد لم يكن يزيد عن أمرين أولهما نص قرآني صريح واضح قاطع بقطع اليد في السرقة دون ذكر لأية الشروط وثانيهما سنة قولية وفعلية نقلتها لنا كتب الأحاديث الصحاح وراجعناها جميعا فلم نجد إلا اختلافا حول تحديد النصاب أي الحد الأدنى لقيمة ما يسرق فتقطع اليد في مقابله ولعلنا نردف إلى علمهم تصحيحا وإلى معلوماتهم تصحيفا فنذكر لهم أن ما اخترت في أذهانهم هو الشروط التي ذكرها الفقهاء بعد عمر بحوالي قرن أو قرنين وهي شروط عديدة تمثل اجتهادا منهم لمسايرة ما واجهوه من ظروف الحياة وهي متغيرة من أصوص الشريعة وهي الثابتة وكل ذلك آتى بعد عمر بكثير ولم يكن عمر في اجتهاده مقتفيا أثر الشفعي أو أبي حنيفة وإنما كان العكس هو الصحيح وكان اجتهاد عمر في هذه الواقعة هو الذي فتح باب الاجتهاد لهم وهو الذي قنن لهم شرطا فأضافه شروطا وأن نقرأ معا ما أورده الدكتور النمر في كتابه بشأن هذا الاجتهاد من عمر أعدم إقامة الحد على السارق وهذا اجتهاد جديد في إقامة الحد اجتهاد عمر في أن لا يقيمه بعد ثبوت السارقة على السارقين أوجوب الحد عليهم في الحضر لا في السفر ولا في الغزو فقد روى مالك في الموت أن رقيقا لحاطب بني أبي عبلتعة سرقوا أناقة لرجل من مزينة فانتحروها فأمر عمر بقطع أيديهم ثم أوقف القطع وفكر في أن يعرف السبب الذي من أجله سرق هؤلاء فلعلهم جياع وجاء حاطف فقال له عمر إنكم تستعملونهم وتجيعونهم والله لأغرر منك غرامة توجعك وفرد عليه دعف الثمنها وفرد عليه دعف الثمنها وآف السارقين من القطع لحاجتهم ولم يقف عمر بهذا عند ظاهر النص جمدا بل غاص إلى ما وراءه ووجد أنه لا يقام حين يكون السارق في حاجة تلجأه إلى السارقة كما قال لحاطب لو لأنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه لقطعتهم وعمر بهذا ودع أساسا لعدم تطبيق الحد على المحتاجين الذين تحدث عنهم وهي وجهة نظر جديدة في تطبيق الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله المائدة 38 رعى فيه عمر علة القطع وظروفه ودار مع العلة وإن أدى ذلك إلى تخصيص النص أو ترك ظاهرة كما قال المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى وهذه النظرته التي حملته على إيقاف حد السارق عيدا عام المجاعة كما حملته على إيقاف الحذوذ في السفر مثل ما فعل حذيفة عيدا فأوقف الحد على شرب الخمر وقال تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيتمعون فيكم وقد أستر عمر أمره إلى قواده أن لا يجرد أحدا حتى يطلعوا من الدرب راجعين وكره أن تحمل المحدود حمية الشيطان على اللحوق بالكفار وهو لم يوقف الحد وإنما أجله لظروف حتى تزول هذه الظروف وهذه كلها اجتهادات لأحكم جديدة لم تكن قبل ذلك وفيها ظاهرة مخالفة لما كان في أيام الرسول وأبي بكر وهكذا يتضح لنا أن عمر قد اجتهد فإلغى سهم المؤلفة قلوبهم مخالفة لنص القرآني وأوقف حد السرق على المحتاج ثم عطره في عام المجاع وعطر التعزير بالجلد في شرب الخمر في الحروب ونضف إلى ذلك أنه خلف السن في تقسيم الغنائم فلم يوزع الأرض الخصبة على الفاتحين وقتل الجماعة بالواحد مخالفا قاعدة المساواة في القصص ولا نملك ونحن نستعرض ما فعل في ذوء الملابسات المحيطة بكل حادثة إلا أن نكتشف حقيقتين هامتين أولا هما أنه استقدم عقله في التحليل والتعليل ولم يقف عند ظاهر النص وثانيهما أنه طبق روح الإسلام وجوهرة مدركا أن العدل غاية النص وأن مخالفة النص من أجل العدل أصح في ميزان الإسلام الصحيح من مجافات العدل بالتزام النص وهذه الروح العظيمة في التطبيق تخالف أشد المخالفة روح القصوة في من نراهم ونسمع عنهم ونتناقد مع منهجهم المتزمت وتوقفهم أمام ظاهر النص لجوهره ونكاد نجزم أنهم لو عاشوا في زمن عمر لاتمهموه بالمخالفة لمعلوم من الدين بالدرورة ولقاعدة شرعية للبس فيها ولا غموط ولحد من حدود الله لا شبهة في وجوب إقامته ولرفعوا عقيرتهم في مواجهته بالآيات التي لا يملون تكرارها ومن لم يحكم بما أنزر الله فأولئك هم الكافرون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دون توقف أمام أسباب التنزيل أو حكمة النص أو العقوبة ولعلهم يدركون أن التأسي بعمر وارد وأن الباب الذي فتحه باجتهاده يتسع لكثير ممن راه ونقبله ويرونه فينكرونه ويسمح لنا بأن نوجه إليهم سؤالا محددا وواضحا هل تعطيل إقامة الحد جائز وهل مخالفة النص القرآني جائزة وهل مخالفة السنة الثابتة قولية كانت أم فعلية جائزة ولعلهم أمام ثلاث إجابات لربع لها أولها أن الحكم بالجواز على إطلاقه لا يجوز ونحن نوافقهم على ذلك وثانيها أن الحكم بإنكار الجواز على إطلاقه لا يجوز ونحن نسلم معهم بذلك وحجتنا عليه اجتهاد عمر والثالث هما أن الحكم بالجواز جائز في بعض الحالات وللضرورة ولأسباب منطقية وواضحة تتسق مع روح النص وعلته وفي هذا مساحة واسعة لنقاش طويل وأخذ ورد وحجة وحجة واجتهاد واجتهاد دون رمي لقفاز التكفير في الوجوء ودون ادعاء وطن بأنهم المسلمون وأننا الكافرون الظالمون الفاسقون وأن ما في مخيلتهم وحدهم هو الإسلام وأن ما في حياتنا كله هو الجاهلية بعينها غاية ما في الأمر أنها جاهلية معاصرة إلى غير ذلك مما يرونه حقا ونراه باطلا ويرونه علما بالفقه ونراه جهلا بالفقه وبالتاريخ ويرونه إيمانا ونراه تعصبا مقيتا ولعلنا لنتجاوز سيرة عمر دون أن نتوقف أمام خرار خطير وجليل ربما مر على البعد دون أن يعيروه التفاتا بينما هو في رأينا مفتاح لتفسير ما بدأنا به الحديث وهو الفتنة الكبرى التي حدثت في عادي عثمان وانتهت بمسرعه واستمرت طوال عهد عليه وانتهت بمسرعه أيضا لقد ألزم عمر كبار الصحابة بالبقاء في المدينة وحذر عليهم مغادرتها إلا بإذنه وفسر ذلك لهم في رفق بأنه يحب أن يفسانس بهم ويحتدي بمشورتهم بينما حقيقة الأمر أنه خشي أن يفتتن الناس بهم وأن يفتتنوا هم أنفسهم بالناس وبما يفتن النأس وأجرى عليهم أرزاقا محددة ومحدودة ألزمهم بها وألزم نفسه بما قبلهم فقبلوها منه مثل ما قبلوا مجملة سيرته التي لا تتأتى إلا منه ولعلهم داقوا بذلك أشد الديق وكرهوه غاية الكرة فهم في النهاية بشر يكرهون أن يمنعوا ما هو متاح للآخرين لكن ديقهم من عمر كان يصطدم بسيرة عمر مع نفسه ومع أهله وخاصته فيستحيل الديق رضا والتبرم صمتا والكراهية صبرا جميلة ولعلنا في تخيلنا الكراهية أو التبرم أو الديق لم نتجاوز الحقيقة ولم نحلق في الخيال دليلنا على ذلك أن أول ما فعلاه عثمان غداة ولايته أن أطلق الصحابة يذهبون حيث شاءوا وزاد على ذلك بأن أجزل لهم العطايا وذلك أمر يتفق مع طبيعة عثمان وما جبل عليه من لين ورقة وكرم وتسامح ولم تكن أعطي عثمان هيينة أو محدودة فقد أعطى الزبير ستمائة ألف وعطى طلحة مائة ألف ولعله كان يتألف قلوبهم لعلمه أن اجتهاداته قد تختلف مع اجتهاداتهم وأنه مقبن على أمور لن تكون منهم محل قبول ومن صالحه أن يذهبوا في الأفق وأن يكون قبولهم لعطاياه منعا لهم من الثورة حين يعلمون أنه وهب ابنه الحارث مثلها أو أنه أقطع القطائع الكثيرة في الأمصار لبني أمي غير أنهم لم يأبهوا لشيء من هذا في أول الأمر فقد خرجوا إلى الأمصار وإذا بالدنيا تقبل عليهم إقبالا لم يخطر لهم على بال أو خيال وأقبلوهم أيضا على الدنيا وحين تقبل الدنيا دون حدود فلا بد أن نتدبر العقيدة ولو بقدر محدود أما كيف أقبلت هذا وكيف أدبرت تلك فتعال معي وتعمل وتدبر معي ثروات خمسة من كبار الصحابة أسماؤهم لوامع بل إن شئت الدقة أسماؤهم اللوامع فهم جميعا مبشرون بالجنة وهم من الستة الذين حصر فيهم عمر الخلافة وأحدهم هو الخليفة المختار وهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاس وتلحى بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف ننقلها إليك من كتاب موثوق به هو التبقات الكبرى لابن سعد يقول ابن سعد بسنده كان لعثمان بن عفان عند خازنه يوم قتله ثلاثون ألف ألف درحم وخمسمائة ألف درحم وخمسون أمائة ألف دينار فانتهبت وذهبت وترك ألف بعير بالربذة وترك صداقات كانت تصدق بها ببورديس وخيبر وبعد القرى قيمتهم أتي ألف دينار كانت قيمة ما ترك الزبير واحد وخمسين أو اثنين وخمسين ألف وكان الزبير بمسر خطط وبالإسكندرية خطط وبالكوف خطط وبالبسر دور وكنت له غلات تقدم عليه من أعراض المدينة عن عائشة بنت سعد بن أبي الوقص مات أبي رحمه الله في قصره بالعتيق على أشرة أميال من المدينة وترك يوم مات مائتي ألف وخمسين ألف درحم كانت قيمة ما ترك تلحى بن عبيد الله من العقار والأموال ما ترك من النادي ثلاثين ألف ألف درحم ترك من العين ألفي ألف إلى مائتي ألف دينار والباقي عروض ترك عبد الرحمن بن عوف ألف بعير وثلاثة ألاف شاتم البقية ومائة فرس ترعى بالبقية وكان يزرع بالجرف على عشرين راضحا وكان فيما ترك ذهب قطع بالفؤوس حتى ما جلت أيدي الرجال منه وترك أربع نصوة فأخرجت مرأة من ثمنها بثمانين ألف وقد ذكر المسعودي تقديرات المقاربة لما سبق من ثروات مع اختلاف في التفاصيل واستندتها حسين في كتابه الفتنة الكبرى لتقديرات ابن سعد وذكر ابن كثير أن ثروة الزبير قد بلغت سبعة وخمسين مليونا وأن غلة أموال طلحة بلغت ألف درهم كل يوم ولعل القارئ قد تململ كثيرا وهو يسارد ضخمة ما تركه كبار الصحابة من ثروات ولعله انزعج كمن زعاجنا لحديث الملايين ولعله أيضا يتلمس مهربا بتصور أن الدراهم والدنرير لم تكن ذات قيمة كبيرة في عصرها لكن يستأذنه أن يراجع نفسه فابن عوف توفي بعد عمر بن الخطاب الثماني السنوات والزبير وطلحة توفي بعد عمر بثلاثة عشر سنة وأقسم ما يفعله التدخب باللغة عصرنا الحديث في تلك الفترة القصيرة أن يحبط بقيمة النقد إلى النصف مثلا ويحكي المسعودي عن عمر أنه حجف أنفق في ذهبه ومجيئه للمدينة ستة عشر دينار فقال لولده عبدالله لقد أسرفنا في نفقتنا في سفرنا هذا وإذا كانت ستة عشر دينارا قد كفت عمرا وولده أو كفت عمرا وحده شهرا كاملا فلنا أن نتخيل ما تفعله عشرات الملايين وما يملكه صاحب الذهب الذي يقصر جهد الرجال عن قطعة بالفوص ولنا أن نسوق مثال أوضح من المثال السابق سادس الستة الذين رشحهم عمر ونقصد به عليا الذي توفي بعد ثلح والزبير بأربعة عوام ونصف وبعد ابن عوفي بحوالي عشرة عوام وهاكم ما تركه في رواية المسعودي لم يترك سفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم بقيت من عطائه أرد أن يشتري بها خاذما لأهله وقال بعضهم ترك لأهله مائة وخمسين درهم ومسحفه وسيفه نحن هنا أمام نموذج ونماذج ومثال وأمثلة وتركة وتركات وأمام مؤشر خطير لما حدث للمسلمين وأمام نذير خطير لما سيحدث لهم فالدين والدنيا لا يجتمعان معا إلا بشق الأنفس وجمع المن على هذا النحو لا يستقب مع نقاء الإيمان وصفاء السريرة إلا بجهد مجهد وجهيد وقول الرسول عن ابن عوف أنه يدخل جنة حبوا يطرق الأذهان في عنف فغين عبد الرحمن وثروته يثقلني خطه إلى الجنة ولا لوم ولا تثريب على المسلمين أثر كما يشاء وأدى حق الله في ماله كما يجب لكن ميزان كبار السحابة ليس كميزان غيرهم فهم أثقل من غيرهم بالزهد وأجدر من غيرهم بالخصاصة وقد عيدناهم حين هاجروا من مكة قبل ذلك بسنوات لا يملكون غير ملابسهم ويبيتون على الطوى سجد خاشعين وكانوا في الميزان أغنى الأغنياء لكن الزمن قد دار إلى غير عودة وما در المقبل على الثروة أن يقبل على الحكم فهم واجهان لعملة واحدة هي الدنيا المقبلة وسوف ياتي علي خليفة بعد عثمان وسوف يكون الخليفة الحق في الزمان الخطأ وسوف يحدث له ما حدث لأنه لا بد أن يحدث غاية ما في الأمر أنه كانت هناك جذوة من العقيدة ما زالت مشتعلة أبقت حكمه قرابة الخمس سنوات ولم يكن أن يتساءل مستنكرا أعصى ويطاع معاوية فالتساؤل على مراته مجاب عليه نعم يا أبا الحسن تعصى لأنك على دين ويطاع معاوية لأنه على الدنيا فكما تكون يولى عليكم وقد كان القوم أقرب إلى معاوية منك ولم يكن لهم أن يسبروا عليك وأنت تحاول إدارة العجل إلى الخلف إلى الزمن السعيد والصحيح فليس لها أن تدور إلا حيث تريد لها الرعية أن تدور وإذا كان أصحابك قد أقبلوا على الدنيا هذا الإقبال أتمكن أنت على الرعية أن تقبل هي الأخرى أخذة منها بنصيم سعية إلى من يؤسر لها ما ترضاه ويتألف قلوبها بما أنست إليه وتآلفت معه وأقبلت عليه وأدبرت أنت عنه أو إن عليك يا أبا الحسن فسوف يأتي بعدك بسبعين عاما من لا يستعب درسك فيحاول ما حاولت ويقضى بأسرع مما قديت سوف يأتي عمر بن عبد العزيز ولن يستمر أكثر من سنتين وثلاثة أشهر وزوف يموت دون الأربعين مسموما في أرجح الأخوال مخليا مكانه اليزيد بن عبد الملك شاعر المغاني والقيان أعشق سلامة وحبابة وأول شهداء العشق والغرام في تاريخ الخلفاء كما سنرول القراء بعد قليل وسوف يأتي بعد عمر بن عبد العزيز بقرن النص خليفة عباسي اسمه المهتدي بالله يحاول أن يحتدي حذوه فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويزهد في الدنيا ويقرب العلماء ويرفع من منازل الفقهاء ويتهجد في الليل ويطيل الصلاة ويلبس جبة من شعر وسوف يكون مصيره كما ذكر المسعودي فثقلت وطأته على العامة والخاصة بحمله إياهم على الطريقة الواضحة فاستطالوا خلافته وسائموا أيامه وعملوا الحيل حتى قتلوه ولما قبضوا عليه قالوا له أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها فقال أريد أن أحملهم على سيرة الرسول وأهل بيته والخلفاء الرشدين فقيل له إن الرسول كان مع قوم قد زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وأنت إنما رجالك تركي وخزري ومغربي وغير ذلك من أنواع العاجم لا يعلمون ما يجب عليهم في أمر آخرتهم وإنما غرضهم استعجلوه من هذه الدنيا فكيف تحملهم على ما ذكرت من الواضحة وقد قتل المهتدي بعد أقل من أحد عشر شهر من خلافته واختلف في قتله فذكر البعد أنه قتل بالخناجر وشرب القتلة من دمه حتى رووا منه ومنهم من رأى أنه عسرت مذاكره حتى مات ومنهم من رأى أنه جعل بين لوحين عظيمين وشد بالحبال إلى أن مات وقيل إنه قتل حنقا وقيل كبس عليه بالبسط والوسائد حتى مات لا تحزن يا أبا الحسن ولا تقدب فزمانك لا شك أعظم من زمن من يليك وحسبك أن عهدك كان فيسلا أو معبرا لزمان جديد لا ترتبط فيه الخلافة بالإسلام إلا بالاسم ولن تلمس فيها هذه الصلة بين الإسلام والخلافة إلا كالبرق الخاطف يمد عامين في عهد عمر بن عبد العزيز وأحد عشر شهرا في عهد المهتدي وخلى ذلك دنيا والسلطان وملك وطغيان وأفانين من الخروج على العقيدة لن تخطر لك على بال وربما لم تخطر القرية على بال لأن ما نقله إليه كان ابتسارا للحقيقة وإحضارا للحقائق وانتقاسا من الحق وإذا كان الشيء بالشيء يذكر يا أبا الحسن فدعنا نقص على القراء ما راعك وما سيروعهم وما أفزعك وما سيفزعهم وصفنا نقله إليهم وثقا بالرسائل تلك التي تدولتها أنت وابن عمك وأقرب الناس إليك عبد الله بن العباس حبر الأمة وبحرها وأحد أكثر من نقلت عنهم أحاديث الرسول هو ليك على البصرة أعظم الأمصار وأجلها خطرا ولعلك يا أبا الحسن كنت تتوقع أن تسمع عن عبد الله بن العباس أي شيء إلا ما سمعت حين أتتك من صاحب بيت المال في البصرة أبو الأسود الدؤلي رسالة ننبعك فيها أنه أعملك وابن عمك قد أكل ما تحت يده بغير علمك ولعلك يا أبا الحسن لم تصدق ولعله لم يكن أمامك إلا أن ترسل لعبد الله بن عباس مستفسرا متمنيا أن يحسحس الحق فيصفر عن بياد صفحته وها هو خطابك إليه مختصرا أما بعد فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخدت ربك وأخربت أمانتك وعصيت إمامك وخنت المسلمين بلغني أنك جرت الأرض وأكلت ما تحت يديك فارفع إلى حسابك وعلم أن حساب الله أشد من حساب الناس ويأتيك الرد يا أبا الحسن أما بعد فإن الذي بلغك باطل وأنا لما تحت يدي أدبط وأحفظ فلا تصدق على الأظلنا رحمك الله والسلام رد كأنه إحدى رسائر التلكس في أيامنا الحاضرة وهو رد لا يهني من جوع ولا يسمن من شبع فعلي قد طلب حساب بيت المال فلم يظفر ميبن عباس إلا بنفي التهمة وبالسلام وما عليه إلا أن يعاود الكرة موضحا ما يطلبه مؤكدا عليه محاولا استثارة النخوة الدينية لديه ونقرأ خطاب علي أما بعد فإنه لا يسعني تركك حتى تعلمني ما أخذت من الجزية ومن أين أخذته وفيما وضعت ما أنفقت منه فاتقل لها فيما أتمنتك عليه واسترعيتك عفظه فإن المتاع بما أنت رازئ منه قليل وتبعة ذلك شديدة والسلام لم يعد الأمر اتهاما ينفيه ابن عباس بل طلبا واضحا ومحددا ومطلوب من أمن عباس أن يجيبه وهو أن يكتب له كشف حساب يوضح في جانب منه موارده من الجزية وفي الجانب الآخر يوجه الإنفاق والحقيقة أن ابن عباس قد أجاب وهو في إجابته لم يذكر شيئا عن موارده وأنفاقه وإنما تقدم بالخصومة بينه وبين علي خطوة واسعة ورد عليه اتهاما باتهام فعلي يتهمه باغتصاب المال وهو يتهم علي بسفك دماء الأمة من أجل الملك والإمارة وهكذا جريمة بجريمة بل إن جريمة علي هكذا قال وهكذا أفتى أعظم عند الله من جريمته التي لم ينفها أو يعتذر عنها وأن نقرأ معنا رسالة عبدالله بن عباس إلا عليه أما بعد فقد فهمت تعظيمك على مرزأة مبلغك أني لأرزأته آل هذه البلاد والله لن ألقى الله بما في تطني هذه الأرض من عقيانها والإجيانها وبطلاع ما على ظهرها أحب إلي من أن ألقاه وقد سفكت دماء الأمة لأنال بذلك الملك والإمارة فبعث إلى عملك من أحببت استقالة أسبابها غير مقنعة درب عدي عند قراءتها كفا بكف مرددا وابن عباس لم يشاركنا في سفك هذه الدماء ولو رمي ابن عباس باستقالاته تلك واكتفى لأخذناه على ما جاء فيها ولبررناها بغضب من اتهام ظالم وجسيم أطلق منه نوازع الغضب وانفعالات الثورة فكتب من كتب تحت وطاة العيذ وفي ظل فعال من يتهم وهو بريء لكنه فعل بعد كتابة هذا الخطاب ما لم يخطر لعلي على بال وما لا يخطر للقرء على بال وما لا سبيل إلى نجاته من وزري أمام الله وأمام علي وأمامنا جميعا لقد جمع ما تبقى من أموال في بيت المال وقدره نحو الستة ملايين درهم وادع إليه من كان في البصر من أخواله من بني هلال وطلب إليه من يجيره حتى يبلغ مأمنه وفعله وحاول أهل البصر مقاومتهم ونوشوا بني هلال قليلا ثم أقنعوا أنفسهم ترك المال عودا عن سفك الدماء ومدى بن عباس بالمال آمنا محروسا قريرا هانئا حتى بلغ بالبيت الحرام في مكة فاستأمن به وأوسع على نفسه واشترى ثلاثة جوار مولدات حول بثلاثة ألاف دينار صدمة هائلة للي علي فقط بل لنا جميعا نحن الذين عشنا عمرنا نقرأ عن فقه العبادلة وزهد العبادلة ورع العبادلة يقصدون عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب فإذا بنا نحارفهما ونمسك ألسنتنا غصبا أمام أشهر العبادلة ونخشى أن نصف فعله بما يستحق فلا ننجو من الألسنة الحداد يوم ما هو أكثر لكن يجب أن نكون أرفق ببعض الصحابة من أنفسهم ولا أقل من أن نصفهم بما وصف بعضهم به بعضا وحسبنا أن علي أوجز رأيه في بن عباس بأنه يأكل حراما ويشرب حراما وليس لنا إلا أن نقول مع علي صدقت إن صدق ما قلت وحدث ما فعل بل إننا نتساءل ومعنا كل الحق هل الاستداء على أموال المسلمين بالباطل حلال على مسلم لكونه عصر الرسول أو الخلفاء أو الصحابة حرام علينا لأننا جئنا في عصر بعد العصر وعصرنا زمانا غير الزمان هي حرام عليهم بقدر ما هي حرام علينا بل هي حرام عليهم أكثر لأنهم يعرفون من الدين أكثر ومتفقهون فيه أكثر ولأنهم الأئمة والمنارة فإذا فسد الأئمة فمن أين يأتي الصلاح وإذا أظلمت المنارة فبمن نسترشد ولعلي قبل أن أسترد في الحديث وللحديث بقية أتذكر أن أحد أعضاء تنظيم الجهاد ممن اغتالوا الرئيس السادات في المنصة كان مشهورا عنه أنه يكحل عينيه وعندما سئل قال تأسيا بابن عباس ولعله لو قرأ ما قرأناه عنه ما تأسى به وما اكتحل مثله وقرأوا معي رسالة علي لابن عباس بعد أن استقر في مكة هانئا بين جواريه قانعا بأموال المسلمين أما بعد فإني كنت أشركتك في أمانتي ولم يكن في إحل بيتي رجل أوثق منك في نفسي لمواساتي ومؤازلتي وأداء الأمانة إليه فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو عليه قد حرب وأمانة الناس قد خربت وهذه الأمة قد فتنت قلمت له ذهر المجن ففارقته مع القوم المفارقين وخذلته أسوأ خذلان الخاذرين وخنته مع الخالين فلبن عمك أسيت وللأمانة أديت كأنك لم تكن لله تريد بجهادك أو كأنك لم تكن على بينة من ربك وكأنك إنما كنت تكيد أمة محمد عن دنياهم أو تطلب غرتهم عن فيئهم فلما أمكنتك الغر أسرعة العدوى وغلطت الوثبة وانتهست الفرصة واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعزة الهزيرة وضليعها الكبير فحملت أموالهم للحجاز رحيب الصدر تحملها غير متأثم من أخذها كأنك لا أبل لغيرك إنما حزنت لأهلك تراثك عن أبيك وأمك سبحان الله أفا ما تؤمن بالمعاد ولا تخاف سوء الحساب أما تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما أو ما يعظم عليك وعندك أنك تستثمن الإماء وتنكح النساء بأموال اليتام والأرامل والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم البلاد فاتق الله وأدي أموال القوم فإنك والله إلا تفعل ذلك ثم أمكن الله منك لأعذرن إلى الله فيك حتى أخذ الحق وأرده وأقمع الظالم وأنصف المظلومة والسلام خطاب يقتر دما ولو استقبله ابن عباس بقلب فيه ذرة من إيمان لخشع وتاب ورجع عن فعله وأناب لكنه يرد مستخفا في سطرين الأكثر فيقول أما بعد بلغني كتابك تعظم على إصابة المال الذي أصبته من مال البصرة والعمري إن حقي في بيت المال الأعظم بما أخذت منه والسلام هذه المرة يأتي الرد سافرا نعم أخذت لكنه حقي بل إن حقي فيه أكثر أي حق وبأي حق وهل عبد الله بن عباس في بيت مال المسلمين حق أكثر مما لرجل من المسلمين وهل عبد الله بن عباس في بيت مال المسلمين حق أكثر مما لرجل من المسلمين هذا ما تسأل به علي في رده على هذا الخطاب وهو رد بليغ وحزين لا أريد أن أشغل به القارئ فأزيده حزنا فوق حزن لكني أنتقلوا به فجأة لرد برقي آخر من ردود بن عباس حسم به النقاش وأنهى به الجولة وختم به حديث الدين والعقيدة مهددا بسطوة الدنيا وسيفها وسلطانها وزيفها قائلا لابن عمه علي لئن لم تدعني من أساطيرك لأحملن هذا المال لمعاوية يقاتلك به وهكذا أصبحت الموعيدة الحسن أساطيرا لدى عبدالله بن عباس وأصبحنا نحن في حيص بيس كما يقولون نضرب كفا بكف ونتساءل في مرارة هل نأتمين على ديننا من لم يؤتمين على دنيانا؟ لا بأس أن نترك الإمام علي لأحزانه وهو يرى كما يقول أن أمانة الناس قد خربت والأم قد فتنت وابن عمه قد انقلب عليه وفضل رغد العيش من مال المسلمين في مكة على ندال العقيدة من أجل الإسلام في الكوفة ولن يمر وقت طويل حتى يقتل عليه وحتى نرى عبدالله بن عباس تيفا على معاوية في مقر خلافته في دمشق مستقبلا بالتوقير والملاطفة والعطايا غير أن العلة لم تكن فقط في نكوس رموز العقيدة عن حمل أعبائها بل كانت هناك عللة أخرى قد تسللت إلى بنيان الدولة الإسلامية الوليدة فأجزت عليه وهنا نترك حديث العقيدة ورموزها إلى حديث الدنيا وسياستها ونشير إلى أن أي حكم في التاريخ لا بد له من مهابة وأن هيبة الحكم محصلة للتفاعل بين الحاكم والمحكوم وهي في النهاية ضرورة ليس لصلاح الحكم فهذا أمر آخر بل لتوطيد دعائمه والسمراره والسقراره ولا شك في أن أبو بكر بحروب الردة قد حفظ هذه الهيبة بل ورسخها في نفس المحكمين ولا شك في أن عمر بعنفه وعدله معا قد وصل بهذه الهيبة إلى أقصى الدرجات ولا شك أيضا في أن عثمان قد هبط بها رويدا رويدا حتى تلاشت أو كادت فهو مرة يصدر قرارا خاطئا ثم لا يلبث أن يقف على المنبر لكي يعتدر ويبكي حتى يبكي الجميع ثم لا يلبث أن يعود عن اعتذاره إلى عنف لا يملك مقويماته وهو في تأرحه بين العنف واللين وتراوحه بين القرار وعكسه يفقد الحكم هيبته لدى الرعي شيئا فشيئا حتى يسر الأمر إلى خطف الصيف من يده وكسره نصفين وإلى قذفه بالحجار وهو على المنبر حتى يخش عليه وإلى محاصرته ومنعه المياه عنه بل وإلى أن يرسل إليه الأشهر النخاعي خطابا يفتحه بالعبارة التالية من مالك بن الحارث إلى الخليفة المبتل الخاطئ الحائد عن سنة نبيه النابذ لحكم القرآن وراء ظهره ولعل أجدم بأنه لم يكن هناك سبيل لعودة هذه الهيبة إلا برجل دنيا والسياسة وحكم شاكلة معاوية الرجل لا يتحرج أن يقتل حجر بن عدي على إيمانه وعدله وزهده حين يعبر حجر الخيط الرفيع بين معارضة الحكم ومحاربته وبين الاعتراض على الحاكم والثورة عليه لأن القضية في نظره حكم أو لا حكم وسلطة أو لا سلطة وهيبة أو لا هيبة ولعل هذا المنطقة هو ما حفظ جيش معاوية من الانقسام بينما سلك علي طريق الدين فحاور المنشقين وكلما أتوا بحجة آت بحجة وإذا ذكروا آية أفحمهم بآية وإذا استشهدوا بحديث الرد عليهم بحديث وكلما طال النقاش زادت الفرقة والتسعى الانقسام ولم يعد هناك بد من أن يرفع عليهم السيف وأن يرفع عليه السيف وفي النهاية سرعته صيوفهم لأنه هكذا ينتهي التطرف بالمتحاولين معه وهكذا يحسم الحوار الديني الديني دائما يحسمه الأكثر تطرفا لصالحه وعادة يحسم معه أشياء كثيرة منها مبدأ الحوار ذاته وحياة المحاور ذاتها وإذا كنا نرى في أيامنا من المتطرفين عجبا فلأنهم رأوا منا عجبا تحسسوا حيبة الدولة فلم يجدوا حيبة ولا دولة أعجموا عود النظام في الحين من الأمر فوجدوه مرنا مثل اللادن زادوا فوجدوه قد ازداد رينا تمادوا فإذا به ينثني معهم أينما انثنوا عجلوهم الجليل من الأمر فعجلهم بضبط النفس انتظروا اللوم من قيادات الفكر السياسي ورموز المعارضة فلم يجدوا إلا من يشهد أو يستزيد ومن يسف مجرميهم بالشهداء أو ينعت فاسديهم بالشرفاء ولو طبقت عليهم الشريعة التي ينادون بها لعوملوا معاملة المفسدين في الأرض ولقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ولصربوا في ميادين القاهرة والاسكندرية ما علينا ولنعود إلى صفحات التاريخ فقد توقفنا عند عثمان وعلي وذكرنا أن الخلافة الإسلامية قد انتهت علاقتها بالإسلام بعدهما ولم تكن لها بالإسلام السرة إلا في ومدات خاطفة تمثلت في عهد عمر بن عبد العزيز أو المهتدي ولعلها بدأت هذا المسار كما أشرنا في بداية عهد عثمان وإذا كنا ننزع صفة الإسلام عن الخلافة في مثل ذلك من عهود فإن لنا في ذلك حجة سوف نسردها في موقعها من السرد والصحيح في رأينا أنها كانت خلافة عربية إن جزت تعميم وهو جائز ولا دق أن نقول أنها قرشية إن شئنا الدقة في اللفظ وهو دقيق فقد حكمت قبيلة قريش المسلمين أكثر من تسعمائة السنة بينما حكم الإسلام ربع قرن وقل فالخلفاء الرشيدون قرشيون والأمويون قرشيون والعباسيون قرشيون وقد استمرت الدولة العباسية بصورة رسمية ثم بصورة شكلية بعد سقوط بغداد حتى سقوط دولة المماليك في عيد العثمانيين عام ١٨٨ هجري وأكد أجزم بأن قبيلة قريش بذلك تمثل أطول أسرة حاكمة في تاريخ الإنسانية كلها بل إن التاريخ لا يحدثنا عن أسرة واحدة حاكمت نصف هذه الفترة ولو كان الأمر أمر رضا من المسلمين أو اختيارا منهم لهان علينا وما توقفنا عنده لكننا نتوقف عنده طويلا ونتأمله كثيرا لكونه ارتبط بعز ما نملك وهو العقيدة وتستر بأقدس رداء وهو الدين واستند إلى أحاديث نبوية ننكرها على من ادعوها لأنها لا تمثل روح الإسلام بسلع وحسب كذلك الحديث الذي استند إليه العباسيون حتى استمر حكمهم قرابة 786 عاما ومضمونه أن الخلافة إذا انتقلت إلى أيدي أولاد العباس ظلت في أيديهم حتى يسلموها إلى المهدية وعيسى بن مريم وهو حديث كاذب ومختلقه كذوب وأنا وأنت أيها القارئ لا نختلف الآن على كذب الحديث ولا على تكذيب قائله حجتنا في ذلك أنه ببساطة لم يتحقق لكن هذه الحجة لم تكن متاحة لأجدادنا وما كان لهم إلا أن يخطعوا صغيرين للحديث وإلا اتهمهم فقهاء العصر شأنهم شأن بعد الفقهاء الذين يظهرون في كل عصر بنقص في دينهم والتواء في عقيدتهم وحسبنا أن مراجع الحديث ومنها السحيحان وابن حلبن والدرامي وأبو داود تجمع على حديث يأتي بطرق وألفاظ مختلفة أوضحها وأقصرها الأئمة من قريش وهو حديث لو اجتمع عليه أهل الأرض لعرضناه فالإسلام السمح الذي أتى ليسوي بين العربي والعجمي لا يميز أسرة من الأسر عن غيرها بدم أسرق لمجرد أنه من قريش وهو عمر يعلن قبيل وفاته لو كان سالم مولى أبي حظيف تحيا لوليته وما كان سالم قرشيا وما كان عمر بالذي يجهل حديثا وما كان عمر بالذي يجهل حديثا له هذا القدر من الأهمية وها هو سعد بن عباد الخزراجي وينافس أبا بكر على الخلافة ويرفض بيعته حتى وفاته ولو علم سعد بالحديث ما نفس ولا أنكر ولا رفض ولا أسر لكنه هكذا كان الأمر وهكذا خضع أجدادنا لحكم الخلفاء الفضلاء منهم وما أندرهم والسفهاء منهم وما أكثرهم خوفا من اتهامهم بالخروج على الطاعة أو المخالفة للجماعة ويا حسرة على إسلام عظيم أتى ليساوي بين الناس فأحاله البعض بالكذب إلى دين يرسخ التفرقة العنصرية ويرفع البعض فوق البعض بالنسب ولعلى المنادين بالخلافة في عصرنا الحديث يدلون على سبيل تحقق به من أنسابنا فربما كنا قرشيين دون أن ندري فنزيد في السياسة مع المزايدين ونطمع في الحكم مع الطامعين ونكره المنطقة مع الكارهين وأخيرا نحن نتجاوز عحد الراشدين إلى غيرهم يجذر بنا أن نستخلص نتيجتين النتيجة الأولى أن من يتصورون أنه من الممكن إعادة طبع نسخة كربونية من عصر الراشدين في عصر الحديث إنما يركبون شتة من الأمر وقد يصلون بأنفسهم وبناء إلى نتائج مؤسفة فليس كل ما كان مقبولا في أحد الصحابة مقبولا وصحيحا في عصر غير عصر ومع قوم غير القوم وحتى في أفعال الرسول نفسه هناك مساحة واسعة لتأسيه بعصره ومعايشته لتقاريد قومه كالزي والعلاش وهي مساحة لسنا مطالبين بالأخذ منها أو اعتبارها سنة واجبة لاتباع والنفاث فالرسول لم يأتي بزي جديد وإنما ارتدى زي الجاهلية وزي الأعاجم عندما أهدى إليه وزي الأعاجم عندما أهدي إليه وعليه فليس الزي النبوي ورد أكسنة للتأسي والمتابعة وما يقال عن الزي يقال عن التب ويقال عن كثير من المفاهيم التي ستت في عصر الحديث وتقبلها الناس قبولا حسنا وهي أقرب ما تكون إلى الروح العامة للإسلام إذا ما فهمناها بمنطق مخالف لمنطق الكربوني سالف الذكر الذي لو اتبعناه لوصل بنا نتائج أقل ما تصف بأنها مصفة بل وربما جاز وصفها بما أكثر ونأخذ مثالا التعذيب لن يختلف اثنان على القول بأن التعذيب والإذاء البدني أو النفسي للحصول إلى الاعتراف أو قبل تنفيذ حكم أو خلال تنفيذ حكم أمر ننكره الدين ويتنافى مع جوهره في العدل والرحمة هذا هو التفسير العصري أي الذي يأخذ روح العصر فيطبيقها لروح الدين وجوهره أو يفعل العكس وهو في الحالتين مقنع مقبول وسحيح فماذا عن التفسير الكربوني إليكم واقعتين شهرتين الأولى في حادثة الإفكي المعروفة حين اتهم البعض عائشة فدع رسول علي لاستشارته فقال يا رسول الله إن النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة يسألها فهلت فقم إليها علي فضربها دربا شديدا وهو يقول أصدقي رسول الله خيرا وهنا إيذاء بدني من علي الجارية بقصد الحصول منها على اعتراف ولم ينكر الرسول شيئا مما فعله علي والتفسير الكربوني هنا يصل بنا إلى أنه من السنة أن يعذب المتهم للحصول على اعترافه ويصبح ميثار حول تعذيب أعداء الجماعات الإسلامية في السجون أمرا مشروعا وشرعيا بل ومحمودا لأنه تأسم بالسلف الصالح بينما وجهة النظر المقابلة المتسعة الأفق الملتسقة بروح العقيدة تستنكر التعذيب وترى أنه هذا حتى لو كان أمر مقبولا في عصر الرسول لا ينسحب على غيره من العصور وإذا كانت الحضرة قد أضافت فيما أضافت مفهوما واسعا لحقوق الإنسان يرفض فيما يرفض أن يعذب متهم للحصول على اعتراف فإننا نقبل هذا المفهوم من منطلق إسلامي ولن نرفضه لمجرد التأسي بعصر أيا كان هذا العصر لسببين بسيطين واضحين أولهما أننا في عصر غير عصر والثاني هما أن الإسلام لا يتنافى مع روح العصر أي عصر في كل ما هو إنساني وسمح وعادل الواقعة الثانية بعد وفاة الأمام علي بن أبي طالب تعاناة من عبد الرحمن بن ملجم دع عبد الله بن جعفر بابن ملجم فقطع يديه ورجليه وسمى العينيه فجعل يقول إنك يا ابن جعفر لتكحل عينيه بملمول ممت أي بمكحار حار محرق ثم أمر باللساني أن يخرج ليقطع فجزع من ذلك فقال الأبن جعفر قطعنا يديك ورجليك وسمن عينيك فلم تجزع فكيف تجزع من قطع لسانك قال إني ما جزعت من ذلك خوف من الموت ولكني جزعت أن أكون حيا في الدنيا ساعد أذكر الله فيها ثم قطع لسانه فمات والرواية يذكرها ابن سعد مضيفا إليه حرقه بعد موته ويذكرها ابن كثير دون ترجيح ويقتصر الطبري وابن أثير على الحرق بعد القتل والرواية لا تعبر في رأينا عن روح الإسلام أو تعاليمه حتى لو اقتصرت على حرق الجثمان بعد القصص فقد نهى الرسل عن المثلة ولبو الكلب العقور ونهى علي قبل وفاته في رواية ابن الأثير عن المثلة بالقاتلة لكنها تعبر من وجهة نظرنا عن روح عصر سادته القصوة وتحجر القلب وكان مقبولا فيه أن يحدث ما عفعله عبدالله بن جعفر بابن ملجم دون الصنكار بل ويكمل المشاهدون المشهد بالحرق الجثمان بينما أضافت الحضرة إلى السلوك كثير من الأحساس بعذاب الآخرين وصعوبة تقبل التمثيل بهم أو تعذيبهم بل إنه من الصعب أن نتصور صمود مجموعة من المشاهدين لمثل ما فعله عبدالله بن جعفر بكلب ضال أو بقتل شارد غير أن لكل حقيقة وجهي وما أيسر أن يجد أنسر الكربون تبرين لفعل عبدالله بن جعفر وللاقتدائبه بإلساق تهمة الإفساد في الأرض بابن ملجم والتأسي بالحسن والحسين حيث لم يذكر عنهما أنهما أنكرت تمثيل بالجثمان بحرقه بعد القصص ولعلنا نتساءل ونحن نتأمل صمود عبدالرحمن بن ملجم وصبره على قطع أطرافه وسمل عينيه بالحديد المحمع ثم جزعه عند قطع لسانه حتى لا تمر عليه لحظة ليذكر فيها الله هل هناك مثل أبلغ من هذا المثال على ما يمكن أن يؤدي إليه التطرف عندما يتسلط على الوجدان فلا يمئيز المتطرف بين الكفر والإيمان ويسل به الأمر إلى قتل علي بن أبي طالب والتلهي عن المثلة به بقراءة القرآن والجزع فقط عند قطع اللسان حتى ليحرم لحظة من ذكر الرحمن لا جديد إذا دعت الشمس وقد لا نجد في زمننا نظيرا لعلي لكننا نجد كثيرا من أمثال عبدالرحمن ونعود إلى هوات الكربون أليس الأجدر به مرحمة بنا وبالإسلام أن نلتزم بالقرآن وبالسنة في شؤون العبادة وأن نترك في نفس الوقت مساحة من أذاننا للتعرف على العصر والالتقاء معه وقبول ما يأتي به من قيم تتناسق مع جوهره ولا تتناقض مع الإيمان والعقيدة وأن نقبل ما نقبل ونترك ما نترك بقلب مؤمن وفكر مفتوح فلا نرفض حقوق الإنسان لأنها أتت من العاجم ولا نرفض الديمقراطية لأنها بدعة ولا نرفض عصرنا على إطلاقه ولا نقبل عصر الرشدين على إطلاقه ونستخدم العقل في النقل والكربون في طبع مستحدثات الحضارة تلك التي لا علاقة لها بالفكرة والعقيدة وإنما علاقتها واتدت بالتقدم ذلك الذي أجعم أنه ليس ركن من أركان الإسلام بل هو الإسلام النتيجة الثانية أن قواعد الذين ثابتة وظروف الحياة متغيرة وفي المقابلة بين الثابت والمتغير لا بد أن يحدث جزء من المخالفة ونقصد بالمخالف أن يتغير الثابت أو يثبت المتغير ولأن تثبيت وقع الحياة المتغير مستحيل فقد كان الأمر ينتهي دائما بتغيير الثوابت الدينية وقد حدث هذا دائما ومنذ بدء الخلافة الرشدة وحتى انتهت وتغيير الثوابت هو ما نسميه بالاجتهاد وقد اتفقنا على أنه ليس مطلقا لكنه قائم ومتاح وما أوردناه من أمثلة الاجتهادات عمر يصلح دليلا على ما نقول غير أنه في بعض الأحيان تفرض تعقيدات الحياة نوع من المخالفات الحادة ليس فيها شيء من تناؤم الاجتهاد في ربطه بين الأسباب والنتائج فتصبح المخالفة صريحة وواضحة لا يمكن تبريرها بالاجتهاد لاستيقاد أسبابه وإنما تبرر فقط بأن عدم المخالفة مستحيل أو في أحسن الأحوال غير ممكن وقد حدث ذلك في عهد الرشدين كما يحدث في كل عهد ومثاله ما حدث عقب مقتل عمر بن الخطاب حين انطلق ابنه عبيد الله بن عمر وقتل ثلاثة ظن فيهم التأمر على مقتل والده ولم يثبت ذلك في حق أحد منهم وكان أحدهم الهرمزان الذي أسلم وصح إسلامه وقد واجه عثمان هذا الموقف في بدء ولايته وكان رأي الدين فيه واضحا أعلنه علي وأسر عليه وهو أن يقتل عبيد الله بدم من قتل لكن عثمان لم يملك للمخالفة لأسباب إنسانية فقد تسأل الناس في شفقة أيقتل عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم ألا يكفي آل عمر قتل عمر أي افجعون فيه ثم في ولده قبل أن تشفى دموعهم عليه منطقا وإنسانية وظروف متغيرة لكن حكم الدين ثابت ووادح ولا لبس فيه حكم الدين هو القصاص ولابد من قتل عبيد الله ويقال أن عمر بن العاص أفتى بفتوى بلغة الذكاء والمهارة عندما تولى عثمان وسئل عمر أن يخرجهم للمأزق صعب فسألها عمر هل قتل الهرمزان في ولاية عمر فأجابه عثمان لا كان عمر قد قتل فسأله ثانيا وهل قتل في ولايتك فأجابه عثمان لم أكن قد توليت بعد فقال عمر إذن يتولاه الله والشاهد هنا أن عثمان حاول التخلص من المأزق بدفع دية الهرمزان من ماله ولم يتحمل عبيد الله وزر القتل أو حتى دية القتلة وهو ما رفضه علي الذي ظل يتوعد عبيد الله كلما لقيه بأنه إذا تولى فسوف يقتله بدم الهرمزان وما إن تولى علي حتى هرب عبيد الله إلى جيش معاوية وحارب علي إلى أن قتل في معركة صفين ويشاء القدر أن يقع علي في نفس المأزق بل ربما بسرط عقد فقد ولي ولم يقدر على قتلة عثمان لأنهم كانوا مسيطرين على المدينة ثم انتقل من حرب إلى حرب وهم على رأس جيشه فلم يتمكن منهم وعندما أعلن معاوي أن مطلبه الوحيد أن يدفع علي إليه قتلة عثمان فوجئ علي بجيشه هاتف في صوت واحد كلنا قتلة عثمان فزاد الموقف تعقيدا وأسبح مستحيل على الإمام علي أن يثأل من القتلة أو حتى يحاسبهم هي الحياة وليست الجنة والبشر وليس الملائكة وخل عصر النبوة لا يوجد عصر للنقاء المطلق أو إن عدم المخالفة المطلق وكلما تغير العصر أو تقدم تعددت المتغيرات وزدت المخالفات وإذا كانت الاجتهادات وساعة والمخالفات واردة قبل أن يمر ربع قرن على وفاة الرسول وفي عهد معاصريه فكيف بنا بعد 14 قرن من وفاة الرسول أن لنتوقع أن يزداد حجم المخالفات الاضطرارية وأن نتوسع في الاجتهادات الضرورية وأن نقبل بحد أدنى من تطبيقات الدين أقل بكثير مما قبله سلف أصلح في عصر أكثر تخلفا وأقل تعقيدا وأحكما غلاقا وأكثر اتفاقا الحقيقة أن للقارئ الحرية كل الحرية في أن يرفض ما أقول وأن يستنكر ما أتوصل إليه وما أراه رغم كل ما أتوقعه من استنكر واعتراض حقا وعدلا وأمر واقع لا مهرب منه وسوف يرى القارئ فيما سنذكره عن خلفاء بني أمي وبني العباس ما يؤكد له صحة ما نقول وحقيقة ما ندعي قراءة جديدة في أوراق الأمويين للقارئ الآن وهو ينتقل معنا من عصر الراشدين إلى ما يليه أن يهيئ ذهنه للدعابة ووجدانه للأسى فحديث ميال الراشدين كلها وأسى مغلف بالدعابة أو دعابة مغلفة بالأسى أما المجون فأبواوه شتى وأما الاستبداد فحدث ولا حرش ليسمح لنا القارئ في البداية أن نقص عليه ثلاثة قصص موجزة يفصل بينها زمن يسير واختلاف كثير وهي إن تنافرت تضافرت مؤكدة مع نوادحا وموادحة مسارا مؤكدا ومثبتة ما لا يصعب إثباته وما لا يسهل الهروب منه القصة الأولى عام عشرين هجري وقف عمر خطيب على منبر الرسول في المدينة وتحدث عن دور الرعية في صلاح الحاكم وأصلاحه فقطعه عربي قائلا والله لو وجدنا فيك عجاجا لقومناه بسيوفنا فانبسطت أسرير عمر وتوجه إلى الله حامدا وشاكرا وذكر كلمته المأثورة المشهورة الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقومه بحد السيف إذا أخطأ القصة الثانية عام 45 هجرية قال ابن عون كان الرجل يقول لمعاوية والله لتستقيمن بنا يا معاوية أو لنقومنك فيقول بماذا؟ فيقول بالخشب فيقول إذا نستقيم القصة الثالثة عام 75 هجريا خطب عبد الملك بن منوار على منبر الرسول في المدينة بعد قتل عبد الله بن الزبير قائلا والله لا يأمرنني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا دروت عنقه ثم نزل ثلاث قصص موجزة لكنها بليغة في تعبيرها عن تطور أسلوب الحكم واختلافه في عهود ثلاثة أولها عمر بن الخطاب درة عهود الخلافة الراشدة وثانيها معاوية أبن أبي سفيان مؤسس الخلافة الأموية وثالثها عاد عبد الملك بن مروان أبرز الخلفاء الأمويين بعد معاوية وأشهر رموز البيت المرواني الذي خلف البيت السفياني بعد وفاة معاوية بن يزيد ثالث الخلفاء الأمويين أما القصة الأولى فهي نموذج لصدق الحاكم مع الرعية وصدق الرعية مع الحاكم ونحن لا نشك ونحن نقرأها في أن العربية كان صادقا كل الصدق في قوله وأنه كان يعني تماما ما يقول وأنه كان على استدادة من الفعل رفع السفي في وش عمر وتقويمه به إن لزم الأمر ونحن لا نشك أيضا في أن عمر كان يدرك تماما أن العربية صادق في مقولته وأن لهذا سعد ومن أجل هذا حمد الله وكان في سعادته وحمده صادقا كل الصدق مع الله ومع نفسه ومع العربي وباختصار فنحن أمام حوار تؤدي به الكلمات دورها الطبيعي حيث تعبر عن دخال النفوس في دقة ووضوح واستقامة وأما القصة الثانية فهي النموذج الرائع لخداع الكلمات حين يصبح للعبارة ظاهر وباطن وللكلمة مظهر ومخبر فالرغل في تحديده أقرب للمداعبة وأميل إلى الرجاء ومعاوية في رده عليه يحسم الموقف بتسأله بماذا؟ وهو تساءل نعكس ثقة عالية في النفس وهي ثقة تهوى فوق رأس الرجل ثقيلة وقاتع شأنها شأن السيف الحاسم البتار وما أسرع ما ينسحب الرجل سريعا محولا الأمر كله إلى دعابه وهنا يدرك معاوي أن رجل قد ثاب إلى رشده فيعيد السيف إلى غمده الحريري وينسحب هو الآخر في مهارة وخفة مرديا غرور الرجل ما دام الخشب هو السراح وما دام القصد هو المزاح والقارئ للحوار لا يشك في أن رجل قال شيئا وقصد شيئا آخر وأن معاوي قال شيئا وقصد شيئا آخر وأن كل من الرجلين فهم قصد الآخر فكر في الوقت المناسب وفر في الوقت المناسب وأن الرجل في كره نحو معاوي وفي فره منه لم يكن أبدا كجلمود سخر وإنما كان مثل كرة القرش ظاهرها متماسك وباطنها هش وننتقل إلى القصة الثالثة وهي أقرب إلى القصة الأولى في وضوحها وسراحتها واستقامة ألفاظها غير أنها هذه المرة تعلن عكس ما علنه عمر وتهدد بالقتل في حصم وسراحة ليس لمن يخالف الأمير أو يعترض عليه وليس لمن يرفع في وجهه الصيفة وحتى الخشب بل لمن يدعوه إلى تقوى الله وقد خلد عبد الملك نفسه بذلك فوصفه الزهري بأنه أول من نهى عن الأمر بالمعروف هذه قصص ثلاث وضح كيف تطور الأمر من خلافة الراشدين إلى خلافة معاوية الرجل المحنك المجرب النعيم المظهر الحاسم الجوهر المؤسس للملك بكل ما يستوجبه تأسيس من سياسة وحنكة ومظهر ومخبر ثم كيف أصبح الأمر عندما استقر الملك ولم يعد هناك داع للخفاء أو مقتدى للخداع أو المداهنة وبمعنى آخر فإن القصص الثلاث تنتقل بنا بين حالات ثلاث أولها العدل الحاسم وثانيها الحسم الباسم وثالثها القهر الغاشم وكل ذلك خلال رسف قر الأكثر وقد رأينا أن نوردها في بدء حديثنا عن خلافة الأمويين لدلالتها حتى يخلد القرئ معنا إلى قدر من الرياضة الذهنية والابتسام بعيدا عن صرامة السرد ومرارة الحقائق ولعل القرئ قد تعجب من اشتراء عبد الملك لكن نسأله من الآن فصاعدا أن يوطن نفسه على العجب وأن يهيئ وجدانه للاندهاش وأن يحمد لعبد الملك صدقه مع نفسه ومع الناس فسوف يأتي بعد ذلك خلفاء عباسيون يخرجون على الناس بوجه مؤمن خاشع وتسيل دموعهم لمواعذ الزهد ثم ينسلون إلى مخادعهم فيخلعون ثياب الورع وتلعب برؤوسهم من تلحان فينادمون الندمان ويتسرون بالقيان ويقولون الشارف الغلمان وهم في مجونهم لا يتحرجون حين تناديهم جارية لعوب بأمير المؤمنين أو يخاطبهم مخنث معتدل القامة والقد بخليفة المسلمين ما دمنا نتحدث عن وضوح عبد الملك وصدقه مع نفسه فلامس من قصة طريفة يذكرها الصياطي في كتابه قال ابن أبي عائشة أفضل أمر إلى عبد الملك والمصحف في حجره فأتبقه وقال هذا آخر العهد بك ونحن لا نجد تناقضا بين أفعال وأقوال عبد الملك بعد ولايته وبينما تحدثنا به نفس المراجع عن فقه وعلمه ومن أمثلة ذلك قال نافع لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميرا ولا أقفقها ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان وقال أبو الزناد فقهاء المدينة سعيد بن المسيب عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير وقبيس بن ذؤيب وقال عباد بن النسا قيل لابن عمر إنكم عشروا شيخ قريش يوشك أن تنقرضوا فمن نسأل بعدكم فقال إن لمروان ابن فيه فاسألوه نقول لا تناقض على الإطلاق لأن ذلك كله كان قبل ولايته فلما ولي الشيطان الحكم والإمارة والصدق في قوله للمصحف أن هذا هو آخر العهد به ودليلنا على ذلك أن نساعده الأيمن كان الحجاج وإذا ذكر الحجاج حربت الملائكة وأقبلت الشياطين وقد عرف عبد الملك للحجاج مواهبه وأدرك أنه بالحجاج قد وطد دعائم الحكم وأرساق واعد الخلافة فكانت وصيغه الأخير لولده وولي عهده الوليد أن يحفظ للحجاج صنيعة وأن يلزمه وزيرا ومشيرا وقد كان ربما قال البعض وما يضيرنا من سلة رجل أعلن طلاقه للمصحف وأدار ظهره لكتاب الله وحكم بهواء ولنا أن نذكرهم أنه فعل مفعل وسفك ما سفك وقتل من قتل تحت عباءة إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين وأن المسلمين جميعا كانوا يرادضون خلف أئماتهم كل جمعة دعاءا حارا أن يعز الله به الدين وأن يؤدد له دعائم الحكم والتمكين وأن يديمه حامي للإسلام وإماما للمسلمين وأن فقهاء عصره كانوا يرادضون حديثا تذكره لنا كتب التاريخ مضمونه أن من حكم المسلمين ثلاثة أيام رفعت عنه الذنوب ولعلنا نظلم عبد الملك كثيرا إذا قيمناه من زوية العقيدة فلم يكن عبد الملك فلتتا بين من سبقه أو من لحقه وكان في ميزان السياسة والحكم حاكما قديرا ورجل دولة عظيما بكل المقاييس فقد أخمد فتنة عبد الله بن الزبير وغزى أرمينية وغزى المغرب وبن البندن وحسن الحصون ودرب الدنانير لأول مرة ونقل لغة الدوعين من الثرسية العربية وقد لخص أسلوبه في الحكم في وصيته لابنه الوليد وهو يحتضر يا وليد اتق الله فيما أخلفك فيه لاحظ مفهوم الحكم بالحق الإلهي في هذه العبارة وانظر الحجاج فأكرمه فإنه هو الذي وطع لكم المنابر وهو سيفك يا وليد ويدك على من نواك فلا تسمعن فيه قول أحد وأنت أحوج إليه منه إليك ودع الناس إذا مت إلى البيع فمن قال برأسه هكذا فقل بسيفك هكذا ثم أخذته غفوة فبكى الوليد فأفاق وقال ما هذا أتح النحنين الأمة إذا مت فشمر أتزر والبس جلد النمر ودع سيفك على عاتقك فمن أبد ذات نفسه بفدر بعنقه ومن شكت مات بدأه وقد حفد الوليد الوسية وقام بها خير قيام فكان رجل دولة وحكم من تراز فريب وكان فاتحا عظيما للثغور بعد فتح الهند والأندرس وكان أبعد ما يكون عن حديث الدين والعقيدة فلم يذكر عنه فيهما لا قليل ولا كثير إلا بدأت أقوال عن أنه كان يلحن كثيرا في قراته للقرآن وفي خطبه على المنابر وقد حكم عبد الملك عشرين عاما وحكم الوليد أشرة عوام أي أن عبد الملك والوليد حكم ثلاثين عاما من اثنتين وتسعين عاما هي عمر الدولة الأموية تلك الدولة التي لا يجوز أن نتحدث عنها دون أن نتوقف أمام الثلاثة خلفاء هم اليزيدان يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك والوليد بن يزيد أما يزيد بن معاوية فقتله للحسين معروف وقد أفد فيه الرواة بما لا حاجة فيه لمزيد غير أن هناك حادثة يعبرها الرواة في عجالة بينما نراه أكثر خطرا من قتل الحسين لأنها تمص العقيدة في الصميم وتدعو نقاط على الحروف إن لم تكن النقاط قد ودعت على الحروف بعد وتستحق أن يذكرها الرواة وأن يتدارسها القارئ في أونات وأن يتذكر أنها حدثت بعد نصف قرن من وفاة الرسول فقط نصف قرن لقد هاجم جيش يزيد المدينة حين خلع أهلها بيعته وقاتل أهلها قليلا ثم انهزموا فيما سمي بموقعة الحرة فأسترق قائد الجيش أوامره باستباحة المدينة ثلاثة أيام قيل أنه قتل فيها أربعة ألاف وخمسة ماء وأنها قد فدت فيها بكرة ألف بكر وقد كان ذلك كله بأمر يزيد إلى قائد جيشه مسلم بن عقبة أدعى القوم ثلاثة فإن أجابوك وإلا فقتلهم فإذا ظهرت عليها فأبحيها ثلاثا فكل ما فيها من مال أو دبة أو سلاح أو طعام فهو للجند فإذا مدت الثلاث فاكفف عن الناس ولم يكتفي مسلم باستباحة المدينة بل طلب من أهلها أن يبايعوه يزيدا على أنهم عبيد له يفعل فيهم وفي أموالهم وفي أولادهم ما يشاء وهنا يبدأ مسلسل المفاجهات في الإثارة فالبعض ما زل في ذهنه وهم أنه في دولة الإسلام وأنه قادر على إلسام مسلم ويزيد بالحجة بما لا سبيل لمقاوماته أو حتى مناقشته وهو لا يقبل الشروط مسلم ويرد عليه كأنه يلقمه حجرا أبيع على كتاب الله وسنة رسوله ولا يعيد مسلم القول بل يحوى بالسيف على رأس العابد الصادق في رأينا والرومانسي الحالم في رأي مسلم ويتكرر نفس المشهد مرات ومرات هذا يكرر ما سبق فيقتل وهذا يبايع على سيرة الرشدين فيقتل وهذا يبايع على سيرة عمر فيقتل ويستقر الأمر في النهاية لمسلم وما كان له إلا أن يستقر فالسيف هنا أستق أماء من الكتب وهو سيف لا ينتق بلسان ولا يخشع لبيان ويسر الخبر إلى يزيد فيقول قولا أسألك أن تتمالك نفسك وأنت تقرأه وهو لا يقول له مرسلا أو منثورا بل ينظمه شعرا اقرأه ثم تخيل وتأمل واندحل ليت أشياخ ببدر شاهد جزع الخزرج من وقع الأسلي حين حكت بقباء بركها واستمر القتل في عبد الأشلي والذي يعنينا هو البيت الأول الذي يقول فيه ليت أجداد في موقعة بدر شاهد اليوم كيف جزع الخزرج من وقع الرماح والنبل أما منهم أجداده فواضحون أنهم أعداء الخزرج في موقعة بدر والخزرج أكثر قبائل الأنصار وكانوا بالطبع في بدر ضمن جيوش المسلمين وهنا يزداد المعنى وضوحا فيزيد خليفة المسلمين وأمير المؤمنين يتمنى لو كان أجداده من بني أمية ممن أزمهم الرسول والمهاجرون والأنصار في بدر يتمنى لو كانوا على قيد الحياة حتى يروا كيف انتقم لهم من الأنصار في المدينة ثم نجد من ينعت الخلافة بالإسلامية ولا يتوقف أمام هذه الحادثة لكي يقطع الشك باليقين ولكي يتحسر على الإسلام في يد حكام المسلمين وليترحم على شهاداء الأنصار انتقم منهم لمناصرتهم للرسول والإسلام وعلى يد من؟ على يد أمير المؤمنين وحامحهم الإسلام والعقيدة ويروي بن كثير في البداية والنهاية الأبيات السابقة في موضعين أحدهما موقعة الحرة وثانيهما عندما وصل رأس الحسين إلى يزيد ولو صدقت الثانية لكانت أنك وأمر لأن الانتقم هنا مباشر من الرسول في آل بيته ويوضف بن كثير بيتا يذكره متشاككا دون أن يقطع الشك باليقين داعيا باللعن على يزيد إن كان قد قاله والبيت يقول لعبت هاشم بالملك فلا ملكجاء ولا وحي نزل والعلي أستبعد أن يقول يزيد هذا فللكفر الدرجات وللمروق حدود وللتفتت مدى وللتفلت مدى وكل ذلك لم يشفع لفقهاء عصر يزيد ولكتاب تاريخ الخلافة الإسلامية أن يذكروا أن يزيد مغفروا له وأن ذلك ثابت بالأحاديث النبوية فابن كثير يذكر كان يزيد أول من غزى مدينة قسطنطينية في سنة وأربعين وقد ثبت في الحديث أن رسول الله قال أول جيش يغزو مدينة قيسر مغفور لهم ولا تعليق وننتقل إلى يزيد بن عبد الملك التاسع في الترطيب بين خلفاء بني أمية وأحد أربعة تولوا الخلافة من أبناء عبد الملك بن مروانهم على الترطيب الوليد وسليمان ويزيد وهشام ونحن نغص منهم يزيد بالحديث لأنه أتى في عقاب عمر بن عبد العزيز الذي يقيد عنه أنه ملأ الدنيا عدلا طوال عامين فإذا بيزيد يأتي من بعده لكي يملأها مغان وشرابا ومجونا وخلاعة طوال أربعة عوام ويذكر الصياطي أنهما إن وله حتى أتى بأربعين شيخا فشاهدوا لهما على الخليفة حساب ولا عذاب وهنا يدرك القارئ أن العلة لم تقتصر على الخلفاء وإنما امتدت أيضا للعلماء والفقهاء وأنهما دم هؤلاء يفتون أنه لا حساب على يزيد ولا عذاب ولا عقاب فليفعل يزيد ما يشاء وليتفوق على خلفاء الدولة الإسلامية كلها في بابين لا يطاوله فيهما أحد وهم العشق والغناء فقد بدأ خلافته بعشق سلامة وانتهت خلافته بل وحياته بصعب عشقه لجارية أخرى اسمها حبابة وقبل أن نتحدث عن بعض من ذلك نذكر له أيضا رغبة تفرد بها بين الخلفاء وذكرت له ونقلت عنه وهي رغبته في أن يطير وقصة ذلك أنه كان يوم في مجلسه فغنته حبابة ثم غنته سلامة فطرب طربا شديدا ثم قال أريد أن أطير فقالت له حبابة يا مولاي فعلى من تدعي الأمة وتدعنا طبعا ماذا يفعل المسلمون لو ترى الخليفة من يملأ أنحاء الدولة الإسلامية طربا وغناءا وعشقا واشتهاءا ويذكر المسعودي أن أبا حمز الخارجي يقل أقعد يزيد حبابة عن يمينه وسلام عن يصاره وقال أريد أن أطير فطر إلى لانة الله وأليم عذابه ويروي أبن كثير قصة وفت يزيد على النحو التالي وقد كان يزيد هذا يحب حذية من حظاياه يقال لها حبابة بتشديد الباء الأولى وكانت جميلة جدا وكان قد اشتراها في زمن أخيه بأربعة ألاف دينار من عثمان بن سهل بن حنيف فقال له أخوه سليمان لقد هممت أن أحجر على يديك فباعها فلما أفضت إليه الخلافة قالت امرأته سعد يوما يا أمير المؤمنين هل بقي في نفسك من أمر الدنيا شيء قال نعم حبابة فبعثت امرأته فاشترتها له ولبستها وصنعتها واجلستها من وراء السطار وقالت له أيضا يا أمير المؤمنين هل بقي في نفسك من أمر الدنيا شيء قال أوما أخبرتك فقالت هذه حبابة وأبرزتها وأخرته بها وتركته إياها فحذيت الجارية عنده وكذلك زوجته أيضا فقال يوما اشتهي أن أخل بحبابة في قصر مدة من الضحر لا يكون عندنا أحد ففعل ذلك وجمع إليه في قصره ذلك حبابة وليس عنده فيه أحد وقد فرش له بأنواع الفرش والبسط الهيئة والنعمات الكثيرة السابقة فبينما هو معها في ذلك القصر على أسر حال وأنعم بأل وبين أيديه معنب يأكلان منه إذ رماها بحبة عنب وهي تضحك فشرقت بيها وماتت فمكث أياما يقبلها ويرشفها وهي ميتة حتى أنتنت وجيفت فأمر بدفنها فلما دفنها أقام أيام عندها على قبرها هائما ثم رجع فما خرج من منزله حتى خرج بنعشه والقصة كما يذكرها ابن كثير نموذج فريض لصحيح العشق وأسير الغرام ولبس أن تدوب لها قلوب صبية وتنفذر لها قلوب الصبايا وتسيل من أجلها دموع المحبين لكنها في تقدرين شاذة أشد ما يكون الشذوذ بعيدة أكثر ما يكون البعد عندما يتعلق الأمر بأمير المؤمنين وإمام المسلمين وخادم الحرمين وحاميحهم الإيمان والملتزم بأحكام القرآن وبسنة نبي الرحمن ولعلنا نتساءل ومعنا كل الحق ما بال المطالبين بعودة الخلافة يستنكلون الحنأت ويفسقون المغنيات ويكفرون الرقصات بينما هذا من ذاك بل هذا بعد ذاك ولقد عصر يزيد أئمة كبارا وفقهاء عظاما من أمثال الحسن البصري وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم وكانوا أقرب ما يكونون إلى التقية وكانوا يصرون بالعطايا ويتحفون بالهدايا ويؤدون أحيانا دورا مرسوما بدقة محددا بحنكة يظهر فيه الخليفة مسبل العينين يفسلهم فيجيبون ويطلب منهم الموعظ فيعذون وربما خوفوه من النار وعذاب الجبار ووحدة القبر وموقف الحشر وهو منصة خاشعة تسيل ذموعه مدرارا بينما هم مدركون لحدود الحديث ومدى الموعظة لا يتجوزون للتعريض بالخلافة أو التهديد بتأليب الرعية أو الحكم بالكفر ذلك كله خارج السيناريو المرسوم والمعلوم والذي انتهي دائما بالصراخ الخليفة ونحيبة حتى يخشى عليه أو يخشى عليه أيهما أقرب إلى قدراته وأنسب لمولوكاته وما أسرع ما ينتقل الأمر للرعية بسرعة البرق فيتدولونه في خشوع وإيمان وينقله إلينا كتاب الدوان فنشربه كما شربته رعية يزيد وغير يزيد ونشرب معه المزيد مما تصطره أقلام المحترفين وتردده على مسامعنا ألسنة المكفرين والجهاديين ما علينا ففي الجعبة مزيد غير أننا نتوقع أن يعترض علينا معترض رافعا في وجهنا ما يراه حجة منكرا علينا ما أنكرناه على يزيد مؤكدا لنا أن يزيد لم يعتقب منكرا ولم يقترف إثما فالتسري بالجوار والتمتع بما ملكت الإيمان أمر لا ينكره الشرع ولا ينهى عنه القرآن وهو رخصة ترخص بها يزيد وترخص بها كبار الصحابة قبل يزيد والله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه وقد كان يزيدك كثيرين في عصرنا يتعشرقون الرخص ويسبقون بها العزائم وهنا نقول له قف وحاذر فأنت تركب صعبا فنحن وإن وافقناك على أن التسري بالجوار والتمتع بمملكة الإيمان لا يتناقض مع روح عصر يزيد ولا يخالف أحكام القرآن إلا أنك يجب أن تدرك أن للإسلام روحا وللدين جوهرا وللرخص حدودا وليس منتقي أن تكون إباحة تسري سبيل الاتهتك أو التمتع بمملكة الإيمان وسيرة لهجر الإيمان أو الحلال سبيل للتحلل وإذا كنا نناشد الرعية غدى البصر ونتوعدهم بالعذاب إذا زن النظر فلا أقل من أن ننهى الخديف عن التفرور الخلوة على أسر حال وأهنى إبال لا ثمن راشفا متمنيا أن يطيل لا لشيء إلا لأن الله أعطاه جناحين من مال وسلطان فتوسع فيما ملكة الإيمان ولعل يزيد لم يكن في ذلك فلته فقد روي عن الخليفة المتوكل العباسي أنه كان منهمكا في اللذات والشراب وكان له أربعة آلاف سرية ووتأ الجميع وقد تثير هذه القدرات الخارقة لعب منتجي أفلام البورنو في عصر الحديث لكنها ممجوجة مكروهة إن كان الحديث عن الحكام في الإسلام أو حتى في غير الإسلام ولعل هذا كاف حتى يلزم المعترض علينا حده ويثوب إلى رشده ويتركنا ننتقل من حديث يزيد إلى حديث ولده الوليد بن وزيد الذي أوصله يزيد بالخلافة بعد أخيه هشام ووفه هشام بعديه لأخيه رغم ما كان يسمعه وياتيه من أخبار فسق الوليد ومجونه وهي أخبار تأكدت بعد ولايته حين فق الوليد أباه بالفق معدأه وفعل ما لم يفعله أحد في الأولين والآخرين حيث روي عنه أنه قد اشتهر بالمجون وبالشراب وباللواط وصدق ولا تصدق برشق المصحف بالسهام وكان إلى جانب ذلك الشاعر المطبوع سهل العبارة يحسن اختيار ألفاظه ورويه وقد شاء الله أن يرزقه هذه الموهبة حتى يخلد لنا أثاره شعن يتناقله الرؤيت ويتبعونه بالعياذ بالله وبلا حول ولا قوة إلا بالله وربما بشهادة أن لا إله إلى الله ومن حسن حظ الوليد وسوء حظ القارئ أن كثيرا من شعره وبعدا من قصصه لا نستطيع روايته لوقاحة ألفاظه وشذوذ أفعاله لكن لا بأس أن نبدأ حديث الوليد بالمدافعين عنه فقد قال الذهبي لم يسحن الوليد كفر ولا زندقة بل اشتهر بالخمر والتلوط فخرجوا عليه لذلك وذكر الوليد مرة عند المهتدي فقال الرجل كان زنديقا فقال المهتدي خلافة الله عنده أجل من أن يجعلها في زنديق هذا حديث المدافعين عن الوليد المنكرين أن يبتحم بالكفر أو أن يوصف بالزندقة وهم في دفاعهم يسوقون حججا هشة فمن قائل أنه لم يتجاوز التلوط أو شرب الخمر وكأن ذلك هين يسير ومن قائل أن الله أرحم من أن يجعل خلافته في زنديق بينما نرى أن الله قد رحمنا بخلافة الزندقة من أمثال الوليد حتى يعطي أمثالنا حجة نفحم بها المزيدين المدعين أن الدولة لا تنفصل عن الدين وأنهما معا حبل الإسلام المتين بينما حقيقة الأمر أن الإسلام في أعلى عليين وأنه لا يدر إلا بالمسلمين وعلى رأسهم الحكام باسم الإسلام وأنه لا دمار للمحكومين إن جرى الحكام وأفسدوا فبيعتهم وأبده وأشعر إن وجدت غير ملزمة أو إن شأن الدقة مقيدة وأقرأ معي ما فعل الوليد حين قرأ ذات يوم واستفسح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد فدعى بالمصحف فنصبه غردا للسهام وأقبل يرميه وهو يقول أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب خرقني الوليد وذكر محمد بن يزيد المبرد النحوي أن الوليد ألحاد في شعر الله ذكر فيه النبي وأن الوحي لم يأتي عن ربه ومن ذلك الشعر تلعب بالخلافة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابه فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي ولعل القارئ بعد قراءة ما سبق لا يذهل كما ذهنه ولا ينزعج كما حدث لنا ونحن نذكر له أن الوليد حول نسب قبة فوق الكعبة ليشرب فيها عام حج هو ورفاقه وأن حاشيته نجحت في إقناعه فالواضح من سيرته أنه أطلق لغرائزه العنان حتى غلبت جهوة الغناء والشراب على الخاصة والعامة في أيامه كما يذكر المسعودي وتعلق نجوم الغناء في عصره فكان منهم ابن ثريج ومعبد والغريب وابن عائشة وابن محرز وطويس ودحمان ولعله أدرك أنه تجاوز الحد فلم يعد يعنيا يضف إلى ذنوبه ذنبا أو إلى سيرته مثلبا شأنه في ذلك شأن ضعاف الإيمان حين يقنطون من رحمة الله فيضعفون من معاصيهم ونحن في هذا لن نتمث له عذرا وإنما نعبر على رأيه هو في نفسه حين أطلقه شعرا فقال اسقني يا يزيد بالقرارة قد طربنا وحنت الزمارة اسقني اسقني فإن ذنوبي قد أحاطت فما لها كفارة وبالفعل فقد أحاطت به الذنوب وتألب عليه الصالحون وانتهى الأمر بخروج ابن عمه يزيد من الوليد عليه وقتله بعد خلافة قصيرة استمرت عاما ثلاثة أشهر وشأ القدر أن تكون خلافة يزيد أقصى فلا تستمر إلا خمسة شهور يموت بعدها ليتولاها بعده شقيقه إبراهيم المدة سبعين يوما فقط ثم يعزل على يد مروان بن محمد انتقاما لمسرع الوليد بن يزيد ثم ينتهي عصر الدولة الأموية بمسرع مروان على يدي العباسيين بعد خلافة استمرت حوالي خمس سنوات ونتوقف قليلا قبل أن ننتقل إلى خلافة العباسيين مستخلصين نتيجتين نجزهما فيما يلي النتيجة الأولى أننا نشهد في الدولة الأموية عهد مختلفا كل الاختلاف عن عهد الرشدين أضف إلى فتوحات الإسلام الكثير حتى امتدت الدولة الإسلامية من الهند شرقا إلى الأندلس غربا وأضف إلى سلطة الدولة وهيبتها وتمسكها الكثير حيث لم يخرج فيها أحد من الأمويين على آخر إلا في نهاية الدولة حين خرج يزيد على الوليد ثم خرج مروان على يزيد فكان ذلك نذيرا بالنهاية بينما حفل تاريخ العباسيين بكثير من الخروج والانقسام داخل الأسرة الحاكمة حتى قتل الابن أباه والأب ابنه وشع خلع الخلفاء وسمل عيونهم وقتلهم بسحق مذاكرهم وغير ذلك من الأحداث على مدى الخمسمائة عام الأخير في حكم العباسيين وعلى حين يبدو أبو جعفر المنصور والمأمون رجال الدولة المتفردين في تاريخ الدولة العباسية لا يناظرهم أحد ولا يطاولهم مطاول نرى أن الدولة الأموية على قسر عمرها قد حفلت برجال الدولة العظام وعلى رأسهم معاوية ورجل الدولة الأول في تاريخ الدولة الإسلامية كلها وقد يتساءل البعض وأين عمر ونرد عليه بأن عمر قد تفرد بأنه الوحيد في تاريخ الخلافة الإسلامية الذي يمكن أن يطلق عليه وصف رجل الدين والدولة معا بينما لا تجتمع الصفاتان بعد ذلك لأحد فهناك رجال الدين مثل أعلي بن أبي طالب رابع الرشدين وعمر بن عبد العزيز الأموي والمهتد العباسي وهناك رجال دولة مثل معاوية عبد الملك بن مروان الوليد بن عبد الملك وحشام بن عبد الملك وهم أربعة خلفاء حكموا سبعين عاما بينما حكم الفترة الباقية 22 عاما عشرة خلفاء بالتمام والكمال وحينما نذكر أسماء الخلفاء الأربعة السابقين مقترنا بلقب رجال الدولة ندع في اعتبار ناهبة الحكم وفتح الثغور وعمارة البلدان وفي تقديرنا أن نجاح هؤلاء الخلفاء قد ارتبط ارتباطا وثيقا بفصلهم بين الدين والدولة عند قيامهم بأمانة الحكم ولعل موقف معاوية من علي مثال واضح على ذلك ولعل موقف عبد الملك بن مروان من المصحف عندما بلغه نبأ ولاياته مثالا أوضح وقد أدرك كل منهم أنه لا يولى بصفته لأصلحة دنيا أولا أكثر إيمانا وإنما يولى بوسائل دنيوية محدة وعليهين أراد أن يستمر أن يدعى نصب عينه أن الولاية من جنس التولية فكلاهما دنيا وسطوة وحكم وقد أجد الخلفاء الأربعة اختيار معاونيهم فكان منهم عمر بن العاز والمغير بن شعبة وزياد بن أبيه ومسلم بن عقبة والحجاج بن يوسف الثقافي وهم بموازين السلطة والسطوة رجال وبمقاييس عصرهم قادة وهم أهل الدهاء إلى النقاء والسيف للمصحف وقد ارتأوا جميعا أن أسهل السبل لإسكاة المعارض قطع رأسه وأن الخوف إذا تمكن من النفوس توطن فيه فمكنوه ووطنوه وتعهدوه بالرعاية حتى صار ماردا وحذو حذو مؤسس دولتهم معاوية الرجل الغاية للوسيلة الرجل الحكمة الشهيرة إن لله جنودا من عسل حيث يروى عنه أنه كان يدعو الصم لمعارضيه في العسل وأنه هكذا كانت نهاية الحسن والأشتر النخائي وغيرهم ورغم أن أحدا لا يقر معاوية أو غيره على فعالهم أو على الأقل لا يدعو للتأس بهم إلا أنهم للواجب أن نتعلم مما فعلوه درسا بليغا إن على الحاكم أي حاكم أن يتعرف جيدا على ساحته وأن يتمسك جيدا بأسلحته وأن ينأى بنفسه وبحكمه عن استعارة سلاح الآخرين والانتقال إلى صحتهم أو الرقص على أنغامهم ولو حاول معاوية أو عبد الملك ولو حاول مساعدوهم مثل زياد أو الحجاش أن يحتاكموا إلى القرآن أو أن يناظروا مخالفهم حول صحيح الإيمان أو يفسروا قررتهم بتعريم الإسلام أو يتباهوا على المخالفين لهم والخارجين عليهم بالصلاح والتقوى ونظافة اليد ونقاء السريرة لانتهى حكمهم قبل أن يبدأ ولا أخلى معاوية مكانه لحجر بن عدي ولا تنازل عبد الملك عن منصبه للحصن البصري لكنهم يحتكموا للسيف وهو دستور عصرهم فدامت لهم الدولة وسهل عليهم الحكم وربما سعدت الرعي بالاستقرار والأمن والأمان ولعل عصرنا لا يخلو عن سيف محتدر هو الدستور لا يسيل دما وإنما يحفظ استقرارا ولا يطيح برؤوسا وإنما يلزمها جدة السواب وليس لحاكم في عصرنا أو لنظام حكم في عالمنا المعاصر إلا أن يستوعب دروس السابقين بأسلوب العصر لا بأسلوبهم وليس له أن يحاور الخارجين في ساحتهم أو بسلاحهم أو أن يركص على أنغامهم وإنما عليه أن يلزمهم بالمحاورة في ساحته فليس أمامه ولا أمامهم ساحة غير ساحة الدستور وليس هناك من سلاح إلا القانون وليس هناك من أنغام إلا الديمقراطية والشرعية ليحمد الله أن لم يجدوا فينا يزيدا ولم يتطرف منا وليد ولم يتولى وزارة الداخلية في بلادنا حجاش ولم يتملك منا عبد الملك ولم يدعي أحد من حكامنا أنه لا حساب عليه ولا عقاب غاية ما في الأمر أنه يوكل إلينا حساب السياسة في أمور السياسة ويحتكم أمامنا إلى الدستور ومؤسسات الدولة في أمور الحكم ويترك ونترك حساب الأخرة إلى الله وليس إلى الجماعات الإسلامية أو أئمات المساجد المسيسين النتيجة الثانية أن الشعر والأدب وفن العمارة والغناء بل وأكثر من ذلك مذاهب الفقه واجتهادات الفقهاء قد بدأت في الظهور والتعلق مع نهاية الدولة الأموية ومع انحصر القيود الشكلي للدولة الدينية ووصلت الغاية في العصر العباسي الأول يكد القرئ يلاحظ علاقة طردية بين دنيوية الدولة وتألق الفكر والأدب والعلوم والفنون والفقه فحينما تزداد هذه يتألق أولئك وعلى العكس من ذلك يدمحل كل شيء مع ازدياد سطوة الدين في دولة الدينية إلا العبادة وقصص الزهاد وأقوال الصالحين ولأحسب أن ما أذكره هنا استنتاج بقدر ما هو حقيقة بسيطة وواضحة وقد مدى عهد الراشدين وخلدت لنا كتب التاريخ سكناته وأحداثه فلم نسمع فيه قصيدة اللافتة أو فنان يضطرب أو يحز الوجدان أو يبقى للأجيال ذلك لأن الفن حرية والحرية لا تتجزى والفنان لا يتعلق إلا إذا حسب فكره طليقا وبوجدانه منطلقا وبوجدان الآخرين مرحبا وبأذهان سعيدة بإبداعاته مستعدة أن تغفر له شطحاته مقبلة على الحياة لا على الموت متفتحة للنغم لا للوعيد ولا أحسب أن ذلك كله جزء من طبيعة الدولة الدينية بل هو متنافر معها كل تنافر متناقض مع قواعدها أشد التناقض ولعل إحدى مشاكل الداعين للدولة الدينية أنهم يدركون أنها تحجر على كل إبداع أو تفتح أو إجهاد للذهن أو إجهاد للعقل وأن كل ما يعيشه الناس ويتقبلونه تقبلا حسنا لا يمكن قبوله بمقاييس الدولة الدينية بحال فالأغاني مرفوضة والموسيقى مكروهة مع عدد درب على الضفوف والمغنيات فاجرات النمسات المتنمسات والمتغنون بغير الذكر ومدح الرسول فاسقون يلهون المسلمين عن ذكر الله ويدعونها من الفاحشة وممارسة المرأة للريادة فتنة وإثارة للفتن واختلاطها بالرجال جهر بالفسق والتمثيل مرفوض لأنه كذب ولأن هزله جد وجد به هزل ورسم الصور للأحياء حرام وإقامة التماثيل شرك والديمقراطية مرفوضة لأنها حكم البشر وليس حكم الله ومعاملة أهل الذنب على قدم المستوات إن لم تكن منكرا فهي مكروهة وموالاتهم مخالفة لمعلوم من الدين بالدرورة ولا ولاية للمرأة ولا ولاية للذنبي وباختصار عليهم أن يهدموا كل شيء ويظلموا كل شيء ويمنعوا كل شيء وأن تقوم دولتهم على أنقاد كل شيء وبديهي من أن الحديث في هذا الإطار عن حرية الفكر لغو وأن الدعاء حرية العقيدة هرأ وأن تصور نهضة الأدب أو الفن نوعا من أحلام اليقظ لا يستقيم مع الواقع ولا يستقيم الواقع معه ولعل هذا أحد أسباب حرصهم على امتناع عن بلورة برنامج السياسي المتكامل به قدر قليل من المواعد والكلمات الطنانة وقدر كبير من تصور الواقع معايشته وبه قدر نلوم عقول من احترام عقولنا ناهيك عن احترام مشاعرنا وننتقل إلى دولة العباسيين قراءة جديدة في أوراق العباسيين ليست الدولة العباسية في حاجة إلى تقديم فقد قدمت نفسها بنفسها على يد مؤسسها السفاح أول خلفاء بني العباس المعلن على المنبر يوم مبايعته أن الله رد علينا حقنا وختم بنا كما افتتح بنا فاستعدوا فأن السفاح المبيح هو الثائر المبير وقد أثبت السفاح أنه جدير بالتسمية فقد بدأ حكمه بقرارين يغنيان عن التعليق وأظن أنه ليس لهما سابقة في التاريخ كله كما لأظن أن أحدا بعد السفاح قد بزه فيما أتاه أوفاقه فيما فعل أما القرار الأول أو القرار رقم واحد بلغة العصر الحديث فهو أمره بإخراج جثث خلفاء بني أمي من قبورهم وجلدهم وصلبهم وحرق جثثهم ونثر رمادهم في الريح وتذكر لنا كتب التاريخ ما وجدوه فيقول ابن الأثير فنبش قبر معاوية بن أبي سفيان فلم يجدوا فيه إلا خيط مثل الهبع ونبش قبر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان فوجدوا فيه حطاما كأنه الرماد ونبش قبر عبد الملك بن مروان فوجدوا جنجمته وكن لا يوجد في القبر إلى العضو بعد العضو غير حشام بن عبد الملك فإنه وجد صحيحا لم يبل منه إلا أرنبت أنفه فدربه بالصيات والصلبة وحرقه وذراه في الريح وتتبع بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم فأخذهم ولم يفلت منهم إلا رضيعا أو من هرب إلى الأندلس ويروي المسعودي القصة بتفصيل أكثر فيقول حكى الحيثم بن عدي الطعي عن عمر بن أحنق قال خرجت مع عبد الله بن علي لنبش قبور بن أمية في أيام أبي العباس السفاح فانتهينا إلى قبر هشام فاستخرجناه صحيحا ما فقدنا منه إلا خورمة أنفه فضربه عبد الله بن علي ثمانين سقطا ثم أحرقه واستخرجنا سليمان من أرض دابق فلم نجد منه شيئا إلا صلبه وأدلعه ورأسه فأحرقناه وفعلنا ذلك بغيرهم من بني أمية وكانت قبورهم بقنسرين ثم انتهينا إلى دمشق فاستخرجنا الوليد بن عبد الملك فما وجدنا في قبره قليلا ولا كثيرا واحتفرنا عن عبد الملك فلم نجد إلا شؤون رأسه ثم احتفرنا عن يزيد بنوع معاوية فلم نجد إلا عظما واحدا ووجدنا مع لحده خطا أسودا كأنما خط بالرماد في الطول في لحده ثم أتبعنا قبورهم في جميع البلدان فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم والعلي أصرح القارية بأنني كثيرا ما توقفت أمام تلك الحادثة بالتأمل سعيا لتفسيرها أو تبريرها دون جدوة مستشبعا لها دون حد فقد يجوز قتل الكبار تحت مظلة سراع الحكم وقتل الصغار تحت مظلة تأمين مستقبل الحكم ومحول آثار تحت مظلة إزالة بقايا الحكم السابق لكن إخرج لثث وعقابها وصلبها وحرقها أمر جلل والطريف أن البعض رأى في ذلك معجزة إلهية فالجثة الوحيدة التي وجدت شبه كاملة وعذبت إنجاز التعبير وصلبت وحرقت ثم نثر رمادها في الريح هي جثة هشام بن عبد الملك وقد رأى البعض في ذلك انتقاما إلهيا من هشام إذ خرج عليه زيد بن علي بن الحسين وقتل في المعركة ودفنه رفاقه في ساقية ماه وجعلوا على قبره التراب والحشيش لإغفاءه فاستدل على مكانه قائد جيش هشام فاستخرجه وبعث برأسه إلى هشام فكتب إليه هشام أن سلبه عريانا فصلبه يوسف كذلك وبنى تحت خشبته عمودا ثم كتب هشام إلى يوسف يأمره بإحراقه وذروه في الرياح وإذا فسرنا ما حدث لهشام بالانتقام وبالجزاء من جنس العمل فبماذا نفسر ما حدث لغيره وفي أي نص من كتاب الله والسنة الرسولة وجد العباسيون ما يبرر فعلتهم وأين كان الفقهاء والعلماء من ذلك كله أين أبو حنيفة وعمره وقتها قد تجاوز الخمسين وأين مالك وعمره وقتها قد تجاوز الأربعين ولما لاذ بالصمت ولما لاذ غيرهم بما هو أكثر من الصمت أقصد التأييد والتمجيد والأشعار ولواية الأحاديث من سبل الرسول والمنذرة بخلافة السفاح ومنها ما أورده بن حمل في مسنده مثل يخرج رجل من أهل بيته عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن يقال له السفاح فيكون إعطاؤه المال حثي ومثل ما ذكره التبري من أن رسول الله علم العباس عمه أن الخلافة أول إلى ولده فلم يزل ولده يتوقعون ذلك أو لعلهم كانوا مشغلين بقصة مأتبة السفاح وهي ما أشرنا إليه بالقرار الثاني في خلافته وهو قرار خليق بأن يدرس في أيامنا هذا في معاهد السينما كنموذج رائع لحبكة الإخراج وتسلسل السيناريو وترابطه ليس هذا فحسب بل إن القرار قد سبقته بروفا أي تجربة حية في نفس موقع التمثيل ولن يشك القارئ في أن كل ما حدث كان مرتبا وأن الأقدمين كانوا على دراية واسعة بفن التشويق وكانوا أيضا على مقدرة كبيرة في تدبير المفاجأة ثم تبريرها بحيث تمر طبيعية ومتناسقة ومتسقة مع سياق الأحداث ولنبدأ بالبروفا ونقرأها معا كما ذكرها ابن الأثير دخل سديف الشائر على السفاح وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك وقد أكرمه فقال سديف لا يغرن كما ترى من رجال إن تحت الضلو عداء دوية فدع السيف وارفع السوت حتى لا ترى فوق ظهرها أموية فقال سليمان قتلتني يا شيخ ودخل السفاح وأخذ سليمان فقتل ومن قراءة ما ذكره ابن الأثير يمكن ترتيب سيناريو الأحداث على نحو التالي السفاح يؤمن أحد كبير الأمويين نجل خليفة سبق السفاح يبلغ في تأمينه وتمعنته بدعوته إلى الطعام وإكرامه يدخل شعر على السفاح ويبدو دخوله كأنه مفاجأ ينتق الشعر بأبيات تدعو للانتقام من الأمويين وتستنكر معاملتهم بالرفق أو اللين يصرخ الأموي قائلا قتلتني يا شيخ ينفعل الخليفة في قول الشاعر فيقتل الأموي ينتهي المشهد والآن إلى القرار أو الحادثة أو الفيلم الكامل لما فعله السفاح بعد ذلك وكرر فيه نفس ما حدث في البروفا مع إتقان أكثر وتفنن غير مسبوق في التمثيل بالأمويين والنقرأ معا ما ذكره ابن الأثير دخل شبل بن عبد الله مولي بني هاشم وفي رواية أخرى سديفه على عبد الله بن علي وفي رواية أخرى على السفاح وعنده من بني أمي نحو تسعين رجل العطام فأقبل عليه شبل فقال أصبح الملك الثابت الأساسي بالهلاليل من بني العباسي طلبوا وطر حاشم فشفوها بعد ميل من الزمان يوباسي لا تقيلن عبد شمس عثار وقتعن كل رقلة وغراسي ذلها أظهروا التودد منها وبها منكم كحر المواسي أنزلوها بحيث أنزلها الله بدل الهوان والإتعاسي إلى آخر القصيدة فأمر بهم عبد الله وقيل أنه السفاح فالضربوا بالعمد حتى قتلوا وبسط عليهم الأنطاع فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنين بعدهم حتى ماتوا جميعا والرواية السابقة تبدأ بتأمين السفاح للأمويين الذين زد عددهم هذه المرة إلى تسعين والمأدبة هي نفسها وما دام المضيف هو الخليفة في الكرم وارد والطمأنين لا حد لها وفجأة يدخل الشاعر ويستنكر إكرامهم ويدعو للثار منهم فيتغير وجه الخليفة ويقوم إليهم ثائرا إلى آخرة وهنا نتوقف لأن هنا جديد مفزع فقد أمر السفاح بدرب رؤوسهم بأعمدة حديدية بحيث تتلف بعد مراكز المخ ويبقى الجسد حيا مسترعا بين الحياة والموت وما أن يرى السفاح ممه تسعين جسدا منتفذا تقترب مسرعة من الموت وترتفع أصواتها بالأنين حتى يأمر بوضع مفارش المائدة فوقهم ثم يجلس فوق هذه المفارش ويأمر بالطعام فيضع أمامه فوق الأجساد ويبدأ في تناول عشائه بينما البساط محد هنا ومحد هناك وبين همود وهمود يزدر دخوة لقمة من هذا التبق ولقمة من ذاك حتى همد البساط كله ففرغ من طعامه وتوجه إلى الله بالحمد وإلى حراسه بالشكر وإلى خاصته بالتهنيع ولعله قال لنفسه أو لخاصته والله ما أكلت أهناء ولا ألذ ولا أطيب من هذا الطعام قد فليس أقل من هذا الحديث ما يلاقي مسلوك السفاح ذلك الذي يزدرد اللقيمات على زفرات الأنين ويساعده على الهدم صعود الأرواح وقد نفهم أن يقتل الحاكم الجديد حكم الأمس أو أن يتخلص بالقتل من منافسه على الحكم أو منويه على السلطة فقد حدث هذا كثيرا وأقرب لما تجهي مذبحة الممليك بالقلع على يد محمد علي لكن ما لا نفهمه أن يجلس الخليفة فوق الضحايا وأن يهناء له الطعام فوق بركة من الدماء وعلى بساطة يتراجر مع استراع الأجساد وعلى أنغام من صراخ الضحايا حين يواجهون الموت ولربما وهم يسعون إليه هربا من الألم والعذاب نحن هنا أمام تساؤل تترحه هذه الحادثة وأمثالها كثير قبل السفاح وبعد السفاح ربما ليست بهذه الروع في الإخراج أو الحنك في التدبير أو السادية في العبير لكنها في النهاية تحمل نفس الدرالة وتنقل إلينا نفس الرسالة يتساوى في ذلك مقتل حجر من عدي على يد مغاوي أو الحسين على يد يزيد أو ابن الزوير على يد الحجاش أو زيد بن علي على يد هشام هو التساؤل عن كنه الخلافة التي يدعون أنها إسلامية وينادون بعودتها من جديد هل هي إسلامية حقا فنزنها بمقياس الإسلام فتخرج منه وتنبو عنه وينتهي الحوار حولها إلى موجز مفيد فحواه أنهم ادعوا أنها إسلامية فأثبتنا أنها لم تكن وكفى الله المؤمنين شر الخلافة أم أنها كانت حكما استبدادية نتسطر برداء الدين فنثبت عليهم الحجة ونلقمهم حجرا علمانيا حين نوضح لهم الفرق بين استبداد الحكم الديني في العصور الوسطى وصور الاستبداد والتعذيب والجبروت وعلمانية العصر الحديث عصر الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الآدمية أحسب أن الأمر لا يخرج عن ادعاء من الادعائين وأحسب أيضا أن الإجابة واضحة في الحالين غير أن ذلك كله يترح سؤالا أكثر وضوحا وهو لوضوحه وبساطته لا يحتاج من القرأ إلى جهد واجتهاد إجابته هل صحيح أن العلمانية هم غرب لا هم شرق وأنها مبررة في الغرب باستبداد الحكم بالدين أو باسم الدين بينما لم نعرف نحن في الشرق نذيرا لذلك أو مثالا له أحسب أنه لو كان مبرر العلمانية في الغرب هو استبداد الحكم في ذر الكنيسة لكن مبررها في الشرق هو استبداد الحكم في ذر الخليفة سلطان الله في أرضه القاتل لمن يشاء المانح للعطاء والمانح للبلاء وإذا كان السفاح قد وصف نفسه على المنبر بأنه السفاح المبيح فإن رياح بن عثمان والي المخليفة المسؤول على المدينة قد وصف نفسه على المنبر الرسوم بما هو أنكى حيث قال يا أهل المدينة أنا الأفع بن الأفع وإذا تباه الخلفاء بأنهم سفحون وتباه الولاة بأنهم أولاد الأفع أيبقى من يدعي أن الاستبداد باسم الدين هم غرب وأن العلمانية كخلص منه فكر عربي وافد لعلقة له بواقع الشرق وهمومه أحسب أن البعض الآن يرطد بينه وبين نفسه وهو يصطاد في الماء العكر ويتوقف كثيرا عند السفاح حتى أن المأربه في التعن في الخلافة الإسلامية لكن ردا عليه يسير فليست هناك علاقة بين السفاح وبين الإسلام أو الحكم به فليقل عنه ما يشاء وليطعن فيه كما يشاء وليحاور وليداور فليس في هذا كله غناء فالمسافة بين حكم السفاح والحكم بالإسلام كالمسافة بين الأرض سبع أرض والسماء سبع سماء ولحسن الحد حظه وحظ القارئ أن الرد على ذلك من أيسر ما يكون فلولا الإسلام المظهر للجوهر والرداء للمدمون ما فعل السفاح ما فعل لا هو ولا سابقه ولا لاحقه فأي ولا إن كان يربط المصري مثلا بالسفاح في الأنبار أليس هو الولاء لخليفة المسلمين وللحاكم باسم الإسلام وأي دافع لهذا الولاء أليس الدافع والارتباط بالإسلام وجيوش الأحاديث النبوي التي نسبها الوداعون للرسول حول خلافة بني العباس واجتهادات الفقهاء عن طاعة الخليفة ولكان غاشما وفسق الخارج عن الطاعة وكفر المفارق للجماعة وأي مدخل ساقه السفاح في خطاب توليته وتنقلها الرؤت وردده الوعاظ أليس هو مدخل العدل والتقى والعقيدة أليس هو القائل على المنبر الحمد لله الذي استفى الإسلام وشرفه وعظمه واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحسنه والقوام به والذابين عنه والناصرين له وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها وخصنا برحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته إني لأرجو أن لا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الخير ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاة وما توفيقون أهل البيت إلا بالله ولأنه كان متواعكا فقد أكمل داود بن علي الخطب فقال لكم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذمة العباس رحمه الله أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة منكم والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسكم فإن الأمر أمركم فإن لكل أهل بيت مصر وإنكم مصرون ألو أنه ما صعد منبركم هذا يقصد منبر الكوفة خليفة بعد رسول الله إلا أمير الممنين علي وأمير الممنين عبد الله بن محمد وأشر بيده إلى أبي العباس فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منه حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم الحكم بما أنزل الله إذن كان وسيلته إلى قلوب الناس وبيعتهم وولائهم السير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله كان معاهد عليه الناس وما بايعه الناس عليه الحديث المختلق عن خلافة العباسيين حتى يسلموها إلى عيسى بن مريم كان السبيل لاستسلام الرعي لقدرها والانشغال عن ظلم الأولاد بصدق النبوءة المدعات هكذا بدأ أمر العباسيين وهكذا يبدأ أي أمر للحكم الديني وتحت نفس الدعاوي البراقة التي نسمعها اليوم كما سمعها الكوفيون بالأمس الحكم بما أنزل الله السير بسيرة رسول الله تطبيق شرع الله العدل البركة وهكذا كان ينتهي الأمر دائما كما رأينا في أول عهد السفاح ثم كما سنرى بعد عهد السفاح ذلك الذي لا ينتهي الحديث عنه إلا بذكر سنة استنها ثم أصبحت قاعدة لمن تلاه من خلفاء بن العباس ونقصد بها عدم احترام العهود والمواثيق والفتك بالأنصار قبل المناهضين وقد فعل السفاح ذلك في وقعتين شهرتين الأولى حين عطى ابن هابيرا قائد جيوش مروان بن محمد آخر الخلفاء لموهيم كتابا يحمل إمضاءه ويتعاحد له بالأمان ثم قتله بعد أيام من استسلامه والثاني حين قتل وزيره أبو سلم الخلال أحد مؤسسي دولة العباسية في الكوفة وتعمد أن يتم ذلك على يد أبي مسلم الخرصني المؤسس الأول للدولة حيث لا يعرف تاريخ الدولة العباسية في عهد السفاح فضلا إلا لرجلين أولهما أبو مسلم الذي أسس الدولة في خرصان وسلم الخلافة إلى السفاح وثانيهما عبدالله بن علي عم السفاح وقائد جيوش العباسيين في موقعة الزاب التي انتصر فيها للأمويين انتصارا نهائيا ويقال أن السفاح كان يسعى لقتل الاثنين وهو ما لا نجد دليلا عليه في كتب التاريخ غير أن أبا جعفر المصور ثاني الخلفاء العباسيين والمؤسس الحقيقي للدولة العباسية والذي يحتل فيها موقعا مناظر لموقع معاوية في دولة الأمويين قام بذلك الواجب خير قيام فصلت أول أبا مسلم الخرصاني لقتل عبدالله بن علي ثم تولى هو بنفسه قتل أبي مسلم ولم يشفع له الصياحة بمسلم استبقني يا أمير المؤمنين لعدوك بل رد عليه وأي عدو لي أعد منك وليس للقارئ أن يتعجب حين يعلم أن أبا مسلم لم يفعل للسفاح ثم للمنصور إلا كل الخير وأنه كان صاحب الفرل الأول عليهم وعلى دولتهم لكن ذلك بالتحديد كان السبب قتل المنصور له فقد دخل عليه ولي وعاته عيسى بن موسى فوجد أبا مسلم قتيلا فقال قتلته قال نعم قال إن لله وإن إليه راجعون بعد بلائه وأمانته فقال المنصور خلع الله قلبك والله ليس لك على وجه الأرض عدو عد منه وهل كان لك ملك في حياته؟ هذا نموذج لمثالي لمعرف باسم ميكافيليا نسبة لميكافيلي هو التي توجز في تبريد وسيرة بالغاية وتفصل في تطبيق ذلك على شؤون حكم وسيرة الحكام وتبدو جلية على يد المنصور الذي وطأ بأقدامه عناق الرجال وتفرد بأسلوبه المميز في الحكم فهو يبدأ أولا بالتخلص من أصحاب الفضل عليه ثم يتحول إلى المعارضين وهو لا يعرف إلى القتل وسيلة للقضاء على معارضيه ولا يعرف للعواتف سبيلا ولا تعرف العواتف إليه طريقا ولأنه قوي لم يحترم إلا القوة ولعل هذا ما يفسر أعجبه هشام بن عبد الملك وأصه له بأنه رجل بني أمية ثم أعجبه الشديد بعبد الرحمن بن معاوية بن هشام الخليفة الأموي في الأندلس على رغم من هزيمة جيشه على يديه في شبيلية بل ربما بسبب هذه الهزيمة التي لم تردعه ولم تمنعه من محاولات استمالته بالهدايا وأصفه قائلا اقتحم جزيرة شاسعة المحل نائية المطمع عصبية الجند درب بين جندها بخصوصيته وقمع بعضهم ببعض بقوة حيلته واستمال قلوب رعيتها إن ذلك لهو الفتى كل الفتى الذي لا يكذب ماذحه بل يقال أن المنصور هو الذي ثم عبد الرحمن بسق القريش ولما فشل في استمالته بالتودد أظهر وجها آخر لأسلوبه السياسي وهو الوجه الذي أظهره تشارشل في الحرب العالمية الثانية عندما أعلن أنه مستعد للتحالف مع الشيطان لهزيمة النازية وهو نفس ما فعل أبو جعفر حين تحالف مع شرلمان ثم مع بيبين ملكي الإفرنجة ضد عبد الرحمن الخليفة الأموي المسلم وهو التحالف الذي فشل في هزيمة عبد الرحمن ونجح في ذلك الوقت في إقرار قاعدة المنصورية افعل أي شيء اسلق أي سبيل تحالف مع عاد الأعداء المهم أن تصل إلى غايتك وتنتصر على عدوك وخلال ذلك كله انسى الإسلام وتغافل عن أحكام القرآن وتجاهل السنة وابتعد بقدر ما تستطيع عن سيرة الرشدين وتذكر فقط أنك سلطان الله في أرضه وذل الله الممدود بينه وبين خلقه واستند في حكمك إلى حق بني العباس في الخلافة ليس إلى حق الرعية في الاختيار ولعل هذا المنهج هو ما قادر علويين لمناهدة المنصور فما دام النسب هو الفيصل فهم أقرب إلى الحكم وأحق بالخلافة وقد دار حوار طريف بين المنصور من ناحية ومحمد العلوي المشهور باسم النفس الزكية وأخي إبراهيم من ناحية أخرى ومبعث الطرفة أن الحوار كله يدر حول إثبات حقية الخلافة بالنسب مع تجاهل كامل لما يسمى بالشعب أو ما كان يدلق عليه وقتها اسم الرعية فمحمد النفس الزكي وأخوه إبراهيم يرين أنهما من نست علي وفاطمة وأنهما حفيدا الرسول وأنهما بهذا ولهذا حق والمنصور يرى أن العم أقرب من ابن العم وأنه بذاك ولذاك حق وأنا بعد استئذان القارئ أرى أنها مأساة نبايع حاكما لمجرد أنه من نسل علي أو أنصر حاكما آخر لأنه من نسل العباس وأتجاوز فأقول أنه لو عاشر الرسول من نسله ذكور ما باعت حفيدا من أحفاده لمجرد انتسابه إليه فالنبوة لا ترث والصلاح لا ينتقل بالضرورة للأبناء ولا منع أن يكون نوح نبيا وأن يكون ابنه في ذات الوقت عمل عمل غير صالح غير أن الطريفة في حوار المنصور والنفس الزكية أنه انتقل إلى الغمز فالنفس الزكية يرد على عرض المنصور بالأمان بغمزة موجعة حين يذكر أي الأمانات تعطيني أمان بن هبيرة أم أمان عمك عبدالله بن علي أم أمان أبي مسلم فيرد عليه المنصور غامزا في الحسن جد النفس الزكية قائلا ثم كان الحسن فباعها معاوية بخرق ودراهم ولحق بالحجاز وأسلم الشيعته بيد معاوية ودفع الأمر إلى غير أهله والمنصور يشير إلى مبايعة الحسن لمعاوية أو بمعنى أدق إلى الصلح بينهما ذلك الصلح الذي أثار مشكلة بسبب بطء وسائل الاتصال في تلك الأيام فقد أرسل الحسن لمعاوية يصالحه على شروط مالية وفي نفس الوقت كان معاوية قد أرسل للحسن صحيفة بيضاء ختم أسفلها وترك للحسن أن يشارط فيها ما يشاء وصلت الرسالتان في وقت واحد وتمع الحسن فكتب في صحيفة معاوية شروطا جديدة طلب فيها أدعف ما طلب في رسالته وعندما انتقيا تمسك معاوية بخطاب الحسن وتمسك الحسن بخطاب معاوية ثم تصلح على خمسة ملايين هي أموال بيت مال الكوفة ولسنا في مجال تقييم فعل الحسن وحسبنا أن نذكر أنه استراح وأراح أراح المسلمين من القتال وأراح عبدالله بن عباس الذي ما إن علم بالذي يريد الحسن عليه السلام أن يأخذه لنفسه حتى كتب إلى معاوية يسأله الأمان ويشترد لنفسه على الأموال التي أصابها فشرت ذلك له معاوية وسوف يأن أبن عباس بما حصل عليه من مال البصرة حتى نهاية حياته فقد قتل علي وتنازل الحسن وسمح معاوية وسوف يهنو أيضا الحسن بمال الكوفة حتى حين وسوف يتخلص منه معاوية بدس السملة حين يرشح يزيدا لخلافته ونعود إلى المنصور الذي لم يتحمل محاورات محمد دويلا فقبد على أبيه وعمومته وكثير من أهله وحبسهم معذبين حتى الموت وهاجم محمدا بالمدينة وقاتله حتى قتله ثم هاجم أخاه براهيم في البصرة وقاتله حتى قتله ولم يكن المنصور في ذلك كله مدافعا إلا عن الملك فقد ذكر أن المنصور هيئت له عجرة من مخ وسكر فاستطابها فقال أرد ابراهيم أن يحرمني هذا وأشباه والشاهد هنا أن أحد الطرفين كان يدافع عن النسب وأن الطرف الآخر كان يدافع عن العجرة وأن المسلمين في الفريقين كانوا يعتقدون أنهم يدافعون عن صحيح الإسلام دليلون على ذلك ما حفلت به خطب الفريقين من آيات وأحاديث ووعد بالجنان ووعيد بسقر ولم يكن الأمر عسيرا بالنسبة لمحمد وابراهيم فآيات الحكم بما أنزل الله موجودة وما أيسر أن ينتقل منها إلى الحديث عن شمائل الرسول وفضائل علي ولم يكن الأمر عسيرا أيضا على المنصور فما أكثر الأحاديث عن شق عصى الطاعة ومفارقة الجماعة وما أيسر الاستشهاد بآيات الإفساد في الأرض فقد روي عن المنصور أنه عندما تسلم كتاب انتصار جيشه على إبراهيم تلى هذه الآية وألقين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاءها الله ويسمعون في الأرض فسادة والله لا يحب المفسدين ثم سعد إلى المنبر وقال أستعد من وعظ بغيره اللهم لا تكن إلى خلقك فنضيع ولا إلى أنفسنا فنعجز فلا تكن إلا إليك وهكذا أقنع أفراد جيش المنصور أنفسهم بأن الله نصر الحق بهم وسيجد الله الشاكرين وأقنع من تبقوا من جيش محمد وأبراهيم نفسهم بأنه اختبار من الله وبلاء إلى حين وسيجد الله الصابرين وانتلق كل فريق قانعا بما اعتقد أنه جزاؤه من عند الله ولم تنقل لنا كتب التاريخ خلال ذلك كله موقفا مشهودا لفقية أو دفاعا طليا عن الحق من إمام من أيامة المسلمين وما أكثرهم في عهد المنصور فقد عاصره أبو حنيفة ومالكة والأوزعي وعمر بن عبيد سفيان الثوري وعباد بن كثير واجعفر بن محمد الصادق وغيرهم وما كان تعذيب المنصور لأبي حنيفة وحبسه وجلده ولست السم له في النهاية إلا لرفضه ولاية القضاء وما كان جلد المنصور لمالك وهو عالي جسد أي المنصور العورة تشهيرا به إلا لذكره حديث عن الرسول لم يعجبه وكل الموقفين لا يصلحان نموذج للإجهاد أو مثالا على منواءة الحاكم إنحد أو دليلا على أن الحق يعرف بالرجال وينصر بالرجال وينبري للدفاع عنه الرجال ولا بأس أن ننهي حديث المنصور بحديث بن المقفع الذي أرسل المنصور كتابا صغير الحجم عظيم القيمة اسمه رسالة الصحابة نصح فيه الخليفة بحسن اختيار معاونيه وحسن السياسة الرعية وكان في نصه رفيقا كل الرفق رقيقا غاية الرقة ولعله كان ينتظر من المنصور تقديرا أذبيا ومجديا يليق بجهده ولعله لم يتصور أن مجرد استعي النصر للمنصور جريمة وأن غاية دور الأذيب في رأيي المنصور يمدح ومنتهى دور المفكر أن يؤيد وأن عقب من يتجاوز دوره كما فعل ابن المقفع أن يفعل به كما فعل بابن المقفع الذي قطعت أطرافه قطعة قطعة وشويت على النار أمام عينيه وأتعم إياها مجبرا قطعة قطعة حتى كرمه الله بالموت في النهاية ولعله تسأل وهو يمدغ جسده بأمر أمير المؤمنين أي أمير وأي مؤمنين ولعله أدرك ساعتها ما نتمنى أن يدركه من يتنادون بالخلافة ويتغنون بالشغر ويهاجمون الحكام العلمانيين ويتصورون في الدورة الدينية ملاذا وفي الحكم باسم الإسلام موئلا ورحمة وفي التطبيق الفوري للشريعة وحدها عدلا واستقامة وفي الديمقراطية جورا وحكما بالهوى ولعلنا نذكرهم أن المنصور وإن دخل التاريخ من باب الجبروت إلا أنه تركهم من باب رجال الدولة العظماء وهو إن جارف بفتوى البعض من الفقهاء وخوف البعض وسمت البعض الآخر وهو إن قسف بهدف بناء هيبة الدولة وأركان الحكم بمقاييس عصره وهو إن أسرت دم أنهارا فقد بنى بغداد والرصافة وحمى ثغور الدولة الإسلامية وأعاد التماسك إلا بنيانها وكنت حكمته البليغة نصب عينيه إذا مد عدوك إليك يده فاقطعها إن أمكنك وإلا فاقبلها وقد كان رجل من القوة بحيث لم يقبل يد أحد وأورث أولده المهدي رعية مطيعة وثغورا منيعة وأورثها المهدي إلى ولديه الهادي ثم هارون الرشيد وأورثها هارون الرشيد لأولاده الثلاثة الأمين في المأمون في المعتسم وأورثها المعتسم لولده الواثق وبحكم الواثق انتهى ما يعرف بالعصر العباسي الأول أكثر عصور الدولة الإسلامية نحدة وحضارة وإذا توحينا الصدق لسدنا وفقها وطهارة وإذا أردنا استكمال الصورة لأدفنا وفسقا ومجونا وليس فيما ذكرنا مبلغة أو سعيا وراء سجع الكلمات أو تنتلت الرواة وإنما هي الحقيقة لا أقل ولا أكثر فقد اجتمع كل ذلك معا ففي النهضة والحضارة يزهو عصر المأمون ويتعلق فكر المعتزلة وتزدهر الترجمات ويكفي أن نذكر في العصر العباسي الأول من أسماء اللغويين سبوي والكسعي ومن أسماء الأدباء والمؤرخين والشعراء حماد الروية والخليل بن أحمد والعباس بن الأحنف وبشار بن برت وأبو نواس وأبو العتاهي وأبو تمام والواقدي والأسمعي والفراء وغيرهم أما في الفقه والطهارة فهناك أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حمل والأوزعي والليث بن سعد وصفيان الثوري وعمر بن عبيد وأبو يوسف الحنفي وأسد الكوفي الحنفي والزهري وابراهيم بن أدهم الزاهد ونأفع القارئ وورش القارئ وأبو معاوية الدرير وصفيان بن عيين ومعروف الكراخي الزاهد وعلى الردة بن موسى الكاذم وأحمد بن نصر الخزاعي وغيرهم أما الفسق والمجون فأبوابهما كثيرة وفنونهما شتة وهناك في البداية ما يمكن أن نسميه بالمناخ العام وهو الإتر الذي يسمح بالفسق ولا يستنكف المجون أو ما هو أكثر فقد امتلأت عاصمة الخلافة بالحنات وانتشر شرب الخمر والغناء في مجال السرعية ووجد جميع مخرجا طريفا لما يفعلون فقد اشتهر عن فقهاء الحجاز إباحة الغناء واشتهر عن فقهاء العراق من أتباع أبي حنيفة إباحة الشراب فجمعوا بين فتوى الفريقين ولخصوا مذهبهم في قول الشاعر أرأيه في السماع رأي حجازي وفي الشراب رأي أهل العراقي أو في قول ابن الرمي أباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر وقال الحجازي الشربان واحد فحل لنا من بين قوليهما الخمر سأخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر ولعل بعد القراء يندهشون وربما يسمعون للمرة الأولى أن أبا حنيفة قد أباح أنواع من الخمور بل ولعل أصالحهم بأن فتوى أبو حنيفة قد أجابت على أثوار حائر كان يدور في داخلي وأن أقرأ عن الشراب والمنادمة في مجالس الخلفاء أهل وصل بهم التحلل من قيود الدين والخروج على قواعد الإسلام أن يجاهروا بشرب الخمر في مجالسهم دون أدنى قدر من الحفاظ على المظاهر أمام الرأية ولعل فيما عرضه الاستاذ أحمد أمين في كتابه دحى الإسلام عن خلاف الفقهاء حول الخمر ورأي أبي حنيفة فيها فيما يوضح الأمر للقارئ ذهب الآئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى سد الباب بتاتا ففسروا الخمر في الآية السابقة بما يشمل جميع الأمدة المسكعة من نبيذ التمر والزبيب والشاعر والذر والعسل وغيرها وقالوا كلها تسمى خمرا وكلها محرمة أما الإمام أبو حنيفة ففسر الخمر في الآية بعسير العنب مستند للمعنى الغوي لكلمة الخمر وأحاديث أخرى وأدى به اجتهاده لتحليل بعض أنواع من الأنبذة كالنبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخ وشرب منه قدر لا يسكر وكنوع يسمى الخليطين وهو أن يأخذ قدر من تمر ومثله من زبيب فيدعهما في ناء ثم يصب عليهم الماء ويتركهما زمان وكذلك نبيذ العسل والتين والبر والعسل ويظهر أن الإمام أبو حنيفة في هذا كان يتبع السحابي جليل عبدالله بن مسعود فقد علمت من قبل أن ابن مسعود كان إمام مدرسة العراق وعلمت من قدر الارتباط بين فقي أبي حنيفة وابن مسعود ودليلنا على ذلك ما رواه صاحب العقد عن ابن مسعود من أنه كان يرى حل النبيذ حتى كثرت الرويات عنه واشتهرت وأذيعت واتباعه عمة التابعيين من الكوفيين وجعلوه عذم حججهم وقال في ذلك شاعرهم من ذا يحرم ماء المزن خالطه في جوف خابية ماء العناقيد إني لا أكره تشتيد الروات لنا فيه ويعجبني قول ابن مسعود كان ما سبق هو المناخ العام أو الأرضية الممهيدة للغناء والشراب وما يرتبط بهما من لهو وقيان وغلمان أما اللهو فسمة العصر وأما القيان ففارسهم المهدي وولده الرشيد وأما الغلمان ففتاهم الواثق وسوف ياتي حديث كل منهم في مودعه غير أن نتوقف قليل أمام فتاوى الخمر السابقة متأملين متعجبين من تشدد المعاصرين فالبعض منهم يسر ولا أن عقوبة الخمر أحد الحدود وهو في ذن يتجاوز الحقيقة مندفعا بحصن النية والأرجح في تقديرنا أنها عقوبة تعزيرية نشترك في هذا مع رأي الشيخ محمود شرطوت وغيره ومن الواضح في فتوى أبي حنيفة ومذهب بن مسعود أن العقوبة قاسرة على السكر البين أما شرب القليل من أكثر أنواع الخمور فلا عقوبة عليه وهنا يبدو منطقيا أن تسقط عقوبة الباع والمشتري والناقل والصانع إلى غير ذلك مما اجتهد بشأنه المتشددون وساقوا عليه الأذلة والأحاديث ولبأس ما دمنا نتحدث عن المتشددين أن نذكر إصرارهم على الأخذ بالحد الأقصر العقوبة وهو الجلد ثمانين وهم في ذلك يستندون إلى قياس لعلي بن أبي طالب حين سأله عمر المشور فقال له من سكر فقد هذا ومن هذا فقد افترى وحده ثمانون ومعنى هذا أن عليا افترد أن من يسكر يفقد عقله وأن من يفقد عقله يسهل عليه قذف الآخرين ومن هنا يمكن أن يجدد حد القذف أي ثمانين جلده والغريب أننا لم نناقش هذا القياس أو نراجعه وشاعد تسلم به وكأنه تنزيل من التنزيل بينما هو في تقديرنا قياس أقل ما يصف به أنه غير دقيق فما إسر أن سوق علم واله أكثر من قياس وأكثر من عقوبة دون أن يملك من سلم بالقياس الأول أن يعترضوا علينا فمثلا نقول من سكر فقد صوابه ومن فقد صوابه زنى أو قتل أو سرق وحده الرجم أو القتل أو القطع بل نستطيع أن نقول من سكر فقد صوابه ومن فقد صوابه فلا إقاب عليه فيما فعل ويسقط القياس والاستدلال من أساسه ولعل أغرب ما لاحظناه على عكس ما كنا نتصور أن السابقين كانوا أكثر تسامحا ربما لأن الحياة كانت معطاعة وكانت سعى أبو بالاجتهاد أحد عطيها وقد سقنا في الأمور المشتبهات لغسط التنقل بين فقه الحجاز وفقه العراق ونسق أيضا ما كان منتشرا حتى عهد أجدادنا القريب وهو تعادل الزوجات الذي لم يسره الدين فقط بل يسرته أيضا ثبل الحياة وتوسع البعض فيه مثل الحسن بن علي الذي ذكر أنه تزوج سبعين وقيل تسعين وأنه كان يتزوج أربعا ويتلق أربعا والذي خشي الإمام علي من أن يفسد عليه القبائل بتلاقي بناتها فكان يبادرهم سايحا يا أهل الكوفة لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق ولم يسمع أحد المكرامة فقد تمع الكل أو تطلع إلى نسل ينتسب للرسول وبجانب ذلك كان هناك بابان للتمتع بالحياة والحياة في المتعة باب منهما لم يختلف أحد عليه وأن جهله بعض المعصرين أو صعب عليهم تسوره وباب آخر نثار ولا يزال يثير كثير من الخلاف أما الباب الأول فهو التسر بالجواري وهو جانب من جوانب نظام الرقيق الذي ظهر الإسلام وهو جزء من إطار الحياة فلم ينكره أو يدنه وإنما حث على العتق وهو باب من أبواب الخير العظيم وجانب ذو شأن جليل من جوانب روح الإسلام تلك التي نجدها اليوم متناسقة مع عالم المساواة بين الجميع هو متناغمة مع إلغاء الرق عالميا بينما لو توقفنا عند ظاهرة النص لأنكرنا المساواة ولستنكرنا الإلغاء ولأننا من أنصر الروح والجوهر فإننا نفسر موقف الإسلام من الرق بما نكرره ونعيده دون أن نمل وهو أن الدين لم ينزل من أجل عصر واحد وأن القرآن لم يتنزل لكي يناسب زمنا معين وإنما نزل الدين وتنزل القرآن لكل عصر ولكل زمان وهو وإن سمح بالرق فقط سمح وشجع للعتق وما لا إلى الحرية ولم يكن له أن يديق بعصر أو يتوقف عند زمان وهو في سماحه بالرق أباح للمالكين تمتع بالجارية الأنثى وأن يتسر بها أي عشرها ورعى أن ينسب الأبناء لأبائهم في الفراش وكان لجوار مصدران أولهم الشراء وثاني هما غنائم الفتح وقد اتسعى المصدر الثاني في صدر الدولة الإسلامية وتعددت موارده فظهرت الجوار المولدات والحور والروميات والفارسيات والحبشيات وكثر العارض بلغة حياتنا المعصرة وتجاوز الطلب كثيرا حتى أصبح معتدا في كتب التاريخ الإسلامي أن نقرأ أن فلان أهدار غلامه جارية أو جريتين وحتى ذكر المؤرخون أن الإمام علي وهو أحد أكثر الخلفاء زهدا قد مات عن أربع نسوة وتسعة عشر سرية رضي الله عنه وقد زاد هذا الرقم حتى أصبح بالعشرات في عهد أوائل خلفاء بني أمية ثم بالبمائة في عهد يزيد بن عبد الملك ثم بالألاف في عهد الخلفاء العباسيين حتى وصل الرقم لأربعة ألاف سرية كما ذكرنا في حديث المتوكل الذي وطأ الجميع خلال خلفته التي دامت نحو ربع قرن وهو رقم قياسي فيما نعتقد ويستطيع القرى أن يجد مزيد من الحديث عن هذا الباب في الأغاني للأسفهاني وفي أخبار النساء لابن قيم الجوزية وتوقع الحمام لابن حزم والإمتاع والمؤانس لأبي حيان التوحدي وفي أقوال كثير من الخلفاء التي نذكر منها قول عبد الملك بن مروان من أراد أن يتخذ جارية للتردد فليتخذها بربرية ومن أراد أن يتخذها لولد فليتخذها فارسية ومن أراد أن يتخذها للخدمة فليتخذها رومية ولعل هذا القول كاف لإفحام من يتصورون أن منهج التخصص منهج عربي معاصر ولعلنا به أيضا ننهي حديث الباب الأول من البابين الذين أشرنا إليهما وهو الباب الذي وصفناه بأنه متفق عليه بلا خوف ومباح بلا شبه وإن كنا نلمح ظاهرة إيجابية تتمثل في عتق الخلفاء لأمهات الأولاد وهي خطوة في طريق طويل انتهى بالإنهاء الرق واستنكاره دون حرج ديني ودون خروج على روح الدين وجوهره كما ذكرنا أما الباب الثاني المختلف عليه فهو ما عرف بزواج المتعة ذلك الذي أباحه الرسول في غزوتين ثم حرمه في حجة الوداع وكانت إباحته لما يمكن أن يطلق عليه اسم الضرورة القصوى في ظروف الغزو وكان تحريمه لكونه إذا أبيح بإطلاق كان أقرب للزنى منه للزواج وهنا نتوقف قليلا حتى لا يحدث القارئ لبس بإباحته للضرورة في واقعتين في زمن خيبر وفي عام الفتح أمر لم يختلف عليه أحد وتحريمه في حجة الوداع أيضا لا خلاف عليه وغصوه باقترابه من الزنا أكثر من كونه زواجا رأي ابن عمر حين قال فيما أخرجه عنه ابن ماجة بإسناد صحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محسن إلا رجمته بالحجارة وفي قول عليه لو لا تحريم المتعة ما زنى إلا شقي وفيما نقله البيهقي عن جافر بن محمد أنه سأل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه أما الحل للضرورة فهو منهج شرعي مقبول شريطة أن يكون التقدير الضرورة صحيحا وليس أكثر من الرسول قدرة على التقدير أو صواب في الحكم فهو الذي لا ينتق عن الهوأ وزواج المتعة باختصار شديد هو أن يعقد الرجل على المرأة لزمن محدد يتمتع فيه بها يوما أو أسبوعا أو شهرا وذلك لقاء مبلغ معين من المال وبمجرد انتهاء الأجل ينتهي العقدة القائيا وفقهاء السن جميعا يجمعون على تحريمه تحريما قاطعا مستندين لحديث الرسول في حجة الوهداع يا أيها الناس وإن كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ويجمع أغلب فقهاء السنة رغم وصفهم لهذا الزواج بالزنة على استبعاد عقوبة الرجم ليوجود شبهة ناتجة كما روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال واشتهر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه غير أن الأمر اختلف بالنسبة لأغلب فقهاء الشياء حيث أباحوه وفسروا نصا قرآنيا بما يفيد الإباحة ونفو أن تكون السنة نسخة للقرآن ورد عليهم فقهاء السنة برأينا آخر في تفسير النص وبمناقشات مستفيدة عن جواز نسخ السنة لأحكم القرآن مستدلين بحكم الرسول بالرجم في الزنة بينما النص القرآني لا يتجاوز الجلد ولم يرد حكم الرجم في القرآن على الإطلاق وهي قضية خلافية أخرى لا نريد أن نشغل القارئ بها وإن كنا نناشده أن يحلق معنا في سماء التخيل لهذا المجتمع ونقصد به المجتمع الإسلامي في صدر الدعوة ولعدة مئات تالية من السنوات حيث تعدد الزوجات هو القاعدة والطلاق يسير والزواج جديد عيسر والبعد يقنع بالزوجات الأربع ولا يتلق منهن إلى نادرا للدرورة والبعد الآخر يتلق أربعا ليتزوج أربعا دون أن يكون ذلك مدعاة لنقد أو سبب الانتقاد والجميع يتسرع منهم الزاهد القانع بتسعة عشر وزهد علي ورعه ونزوعه للدنيا واستعلائه عن مغرياتها لا يحتاج إلى السند ولا يعوزه دليل ومنهم من يصلوا بالرقم إلى خانات العشرات والمئات والألاف وقطاع كبير من المسلمين هم الشيعة يضيفون إلى ذلك حل الزواج المتعة ذلك الذي يبيح للمسلمين عجبتهم رأى أن يتزوجها يوما أو شهرا أو بعد شهر وينفعهها مقابل ذلك مبلغ من المال ثم يفارقها دون أحساس بذنب أو تأنيب لضمير هذا كله في طار الحلال إن جاوزنا مزواج المتعرض السنة أو أولدناه لدى الشيعة بينما تمتلع كتب التاريخ عن أواخر العصر الأموي وأغلب العصر العباسي بأحاديث المغنيات والقيان والغلمان وهو من أترحه جانبا مقتصري على الحلال متسائرين في هدوء هل هناك ضرورة للزنا في مثل هذا المجتمع؟ وهل يعقل أن يدعي أحد في مثل هذا المناخ؟ وهل يعقل أن يدعي أحد في مثل هذا المناخ أن العقب بالرجم فيه قسوة؟ لا شك أن القارئ سوف يتفق معي وسوف يؤيدني في أن من يأتي الزنا بعد هذا كله ورغم هذا كله وفي ظل هذا كله مختل العقل بلا شك شاذ الطبيعة بلا مرأة وربما أنسفناه فتصورناه سعيل الانتحار غير أن اختلاله أو شدده أو انتحاره لن يصل به إلى حتفه بسهولة أو في يسر فدون ذلك من الشروط ما يكاد يصل بعقوبة الزنا إلى الوصف بالاستحال فلابد من توافر أربعة شهود عدول من الرجال ولا تقبل شهادة النساء ولا شهادة الفسقة وأن يشاهد هؤلاء فعل الزنا بما لا يتأسر إلا لمشاركة للزنات في الفراش والإنشاءة الدقة في الغطاء مع التحرز آخر بأن يكون قصير النظر حتى يشاهد عملية الزنا نفسها كالمجل في المكحل والرشاء الحبل في البير ولو شاهد ثلاثة منهم وشاهد الرابع بخلاف شهادتهم أو رجع أحدهم عن شهادته أقيم على الشهود حد القذف وهو الجلد ولعل هذا هو السبب في أننا لم نعثر في قراءتنا لكتب التاريخ على إشارة ولوم بعيد لا تثبيق لحد الرجم بل إن المرة الوحيدة التي كاد يتبق فيها الحد في عاد عمر انتهت بجلد الشهود على الرغم من تيقن القارئ بل وربما تيقن عمر نفسه من الفعل بدليل عقاب الفاعل بنزعه عن الولاية والقصة تستحق أن ترى لترافة أحداثها ولكونها في ذالة الوقت نموذجا يثبت أن البشر هم البشر في كل عصر وأن عهد عمر نفسه لم يخل مما لو حدث اليوم لوصفناه بالكارثة ولارتفعت الأصوات في كل واد باستنكاره لأن الواقعة تمست أحد ولاة الأمصار وهو ما يمكن أن يقص عليه في عالم اليوم أحد الوزراء أو على وجه الدقة أحد نواب رئيس الوزراء فقد كان المغيرة بن شعب والي على البصرة في عهد عمر سنة 17 هجرية وحدث منه وأوقيل عنه ما يرويه التبري في تاريخه على النحو التالي عن شعيب عن سيف عن محمد والملاحب والطلح وعمر بإسنادهم قالوا كان الذي حدث بين أبي بكرة والمغيرة بن شعب أن المغيرة كان يناغيه وكان أبو بكر ينافره عند كل ما يكون منه وكان بالبصر وكان متجولين بينهما الطريق وكان في مشربتين متقابلتين لهم في دريهما في كل واحدة منهما كوة المقابلة الأخرى فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربته فهبت ريح وفتعت باب الكوة فقم أبو بكرة ليسفقه فبصر بالمغيرة وقد فتحت الريح باب كوة مشربته وهو بين نجلي امرأة فقال للنفر قوموا فانظروا فقاموا فنظروا ثم قال فاشهدوا قالوا من هذه قال أم جميل ابنة الأفقم وكانت أم جميل إحدى بني عمر بن سعصع وكانت غاشية للمغيرة وتغاشى الأمراء والأشراف وكان بعض النساء يفعل ذلك في زمانها فقالوا إنما رأينا أعجازا ولا ندري ما الوجه ثم أنهم سمموا حين قامت فلما خرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة وقال لا تصلي بنا فكتبوا إلى عمر بذلك وتكاتبوا فبعث عمر إلى أبي موسى فقال يا أبو موسى إني مستعملك إني أبعثك إلى أرض قد باض بها الشيطان وفرخ فالزم ما تعرف ولا تستبدل فيستبدل الله بك ثم خرج أبو موسى فيهم حتى أناخب المربد وبلغ المغيرة أن أبو موسى قد أناخب المربد فقال والله ما جاء أبو موسى زائرا ولا تاجرا ولكنه جاء أميرا فإنهم في ذلك إجاء أبو موسى حتى دخل عليهم فدفع إليه أبو موسى كتابا من عمر وإنه لأوجز كتاب كتب به أحد من الناس أربع كلمات عزل فيها وعاتب واستحث وأمر أما بعد فإنه بلغني نبأ عظيم فبعدت أبا موسى أميرا فسلم في يدك والعجل وكتب إلى أهل البصرة أما بعد فإني قد بعدت أبا موسى أميرا عليكم ليأخذ لدعيفكم من قويكم وليقاتل بكم عدوكم وليدفع عن ذمتكم وليحصي لكم فيئكم ثم ليقسمه بينكم ولينقي لكم طرحكم وأهدى له المغيرة وليدة من مغالدات الطائف تدعى عقيلة وقال إني قد رديتها لك وكانت فارهة وارتحل المغيرة وأبا بكرة ونافع بن كرذة وزياد وشبل بن معبد البجلي حتى قدموا على عمر فجمع بينهم وبين المغيرة فقال المغيرة سل هؤلاء العبد كيف رأوني مستقبلهم أو مستدبرهم وكيف رأوا المرأة أو عرفوها وإن كان مستقبلي فكيف لم أستطر أو مستدبلي فبأي شيء استحلوا نظر إلي في منزلي على مرأتي والله ما أتيت إلا مرأتي وكانت شباها فبدأ بأبي بكرة فشاهد عليه أنه رأاه بين رجلي أم جميل وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة قال كيف رأيتهما قال مستدبرهما قال فكيف استثبت رأسها قال تحاملت ثم دعا بشبل ابن معبد فشاهد بمثل ذلك فقال استدبرتهما أو استقبلتهما قال استقبلتهما وشهدنا فبمثل شهادة أبي بكرة ولم يشهد زياد مثل شهادتهم قال رأيته جالس بين رجلي امرأة فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان وأستين مكشوفتين وسمعت حفزانا شديدا قال هل رأيتك الميل في المكحلة؟ قال لا قال هل تعرف المرأة؟ قال لا ولكن أشبهها قال فتنحه وأمر بالثلاثة فجلد الحد فقال المغيرة شفني من الأعبد فقال اسكت اسكت الله نأمتك أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك والرواية السابقة تقدم نموذجا رائحا ودقيقا لمذكرة اتهام تفصيلي يبدو فيها السبب توافر الشهود مقنعا وهو السبب فردته ظروف البناء في عصر عمر ويبدو فيه موقف المغيرة ضعيفا ويبدو فيه وصف واقعة الزنا مثيرا ويبدو فيه أيضا أن ظاهرة أم جميل كانت شائعة لدى علية القوم ويبدو فيه أيضا أن الحد كان على وشك أن يقام لو لأن زيادة في اللحظة الأخيرة تلجلج في جزئية أورثت شبهة حين قال أنه لم يتحقق من وجهها وإن كانت تشبهها ولنا أن نذكر للقارئ هنا معلومة طريفة وهي أن المغير بعد ذلك كان أحد قادة معاوية وأن زيادا بعد ذلك كان أحد قادة عليه وأنه لما توطت الأمر للمعاوية تذكر المغيرة فل زياد علي حين تلجج في الشهادة فتوسط له لدى معاوية الذي قبل الوساط فنسبه إلى أبي صفيان أو الله البصرة ثم أضاف إليه الكوفة وذكر عنه التاريخ بعد ذلك ما ذكر من قصوة النوباتشن وإرهاب ونعود إلى حديث المغيرة أو حديثته ونتسأل ماذا يقول المتطرفون لو حدث من أحد نواب رئيس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين ما حدث من المغيرة ألم يملأ الأرجاء صراخا عندما انتحرت إحدى الفتيات في منزل ملحن مشهور وجنادوا بأن مصر كلها قد تحولت إلى ماخور وأن الألاج كامين في تطبيق حد الزنا حتى تعود مصر الحان إلى مصر الإسلام وإذا كان أصلب بناء المساكن في عهد عمر هو السبب في فضيحة المغيرة فماذا يكون الحال بالنسبة لمبانين الحديثة التي لا يستطيع فيها الهواء أن يرفع شيش النافذة أو زجاجها ناهيك عن أبوابها ومغاليقها وأقفالها وإذا كان تججج أحد الشهود هو مبرر نجاة المغيرة فماذا يكون الحال في مواجهة شهود مهنتهم الشهادة ولو زادهم المغيرة خمسا لأقسموا إنه كان مستقبلهم وأنها كانت زوجته ولو أنقصهم خمسا لأقسموا أنه كان مستدبرهم وأنها كانت أم جميل ونعود إلى تساؤلاتنا قبل أن يفاجئنا المغيرة بقصته ونضيف إليها جديدا راجين من القاري أن يكون منصفا في إجابته هل بوسعنا أن نساوف العقوبة بين من أتاحت له ظروف الحياة تعدد الزوجات وأتاحت له ظروف الفتح وانتشر الرقي تعدد الجوار المستمتع بهن حتى بلقنا العشرات وأتاح له اجتهاد ابن عباس أو مذهب التشيع زواج المتعة وبين شبابنا المعاصر الذي لا يستطيع أن يتزوج بواحدة لعجل ذات اليد عن دفع المهر وعجل إمكانيات المجتمع عن توفير مسكن الزوجية هل يعمل هذا على قدم المساواة مع ذاك؟ ألا تشفع ظروف الحياة المعاصرة وقد ذكرنا الطرفا منها لشبابنا المعاصر كما شفع ظروف المشاعل السارقين في عهد عمر نحن هنا لندعو للزنة أو نبرر إباحته كما يحلل البعض ممن لا يرى الحياة إلا من خلال رجل امرأة والشيطان الثالثهما أن يتقولوا أن يغمز عن جهل أو يلمز عن شبق ولا نفعل ما يفعله البعض ممن يؤثرون السلامة فيطالبون بإقامة حد الزنة وأن يكون رجم للمحصن أو المحصنة عن ثقة كاملة منهم أنه حد مستحيل تطبيق ولأن الجريمة التي تعاقب عليها الشريعة أقرب إلى اتيان الفعل العلني الفاضح في الطريق بيد أن نواجه الأمر بالمنطق والعقل تماما كما واجهه عمر في حد السرقة حين تجاوز ظاهر النص والعقوبة إلى العلاقة بين الأسباب والنتائج بل وأكثر من ذلك نفتح ملف حادثة ما زالت من السمع والبصر وهي حادثة اغتصاب ستة من الشبان لفتاة كانت تجلس مع خطيبها في إحدى السيارات في منطقة النائية في ضاحية المعادي وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي أنها عذرة وقد قامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذه الحادثة وانتلقت الأصوات مطالبة بتطبيق الشريع وكأنها الحل وظلت السفحات الدينية تردد على ما السمعين وأمام أبصارنا دون ملل أو كلالة مقولة واحدة متكررة طبقوا حد الزنا طبقوا حد الزنا بينما تقرير الطبيب الشرعي ينفي واقعة الزنا من أساسها لأن البكرة شبهة تنفي تطبيق الحد بإجماع الفقهاء وقد حكم القضاة بأعدام خمسة من الشبان وعدل الحكم في الاستناف إلى أعدام اثنين وأدل المفت السابق بحديث عن أن الحكم مطابق للشريعة واصفا التهمة بأنها إفساد في الأرض ويعلم الله أنها ليست كذلك فعقوبة الإفساد في الأرض تختص بالأموال وليس الفروش وهي عقوبة محددة في كل جزية فيها ولها من الشروط ما لا ينطبق على هذه القضية بحال والنتائج ببساطة أن القانون الحالي يعاقب على جراء ما يأثر على الشريعة أن تعاقب عليها وبعكس احتياج المجتمع المعاصر بأقدر مما تفعل الشريعة ليس لعجل فيها معاذ الله بل لقصور من يتناولونها من هوات واصف القوانين الوضعية بالمخالفة لروح الإسلام والإسرار على التوقف أمام ظاهر النص لا جوهره هؤلاء الذين ترتعد فرائسهم حين نطالبهم بالتأسي بعمر وبالاجتهاد كما اجتهاد وبتعطي لظاهر النص إن كان تطبيقه مستحيلا أو كان من الممكن بالقوانين السائدة مواجهة الجريمة والعقاب عليها والسيصالها إن أمكان وهو الهدف النهائي للإسلام هو الجوهر الحقيقي لروحه بل إني أتحداه في هدوه وأعلن لهم أنني لن أكتب حرفا بعد ذلك إن خسرت التحدي والحكم بيني وبينهم للقراء أقول لهم أمامكم في سجلات القضاة قضايا للزنة وملفات للآداب تعود إلى نصف قرن أدرسوها جميعا وأبحثوها جميعا وأعطوني مثالا واحدا لقضية واحدة يمكن أن يطبق فيها حد الزنة وبالطبع فلا عبرة هنا بالاعتراف لأن الأعتراف مقترن بالعقوبة المحدودة في القوانين السريعة ولو تقررت عقوبة الرجم لم أعترف رجل أمرأ بالزنة وهذه بديهية لا يختلف حولها أحد والعبرة تقول العبرة بتوفر الشروط والحد أعطوني قضية واحدة شهد فيها أربعة ورأى فيها الأربعة الميلة في المكحلة أو الرشاء في البئر ولا دير في مزيد من التحدي الحده أجيبوني بعد الدرس والمراجعة والبحث عن سؤال أكثر بساطة وهو ألا تعاقب القوانين الوذعية على ما لا تطله الشريعة في هذا المجال في ذل شروطها القاسية بل والمستحية من أين أتيتم بمقولة أن المجتمع يويح الزنة ويدعو إليه ويحث عليه ويعفو عنه بينما المجتمع يطل بقوانينه المتجددة ما لا يطله اجتهادكم القاسر إن كان ثمة اجتهاد أصلا ويحفظ للمجتمع حقوقه وهو عين ما يسعى الإسلام إليه ويصل بعقوبة هتك العرض وليس الزنة بالضرورة إلى الحكم بالعدام وماذا يضيركم إذا أثبت المشرع واقعة الزنة في القوانين الحالية بالمكاتيب أو بوجود غريب في المكان المخصص لنوم الحريم في البيوت المسلمة أليس هذا أقرب إلى أمكانية إثبات الواقعة من شهود الميل والرشاة وماذا يفزعكم في إعطاء القوانين الحالية للزوج حق إقامة الدعوة وعدم إقامتها أليس في هذا حفظا لصمعة البيوت وأسرار الأسر وسطر العورات ودرء للحدود بالسطر واهب أن زوجا علم ثم عفى قبولا منه لتوبة الزوجة أو حفاظا منه على سمعة أولاده وبناته في مدارسهم ومجتمعاتهم أليس هذا أقرب إلى روح الإسلام من فضح الزوج وتدمير سمعة الأولاد وإنهاء مستقبل البنات وسمعتهن إلى الأبد أم أن الإسلام لا يكون إسلاما في عرفكم إلا إذا جلد وفضح ورجم ودمر وتنكرونه إذا عفى وتسامح وستر ثم لماذا لا تتفقون على كلمة سواء قبل أن تواجهون بالعموميات والشعارات والاتهامات فالأسئلة عديدة وليس هذا مجالها لأننا لسنا بسدد بحث فقهي ومثالها التساؤل حول علاقة السنة بالقرآن وإمكانية نسخ السنة لنص قرآني ثابت في أحد الحدود وهذا كله يفتح بابا واسع للاجتهاد والنقاش وهو على كل الأحوال لا يفتح نفدة واحدة للتشكيك في الإيمان أو الحكم بالكفر أو الاتهام في العقيدة وما كان أغنني عن هذا الحديث لو لأنني مؤمن بأن الإسلام على مفترق طرق وأنه لا بد سائر إلى حيث يريد الله الرحمة لعباده والانتصار لإسلامه والاستمرار لعقيدته هو أن الإسلام لن يضر بالمتعصبين إلا إلى حين ولن يختلف بالجمدين إلا إلى حين ولن يشارك في الحياة أبدا بالمتعدين عن قصور في الفهم أو عجل في الاجتهاد أو جموض في التفكير وأننا في حاجة إلى أن نقبل على الحياة بالإسلام لأن نهو عليها بالإسلام وأننا في حاجة إلى أن نحفظ على الإسلام العقيدة لأن نكتفي بحفظ الإسلام النصوص وأننا في حاجة إلى أن نخترق الحياة بالإسلام لأن نحترق الحياة بالإسلام والإسلام بحمد الله يقرب إلى الحياة من يبتعدون عنها بالقول وينهالون منها بالفعل ويحلمون بها طوع بنانهم بالحكم ويفزعونها ويفزعون أيها بخلط أوراق الدين بالسياسة والسياسة بالدين والعنف بالموعدة والموعدة بالطمع والطمع بالمزايدة والمزايدة بشراء الذمم وأبواب شراء الذمم في حياتنا المعاصرة شتى فقد عرفنا في السنوات الأخيرة مناصب المستشارين للبنوك الإسلامية والشركات الإسلامية ورحلات الشتاء والسيف للدول الإسلامية للتعرف على مسار التجربة الإسلامية وللحصول على بعض أموال الزكاة لتوزيعها على المسلمين في مصر أو إنفاقها على أمور الدعوة الإسلامية ونحن في هذا لن نتحدث من فراغ أو عن هيئ من المال أو يسير ودليلنا نأخذه من ألسلتهم فقد صرح حفظ سلام للصحف بأنه جمع لبناء مسجد النور مليون نصف مليون جنيه من تبرعات المسلمين في الخليج في رحلة له إلى هناك لمدة أسبوع واستنكر أحد كبار رجال الدعوة منشره الأهرام الاقتصادي عن أنه يحصل على عشرين ألف دولار سنويا كمكافأة استشارية وطلب بتصحيح ما نشر لأنه مبلغ ثلاثون وإذن أمطرت سماء الدعوة ألوفا بالعشرات في الداخل وبالمئات في الخارج فلا جناح عليهم إن هاجمونا ولا تثريب عليهم إن كفرون ولا بأس عليهم إن قاتلونا ولا غربة إن خرج علينا بعد الساس بالنقد تملقا ومزايدا ولو شئنا الاستراد في هذا الباب لأفضنا لكننا نشعر أننا أرهقنا القارئة وربما أصبناه بالملالة فقد أطلنا في قراءتنا جديدة للأوراق القديمة ووجدنا أنها وثيقة الصلة بما نراه في أيامنا المعاصرة ولعلنا نمسك عن الاستراد على وعد بكتابات قادمة نتحدث فيها عن الرشيد وما أدراك من رشيد وعن المأمون وما أدراك عن المأمون وعن المعتصم وما أدراك من المعتصم أما الواثق وهو آخر خلفاء العصر العباسي الأول فلا أحسب أنني أستطيع مع سيرته صبرا ولا أحسب أن القارئ سوف ينسى بسهول ما سأذكره عنه فقد فتح بابا جديدا من أبواب الخلافة الإسلامية وسلك مسلكا فريدا من مسالك الخلفاء عمراء المؤمنين وخلد سيرته نثرا وشعرا وحكم قربة الست سنوات متنقلا من غلام إلى غلام ونعيدها حتى لا يشك القارئ في صحة ما ذكرناه أو يتصوره خطأا مطبعيا نقول من غلام إلى غلام فقد كان عاشقا صبا للغلمان ملكوا عليه وجدانه وأذاب مشاعره تولها وصبابة وكان منهم غلام مصري للأسف اسمه مهج لعب بعواطف الواثق كما شاء وتملك مشاعره وترعب بوجدانه كما يريد إن رد عنه استقامت أحوال الدولة واستقر شأن الحكم وإن تدلل عليه أو صده فالويل كل ويل للمسلمين والثبر وعظائم الأمور لمن يشاء حظه العاثر أن يلقى الواثق أو يقف أمامه أو يحتاكم إليه والعلم أن يرددون دون وعي أو ملل أن حضارة الغرب قد أباحت الشدود الجنسي يتيهون الآن بأن دورنا لم يقتصر أبدا على النقل من الغرب لأنه لو صح ما يدعون وهو غير صحيح لن عقدت لنا الرياضة وكان لنا قسب السبق دون شك وهل لدى الغرب حاكم مثل الواثق وهل في تاريخه من كله خادم مثل مهج يخلب لب الخليفة فيصرفه عن شؤون الدنيا ناهيك عن شؤون الدين فينصرف أليه وتجد قريحته بالشعر عليه فيردد على إيقاع أيدينا وهي تضرب كفا بكف مهج يملك المهج بسجي اللحظ والدعش حسن القد مختف ذو دلال وذو غنش ليس للعين إن بدى عنه باللحظ منعرش ويعرف مهج قدر نفسه عند الخليفة الواثق فيبتدره يوم في الصباح وهو جالس في نحاشيته ويمد إليه متنثنيا منكسر النذرة مترنح الخطوة مترجر العطاف ويناوله وردا ونرجسا وتصور أنت أيها القارئ حال الواثق أمام كل هذا الهول وعذره إن استخف به الترب فنسي الحاشية والمجلس وأنشد وعيناه تنوان إلى مهج حياك بالنرجس والورد معتدل القامة والقد فألهبت عيناه نار الهوى وزاد في اللوعة والوجد أملت بالملك له قربه فصار ملكي سبب الوعد ولن احتغ سكرات الهوى فمال بالوصل إلى الصد إن سأل البدل ثاني عطفه وأسبل الدم على الخد غر بما تجنيه يلاحظه لا يعرف الإنجاز للوعد مولى تشك الظلم من عبده فأنصف المولى من العبد ويا سبحان الله ما أشعر الواثق وما أرق ألفاظه وما أدق وصه للحظة الأشق العظيم حين يسيل دمع مهج على خذه فليد الواثق أهو دمع الهوى أم دمع الجوى أم دمع الصد وما له لا يفعل ذلك وهو صاحب القد المعتدل المترنح في خطوه بسكرات الهوى ذلك الذي لا يعرف وصله من صده الظالم لعبده خريفة المسلمين ذلك الذي يستنجد بالرعية أن تنصفه من مولاه مهج المغرور بسهام أرحاضه المنكر للوعد دائما أما الوعد فيسير إدراكه على خيال القارئ وعسير إدراكه على انقياء المصدقين للمتنادين بعودة الخلافة الخالطين بين حلم رائع في خيالهم بثته عقيدة عظيمة وبين حقيقة المفزعة تكشفها لهم صفحات التاريخ وألحاظ مهج وخلاعة الواثق وفقه معصريه من الجبناء وجبن معصريه من الفقهاء هذا عن مهج حين يرضى فماذا عنه إن غدب يا ألطف الله حدث ذلك يوما حين فقد الواثق عقله فأغدى بمهج وفي اليوم التالي طار الأب الواثق وتعطلت مصالح الدولة وخشي كبار رجال الدولة أن يدخل على الواثق في حالته تلك ولم يكن لأحدا يتوقع خيرا إن لقاه أو حكا وأدرك الجميع أن السر لدى مهج فدسوا عليه بعد الخدم ليسأله فأجابهم والله إنه يقصد الواثق لا يروم أن أكلمه من أمس فما أفعل يا للكارثة ويا للصعوبة ما أعنيه بحثا عن الفاظ تليق بجلال الموقف ورحبته وعذاب الواثق وغدبته وقد نقل إليه حديث مهج فأنشد من جديد قائلا وقد نقل إليه حديث مهج فأنشد من جديد قائلا يا ذا الذي بعذاب ظل مفتخرا ما أنت الأمليك جار إذ قدر لو لا الهى ولا تجارين على قدر وإن أفق منه يوما ما سوف ترى ولحسن حظ مهج ولسوء حظ المطالبين بعودة الخلافة لم يفق الواثق أبدا بيد أن البعد قد يتصور أن عمر خلافة الواثق قد داع على مهج أمثاله لكن ذلك لم يكن صحيحا فقد كان للواثق وشه آخر يحل له أن يخرج به على الرعية ويبدو فيه حاميا لذمن العقيدة ومناضلا من أجل صحيح الدين فقد انتصر إلى المعتزل كما فعل والده المعتزم الذي عذب بن حنبل لقوله بأن القرآن ليس بمخلوق ويروى عن الواثق أنه أحضر أحمد بن نصر الخزعي أحد كبار رجال الحديث في التاريخ الإسلامي من بغدد إلى الصمر مقيدا في الأغلال وسأله عن القرآن فقال ليس بمخلوق وعن الرؤية في القيامة فقال كذا جاءت الرواية فثار الواثق ودعا بالسيف وقال إذا قمت فلا يقومن أحد معي فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعود ربا لنعبده ولنعرفه بالصفة التي وصفه بها ثم أمر بالنطع فأجلس عليه وهو مقيد فمشى إليه فضرب عنقه وأمر بحمل رأسه إلى بغداد فصلب بها وصلب جثته في سر مرأة واستمر ذلك ست سنين إلى أن ول المتوكل فأنزله ودفنه ولما صلب كتبة ورقة وعلقت في أدره فيها هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك دعاه عبد الله الإمام هارون إلى القول بخلق القرآن ونفي التشبيه فأبى إلا المعاندة فعجله الله إلى ناره وتأملوا معي التناقض بين حديث مهج وحديث الخزعي وفادلوا بين مصر مهج ومصر الخزعي وقارنوا بين الواثق وبين كثيرين ممن نعرفهم ونسمع منهم ونرى لهم كما رأينا للواثق وجهين لا سلة بينهما ولا رابطة فهم يقضون ليلهم بين الكأس والندماء وما إن يسفر الصبح حتى ينطلقوا إلى صفحات الصحف ومنتديات السياسة ينادون بالتطبيق الفوري للشريع فإذا سألتهم ابتسموا وأنكروا عليك جهلك بالسياسة وفعال الساسة وكتموا في أنفسهم رأيهم فيك وهو أنك غر حديث التجربة لم تتعلم بعد كيف تتعامل مع الشارع المصري فتقول شيئا وتعني شيئا ثانيا وتفعل شيئا ثالثا وإذا كان الواثق قد تألق في صولاته بين الغلمان وإذا كان يستحق بجدار أن يوصف في جولته بأنه فارس الميدان فإنه إنصافا له لم يكن فارس الميدان الوحيد فقد ذكرنا طرفا عن التلوة في عهد الوليد بن يزيد ولم نذكر شيئا عن عهد الأمين بن الرشيد الذي ابتع الخسيان وغال بهم وصيرهم لخلوته ورفض النساء والجواري وكما تعلق قلب الواثق بمهج تعلق قلب الأمير بكوثر وقال بعض الشعراء عن عصره أضع الخلافة أشو الوزير فسق الأمير وجهل المشير لوات الخليفة عجوبة وعجب منه خلاق الوزير فهذا يدوس وهذا يتاس كذلك لعمري خلاف الأمور ولما هجم المأمون الأمين خرج كوثر خادم الأمين ليرى الحرب فأصابته رجمة في وجهه فجعل الأمين يمسح الدم عن وجهه ثم قال دربوا قرة عيني ومن أجل دربوه أخذ الله لقلب من أناس أحركوه ولم يقتر على زيادة فأحذر عبدالله التيمية الشاعر فقال له قل عليهما فقال ما لمن أهوى شبيه فبه الدنيا تتيه وصله حل لكن هجرهم مر كريه من رأى الناس له الفضل عليهم حسدوه مثل ما قد حاسد القائم بالملك أخوه فأقر له ثلاثة بغال دراهم وهكذا انشغل الأمين للحرب وعن سقوط حكمه بجرح حبيبه وخليله كوثر ذي الوصل الحلو والصد المر والحجر الكريه وما له لا يفعل ذلك وهو القائل في وصف كوثر ما يريد الناس من صب بما يهوى كأيب كوثر ديني ودنيا وسقمي وتبيبي أعجز الناس الذي يلحي محبا فيها أعجز الناس الذي يلحي محبا في حبيب يا حبيبي يا أمير المؤمنين ما أرقك وما أطيب وصلك لو لأنها خالة تشين في أي عرف ناحيك عن أي دين ولو لأن عشق الغلمان يقود إلى بنت الحان وإلى الترب بالألحان وإلى القول بما نمسك به ونفزع منه غير أن رحمة الله قد وسعت الأمين في دنياه من باب آخر فلم تذكر لنا صفحات التاريخ أن نفقيه نفتى بحل قتله أو حرمة ما أتاه أو إفك ما فعله غايتما في الأمر أنهم قالوا عنه شعرا بعد وفاته وربما بعد تيقنهم من سيرة المعمون المختلفة وإتيانهم للأمور من قبل واهتمامه بشؤون الحوم وعمارة البلدان وليس بالخمر والغناء والغلمان فقالوا في الأمين غدت وفاته لما نبكيك لماذا للطربي يا أبا موسى وترويج اللعب ولترك الخمس في أوقاتها حرسا منك على ماء العنبي وشنيف أنا لا أبقي له وعلى كوثر الأخش العطبي لم تكن تصلح للملك ولم تعتك التعطب الملك العربي وهكذا أدرك الشعراء فقط بعد موت الأمين أنه لم يكن نصلح وتناد بأنه لم يبايع بالطاعة من العربي على خلاف الحقيقة وتذكروا أنه كان يترك الصلوات الخمس وكان متفرغا للطربي ولماء العنب وليس هذا بغريب علينا فحتى في عصرنا هذا لا يتذكر البعض مثال بالحكام إلا بعد وفاتهم واستقرار الحكم لمن يليهم ولعل القارئ يشاركون في أن حكامنا أرحم فليس بين مستشاريهم كوثر أو شنيف أو مهج أو وصيف وليس في أقوالهم مسلم الغلمان أو وصف لبنت الحان وليس في علاقتهم بوزرائهم والمشرين عليهم ما شبع علاقة الخلفاء العباسيين بوزرائهم ومستشاريهم ومعذرة لهذا القاموس الكريه فإناء الخلاف ينضح على أوراقنا بما فيه بل إن شأن الدق إناء العصر ويكفينا أن نذكر أن الأمين كان متبعا ولم يكن مبتدعا ويكفينا أن نذكر أن الأمين كان متبعا ولم يكن مبتدعا فأبو حيان التوحيدي يحدثنا أنه كان في بغداد 95 غلاما جميلا يغنون للناس وأنه كان بها صبي موسري مغن ملأ الدنيا عيارة وخسارة وافتدح أصحاب النسك والوقار وأصنف الناس من الصغار والكبار بوجهه الحسن وثغره المبتسم وحديثه الساحر وترفه الفاتر وقده المدين ولفظه الحلو يعدله الخلو يساقك منك ويردك عليك فله حالات وهدياته دلالات وهو فتنة الحاضر والبادي كما يحدثنا عن علوان غلاما ابن عرس فإذا حضر وعلقى إزارة وحل أزرارة وقال لأهل المجلس اقترحوا واستفتحوا فإني وردكم بل عبدكم لأخدمكم بغنائي وأتقرب لكم بولائي لا يبقى أحد من الجماع إلا وينبد عرقه ويهش فواده ويذكو طبعه ويفكه قلبه ويتحرك ساكنه ويتدغدغ روحه إلى آخرة وتفننوا في أسماء الغلمان بما يدل على مقصدهم فسموا بفاتن ورائق ونسيم ووصيف ريحان وجميلة أحسب أن ما سبق يغني عن التعليق فلعله يغري بالتعليق ولو لم نوثقه لعجز الكثيرون عن التصديق فهذا غلام اسمه جميل وذك غلام اسمه فاتن وهذا يلقى إزاره وذك يحل أزراره وأصحاب النسك والوقر يفتضحون وينبد عرقهم ويتحرك ساكنهم وهو يداعب شذوذهم فيناديهم يا أسيادي أنا عبدكم ولدكم وكلما زاد في مداعبته زاد نبض عروقهم وزاد تحرك ساكنهم لهذا الذي حاله حالات وهدايته دلالات ولا حول ولا قوة إلا بالله القادر على كل شيء ولعله من المستحسن هنا أن نذكر أن الأمين وغيره من الخلفاء فعلوا ما فعلوا بتشجيع الفقهاء الذين أنزلوهم منازل من يستخلفهم الله في أرضه ويجعل لهم نورا يديء ويبين لهم لاحظ أن الذي يبين لهم هو الله جل جلاله ما يشتبه عليهم ومثل هذا الخليفة الذي ينير الله له طريقة ويوحي إليه بالحق ويرشده سواء السبيل يصعب على فرض من الرعي أن يذكر شيئا مما سبق عنه أو يصدق شيئا مما سبق منقولا عن الرواة أو يستمع إلى شيء مما سبق دون أن يستغفر الله نافيا أنه جل شأنه يحدي خليفته إلى شيء من هذا أو بعض من ذاك فالله أجل وأعز والخليفة أعلى وأرفع ومن يعترى يتصدر للأرفع الخلفاء إلى موضع من لا يسأل عما يفعل المفزع أن من يتصدر لذلك دائما على الفقهاء شألا وأكثرهم علما وأفقههم في الدين فقد ذكر أبو يوسف أشهر تلميذة أبي حنيف وأمغهم وفقيه عصره بلا مرعة في مقدمة كتابه الشهير الخراج مواجها حديثه إلى الرشيد أن الله بمنه وعفوه جعل ولاة الأمراء خلفاء في أرضه وجعل لهم نورا يضيء للرعية ما أظم عليه من الأمور فيما بينهم ويبين ما اشتبه من الحقوق عليهم وهي عبارات تذكرون بالمثل الشعبي السائر يا فرعون من فرعنك وهي عبارات نهديها لمن يردون علينا بأن من سبق من الخلفاء إنما خرجوا على الدين وبالتالي فلا علاقة بين ما فعلوه وبين الدين أو الحكم بالدين فلعلهم يدركون الآن أن من خرج على الدين إنما خرج بفتوى رجال الدين وأن موطد له الأمر إنما كان الحكم بالدين هنا أتوقف مضطرا تحسبا من الملل وتخوف من الإطالة بل لعلي أتلط بالفعل ولسبب آخر هو أن استتراضي بعد ذلك في حديث الخلفاء في العصر العباسي الثاني سوف يستنكره الكثيرون لأنه حديث الخلفاء إمعات لا يملكون من أمرهم شيئا وقد يفسره البعض بأنه تسييد للأخطاء أو استياد في الماء العكر وهو ما ليس في طبعنا أو من طبيعتنا ويكفي أن ثلاثة منهم خليعوا وسملة عينهم وعصروا بعدهم البعض وهم القاهر والمتقي والمستكفي ووسر الأمر أن شهد أحدهم القاهر وهو يشهد على باب أحد المساجد مسمول العينين ملاديا تصدقوا علي فانا من عرفتم وهو نفسه من أمر بتحريم القيان والخمر وقبض على المغنين ونفى المخنيف وكسر آلات اللهو وأمر ببيع المغنيات من الجوار على أنهن سوادش وكن مع ذلك ليصحوا من السكر ولا يفتروا عن سماع الغناء ومن أطراف ما حدث لأحدهم الطائعة أن وزيره بهاء الدولة دخل عليه وقبل الأرض بين يديه فمد الطائع يده إليه مسلما فجذبه من عدى كرسي الخلافة وعلى نخلعة ومع أمثال هؤلاء لا يجد الحديث وإنما يجد البكاء ويحمد الله على البلاء وأخيراً وبعد ما سبق كله وعلى الرغم ما سبق كله ومع علم بعضهم به ولجهر البعض الآخر بأمره يتناذون بالخلافة ونجز ما توصن إليه من نتائج فيما يليه أولاً أن الخلافة التي نعتوها بالإسلامية هي في حقيقتها خلافة عربية قراشية وأنها لم تحمل من الإسلام إلا الإسم وأن دعوة إحيائها من جديد تبدو أكثر تناسقاً مع منهج القومية العربية والدعوة للوحدة بين أقطار العرب منها إلى الدعوة لذولة دينية إسلامية وبهذا المنطق نقبلها على أساس كونها دعوة سياسية بحتة إن استهدفت التوحد فعلى أساس المصلحة وإن توجهت للتكامل فعلى أسس حضارية عقلانية وأن استلهمت التاريخ فعلى أساس المطيد من الجغرافية ثانياً أن الإسلام دين لا دولة وعلى المحتج علينا بالعكس أن يرد علينا بحجة التاريخ وليس أقوى من التاريخ حجة أو أن يعرض علينا منهجه في إقامة الدولة على أساس الإسلام وليس أقوى من تهافت ما قدم إلينا حتى الآن من أفكار حجة على المدعين أن الإسلام دين دولة ومصحف وسيف ليس هذا فحسب بل أننا نعتقد أن الدولة كانت عبئاً على الإسلام وانتقاساً منه وليست إضافة إليه ولسنا في حاجة بعد الصفحات السابقة إلى دليل ثالثاً إذ ما جربناه من قبل وكأن تجربة ثلاثة عشر قرن لا تشفع أو كأنه يفزعهم أن تسير على قدمين أو كأنه يفزعهم أن نفسير على قدمين فيطالبوننا بالسير على أربعة رابعاً إن الثبت لذين من قراتنا للتاريخ الإسلامي أننا نعيش مجتمعاً أرقى بكل المقاهيس وعلى رأسها مقاهيس الأخلاق وهو مجتمع أكثر تقدماً وإنسانية فيما يختص بالعلاقة بين الحاكم والرعية وأننا مدينون في ذلك كله للثقافة الإنسانية التي يرفضها جوهر الدين ولحقوق الإنسان التي تتناقض مع حقوق الإسلام خامساً إن التاريخ يكرر نفسه وكأنه لجدين غير أننا لنسعب دروسه ونركز في دراستنا له على أضعف جوانبه وهو جانب الفكر الديني ونحن في دعوتنا لدراسة التاريخ والاستفادة من دروسه لأن نكرر خطأ المتطرفين حين يدعوننا إلى منهج النسخ الكربوني وإنما ندعو إلى ترجمة حوادث التاريخ بمصطلحات الحادر وإلى الاستفادة من دروسه بأسلوب العصر ولكي نؤكد للقارئ أن التاريخ يعيد نفسه ندعوه إلى قراءة ما ذكره ابن الأثير تحت عنوان ذكر فترة الحنابلة ببغداد حين قال وفيها يقصد سنة 323 هجرياً في خلافة الراضي عظم أمر الحنابلة وقويت شوكتهم وصاروا يكسبون من دور القواد والعامة إن وجدوا نبيذ أرقوه وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء واعترضوا في البيع والشراء ومشى الرجال مع النساء والصبيان فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذي معه من هو فإن أخبرهم وإلا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة وشاهدوا عليه بالفاحشة فأرهجوا بغداد ولنا أنسة القارئ ماذا لو استبدلنا بغداد بأسيوط والحنابل بالجماعات الإسلامية وعام 323 هجري بعام 1976 بعام 1986 ميلادي ثم قرأناه من جديد غير أن ذلك كله كان في خلافة الراضي حين اهتزت هيبة الحكم وعجز عن استخدام أدواته التي كنت نطع نصيفا في عصره بينما أدواتنا اليوم هي الدستور والقانون والديمقراطية الكاملة وهي أدوات لا يعيبها إلا عدم الاستخدام في أغلب الأحيان سادسا إن تنام الجماعات الإسلامية وطيارات التطرف السياسي الديني في مصر يعكس تأثير التربية والتعليم والإعلام في مجتمعاتنا حيث التفكير دائما خاضع للتوجيه والمنحج دائما وحادي التوجه والاتجاه والوجه الواحد من الحقيقة هو الحقيقة كلها وما سبق عرضه في هذا الكتاب لا يزد عن محاولات لعرض الحقيقة المتكاملة الأمر الذي يدعو إلى التفكير وهو أمر جد مختلف عما يدفع عليه المنهج السائد إعلاميا والذي لا يعرض من الحقيقة إلا الجانب المضيح ولا يعلن من الأراء إلا رأي وادحا ولا يعلن من الأراء إلا رأيا واحدا ولا يدفع المواطنين إلا إلى اتجاه واحد وهو من خلال ذلك كله يهيئ الوجدان لقبول التطرف ويغلق الأذهان أمام منطق الحوار سابعا إن الإسلام علم مفترق الطرق وطريق منها أن نخوض جميعا في حمامات الدم نتيجة للجهل وديق الأفق وقبل ذلك كله نتيجة لنعذام الاجتهاد المستنئ وطريق آخر أن يلتقي العصر والإسلام وذلك هيئ يسير وسبيله الوحيد هو الاجتهاد المستنئ هو القياس الشجاع هو الأفق المتنور ولست أشك في أن البديل الثاني هو الوحيد والذي سيسود رحمة من الله بعباده وحفظا منه لعقيدته أغير أن أخشى ما أخشاه أن يطول الانتظار وأن يحجم الأخيار وأن يجبون القادرون وأن ينجح المزايدون في دفع العجلة إلى الوراء ولو إلى حين لأن المجتمع كله سوف يدفع الثمن ذلك وسوف يكون الثمن غاليا ثامنا إن ما عارضناه من تفاصيل وما نقشناه من وقائع لم يكن هو القصد بل كان قصدنا أن نعرض منهجا للتفكير يسمح باستخدام الأقل في التحليل والمنطقة في استخلاص النتائج والشجاعة في عرض الحقيقة دون زيادة أو نقصان ولنحسب أننا في هذا مبتدعون بل نحن متبعون لما أملأه علينا إخلاصنا للعقيدة وولاءنا للوطن وانتماءنا للمستقبل وماذا بعد ما على القارئ بؤس لو انزعج فالانزعاج للحق مكرمة وأن تنزعج للحق فهذا أفضل كثير من أن تنبهر بالباطل وجزء من هذا الانزعاج مرجعه إلى ما ذكرناه في بداية الحديث وهو أن النفس تهوى أن تقرأ ما تحب أن يكتب لها وتتعشق أن تسمع ما تهوى أن يقال لها بصرف النظر عن موقعه من الحق أو موقفه من الحقيقة أما الحق فهو أن الإسلام الدولة كان انتقاس من الإسلام الدين وعبا عليه لأن الإسلام كما شاء له الله دين وعقيدة وليس حكما وسيفا وأما الحقيقة فهي أن البشر هم البشر في كل العصور يستوي في ذلك عصر الرشدين أو الأمويين أو العباسيين وعصرنا الحديث وأن الحديث عن جنة الأرض هراء لا قيمة له وغثاء لا نفع فيه وباطل لا جدوى منه ولعل القرية قد أترك في ثناء الحديث أننا في حديث التاريخ قد توجهنا للحاضر واستلهمنا المستقبل وأننا في توجهنا لهذا والسلهامنا لذاك قد أرهقنا أنفسنا كثيرا بالتوقف أمام ما نفسع له وبتحليل ما نجزع منه ولست أدري هل يصدقون القرية أم لا إذا ذكرت له أنني منعت نفسي كثيرا من الخوض في بعض الأحداث تجنبا لفحش في القول أو مبالغة في المجوم ولعل نجحت في أن نوازن بين وجهي الصورة التي نقلوها لنا حلما فأنزلناه في رفق لأرض الواقع فإذا به واقع مر قليل ما يسر قليل ما يسر وكثير ما يفجع ولست أدري هل أصبت أم أخطأت وهل كان علي أن أفعل ما يفعله الكثيرون حين يتجاهلون ما يقرب من ألف عام من حكم الأمويين والعباسيين لكي يتوقفوا من معمين لأكثر هما فترة حكم عمر بن عبد العزيز وحين يختارون من فترة الرشدين ما يدير الرؤوس وما يدفع الشباب الغد إلى محاولة تحطيم مجتمعه طامعا في أن يعيد أيامهم ويبني على منوالهم بينما لو تأمن فترة حكمهم الكاملة لتمهننا كثيرا وتحسبنا أكثر وربما حملنا الله على ما نحن فيه ليس هجوم عليهم معظ الله فهم في على عليين كالصحابة أجلاء وفقهاء دين عظماء لكننا نتنولهم من زاوية أخرى هي زاوية السياسة ونقيمهم بميزان آخر هو ميزان الحكم وهم من هذه الزاوية وبهذا الميزان بشر يجوز عليهم ما يجوز علينا من نقد ويتعرضون لمن تعرضوا له من أخطاء وحسب القارئ أن يتأمل معنا فترة حكمهم ويتعجبوا ويرى ثلاثين عاما يتعاقبوا فيها أربعة خلفاء يموت ثلاثة منهم بحد الصيف أو الحنجر هو واحد على يد غلام مجرسي وهو أمر يفجع هو واحد على يد الرعية وهو أمر يفجع ويفسع وواحد على يد مسلم متطرف هو أمر يفسع ويقدر خليفة الأخير فترة حكمه كله ساعي للتمكن من الحكم السدى وإلى فرض ولاياته على الدولة الإسلامية كلها دون جدوى وينتهي به الأمر محصورا في الكوفة دعين الله أن يبدله خيرا من قومه وأن يبدل قومه أسوء منه ثم العالينا ننزعج ونحن نكتشف أن الفترة على قصرها قد حفلت بالحروب الأهلية الكبرى فقد بدأت بها وانتهت بها بدأت بحروب الردة في عهد أبي بكر وانقدت سنواتها الخمس الأخيرة في السلسلة من الحروب الأهلية أولها حرب الجمل بين كبار الصحابة ثم حرب صفين بين علي ومعاوية ثم حرب النهروان بين علي والخوارج علي ثم السلسلة المتصلة من الحروب الصغيرة بين جيوش علي وجيوش الخوائش وحسبنا أيضا أنها بدأت مقبلة على الدين من الخليفة ومن الرعية وانتهت مقبلة عليه من الخليفة مدبرة عنه من الرعية بقدر إقبالها على الدنيا دليلون على ذلك ما ذكرناه من ثروات وما رصدناه من اقتراب حثيث من معاوية وابتعاد حثيث عن علي وإذا كان البعض في البداية قد قرن بين الطعام الشهي على مائدة المعاوية والحق الجلي على لسان علي فإن النهاية كانت انتصار لا شك فيه للطعام الشهي واندحار لا شبهة فيه للحق الجلي وما هكذا كان الإسلام الدين أو يكون لكنه هكذا كانت الدولة الإسلامية وهكذا تكون شأنها شأن أي دولة دينية على مدى التاريخ الإنساني كله لا يغرنك فيها عذب الحديث في البدء فالعبرة بالخواتيم وقد كانت الخواتيم مرة دائما وأمر منها أن لن نستعب درسها وأن لن نستفيد من تجربتها وأن يدعو البعض إلى تكرارها في بلاهة يحسدون عليها وكأنه مطلوب مننا أن نقرأ التاريخ لكي نعيد أخطاء وإذا كنا نتحدث هكذا عن أحد الراشدين فكيف يكون الحال على يد المعاصرين الذين لم نعرف الإرهاب إلا على إيديهم ولم يعرف مجتمعنا الآمن حوادث الاغتيار السياسي إلا على يد فرسانهم المغاويلة ولم ترق دماء الأبرياء إلا على يد مجاهديهم الأشاوس وحتى في انتخابات الاتحادات الطلابية الأخيرة لم يفتهم أن يرفعوا شعارا غريبا يعكس أسلوب تفكيرهم وهو صوت كدانة وكأنهم لم يميزوا بين بين الديانة والدانة ولم يعرفوا من الإسلام إلى العنف والإدانة ولم يروا فيها ما رأيناه من وجوه كلها سماحة ونور ورحمة وربما تصور القراء في بعض أجزاء الكتاب أنني أحرض الدول على المتطرفين وأدفعها لمواجهتهم ولعل يسحع له فالمقصود ليس مواجهة تطرف في الفكر وإنما المقصود هو مواجهة العنف ومقاومة الإرهاب ولعل أحدا يدلوني على كيفية مقاومة العنف بالقبلات ومواجهة السيف بالأحطان واستقبال القنابل بالكلمات الدافعة ولعل المنكرين علي ما يرونه تشددا ينظرون حولهم إلى عارق دول العالم في الممارسة الديمقراطية ليشاهدوا كيف يواجه العنف في أرلندا وكيف تواجه إيطاليا إرهاب الألوية الحمراء وكيف تواجه ألمانيا الغربية إرهاب البادر مينهوف وكيف لم يتوقف أحد لكي يحلل ذوافعهم أو يبرر أفعالهم كما يفعل البعض هنا عن تصور أنه هكذا يكون الموقف الصحيح طالما أن الإرهابيين أعداء لخصمه اللذوب الدولة بينما لو فكر قريلا لأدرك أن المستهدفة ليس الدولة بل النظام الذي نحن جميعا جزء منه والأمان الذي نسعى جميعا إلى تحقيقه وسونه والشرعية التي هي الموئل والملائذ ولو كان السبية الجهاد أمراءهم أهل حديث لنسحت بحوارهم ولو كان أهل رحمة لنسحت بمجادرتهم بالحصنة ولو كان أهل نكير لدعوت إلى مقارعتهم بالحجة لكنهم تجاوزوا النكير إلى التكفير وتجاوزوا القول إلى القتل وتجاوزوا المنطقة إلى حل الدم وهنا لا مفر من إكمال مسيرة الديمقراطية حتى لا يحتج علينا بديق الساحة ولا مفر من الرد على دعوهم بالمنطق حتى نجتدب منهم من بقى في قلبه مساحة للسماحة ولا مفر من أعمال نصوص القانون لردع العنف وعزل أصحابه عن حركة المجتمع ومساره وفرزهم بعيدا عن المعتدلين في التيار الإسلامي السياسي وفيهم أساتذة أجلاء وعلماء وفادل ومحاورون قادرون وأهل علم وفق ورجال سماحة وفادل وهم وإن اختلفوا معنا يدعون لنا بالهداية وندعوا لهم بالمثل دون أن يكفرون ودون أن يفقدوا من احترام نذرة هم يؤمنون بالإسلام دينا ودولة وهذا حقهم ونحن نراه ونؤمن به دينا فحسب وهذا حقنا وبعدهم يؤمنوا بالعمل السياسي ومن حق هذا البعض علينا أن نسنده في دعوة وأن نرفع عقيرة نبي على الصوت مطالبين له بممر للرأي وهو في النهاية معنا في خندق واحد لأن موقف الإرهابيين منهم أشد ونذيرهم لهم أعنف ونكرهم عليهم أقسى وحكمهم عليهم أسوأ ولو صداقت النوايا لوصلنا معهم إلى كلمة سوا ولتقابلنا في منتصف الطريق هم الاجتهاد المستنير وبرؤية العصر ومعايشته وبقبول متغيراته وبتقدير ظروفه وبالتأسي بعمر في اجتهاده وبالإيمان بالوحدة الوطنية وبالإنصاف لقوانين الحالية ونحن بإدراك أن الديمقراطية تسعنا وتسعهم وأن المستقبل لنا دون إنكار لهم أو عليهم وأن مصر أغلى من المزايدة عليها بالقشور لا بالجوهر والمظاهر للمضامين وأن الإسلام الصحيح هو التقدم وهو مصلحة المجتمع وهو اللحاق بالحضارة وهو تحصيل العلم وأن مساحة الخصوصية في قضية الدين أوسع وأرحم وأن فرد الرأي على الآخرين لا يجوز وأن التشريع للبشر أما مبادئ التشريع وأصول العقيدة فهي لله وأن الإسلام يعني بالغيات قبل الوسائل وأن العصر الأول للإسلام لنأتي إلينا وأننا لن نعود إليه فكل الأمرين مستحيل وأن التفكير يسبق التكفير والعقل يسبق النقل والسماحة تسع الجميع وأن الحسابات اللامحالة في الآخر وليس في الدنيا وأن الإسلام لا يعرف الكهنوت ولا يعرف رجال الدين ولا يعطي قدسية لأحد ولا يمنح عصمة لأحد ولا يمنع النقد عن أحد فلعصمة لأحد غير الرسول ولا قدسية لأحد غيره وأنه ليس في الإسلام أزياء وليس له ألقاب وليس لأحد كأن من كان أن يدعي أنه حامح من الإسلام فكلنا مسلمون وكلنا حماة للإسلام وكلنا أيضا حماة الوطن كل الوطن وكلنا عشاق له وكلنا مناضلون من أجله أرضا وسماء مسلمين وأقباطا لسنا فاتحين وليس أسرى حرب نحن جميعا مواطنون لسنا أغلبية وليس أقلية نحن جميعا نصريون لسنا حكاما وليس محكمين نحن جميعا حاكمون محكمون وكلنا عشاق لهذه الأرض وكلنا مدافعون عنها وقبل ذلك كلهم مدافعون عن وحدة الصف وتلاحم الصفوف أعلم أن الحديث قد طال وأخشى أن يكون قد تشعم ولعلي أجهز العرض والقصد في الرفض الكامل لخلط أوراق السياسة بالدين وفي التأكيد على الفصل بينهما حجة في ذلك ما يلي أولا أن البيين تعال من الدعا وإذا كنا نذهب للفصل فحجة ناجلية فيما هو قائم أما دعاة الوصل فعليهم أن يوضحوا لنا كيف يكون ولم نص عن سياغة برنامج سياسي كامل وهو في تقديرنا أمر عسير عليهم وإن كان يسيرا علينا أن ندرك الأسباب وقد عرضناها بالتفصيل في الكتاب ثانيا أننا نقبل بمنطق السواب والخطأ في الحوار السياسي لأن قضاياه خلافية يبدو فيها الحق نسبيا والباطل نسبيا أيضا ونرفض أن يدرى الحوار السياسي على أساس الحلال والحرام حيث الحق مطلق والباطل مطلق أيضا وحيث تباعة الخلاف في الرأي قاسية لكونه كفرا وتباعة الاتفاق والمتابعة قاسية أيضا لمجرد كونها في رأي أصحابها حلالا حتى وإن خلفت المنطق بل حتى وإن خلفت الحلال ذاته ولم تكن أكثر من اجتهاد غير صائب تسانده السلطة الحاكم باسم الدين ويؤذره السلطان العقيدة في ساحة غير ساحتها بالقطع ولعل ممارسة النميري في السودان لازلت في الأذهان ولعل مباركة علمائنا لفضل لما فعله النميري وقت أن كان في السلطة لازلت في الوجدان ولعل نقدهم المرير له ونكرهم الذي عو عليه بعد أن ترك السلطة واضح للجميع ولعلنا نتساءل دون أن نقضب أحدا هل هو الخداع فلنقبل منهم قولا أم هي الغفلة فلنقبل منهم رياضة أم هو الخطأ وكل بناء آدم خطاء فندعو لهم بالمغفرة وقريب من هذا موقفه من الرئيس السابق في مبادرة السلام حين رفع بعضهم إلى أعلى عليين بالقرآن والسنة حين رفعه بعضهم إلى أعلى عليين بالقرآن والسنة وهبط بهم بعضهم إلى أسفل سافلين بالقرآن والسنة وتركونا حيارة بل إن شئت الدقة أسارة لعلامات التعجب والاستفهام وما لن نذهب بعيدا وأمامنا الآن حوار ضائر بين الفريقين منهم بشأن موقف الحمين من مبادرة السلام العراقية فبعضهم يراه كافرا وبعضهم يراه قديسا بينما نحن الرعي الحيارة الأسارة ندرب كفا بكف نحن نتابع حوارا لا يدر بين رأي ورأي أو بين سواب وخطأ بل بين كفر وإيمان وهو ما نرفضه دون أن يؤثر هذا على ما في وجداننا من عقيدة وما في قلوبنا من إيمان ثالثا إن وقائع التاريخ التي سردناها في الكتاب تنهض دليلا دامغا على ضرورة الفصل وعلى خطورة الوصل وعلى سدرجة المتندين بعودة الخلافة رابعا إذا تجوزنا وقائع التاريخ وانتقلنا إلى ممارسة نظم قائمة ترفع شعار الإسلام وتتبنى مفهوم الحكم به فإننا نرى أنها جميع حجة في صالح الفصل والدليل جديد على خطورة الوصل وكم نتمنى أن يحتاج بها البعض حتى نلزمه حجته غير أن نحسب أن أحد لن يفعل لما نعلم ويعلم خامسا يبقى السبب الأخير والأهم وهو أن الفصل في السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية وهو أن الفصل هو السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية وأن الوصل هو السبيل الأكيد لهدم سرحيها العتيل لا يغني عن ذلك تشدق بمقتطفات من التاريخ تؤكد على السماح والتسامح في معاملة أهل الذمع فقد دربنا صفحا عن أضعافها مما يؤكد العكس وتقشار له الأبدان ونحن نؤمن بأن الإسلام قد بلغ الظروة في التسامح مع أهل الكتاب بل ومع الكافرين لكن القرآن لا يفسر نفسه بنفسه والإسلام لا يطبق نفسه بنفسه وإنما يتم ذلك من خلال المسلمين وما أسوأ ما فعل المسلمون بالإسلام ولسنا في حاجة إلى نكي الجراح أو إثارة النعرات أو تفجير الخلافات بقدر ما نحن في حاجة إلى تأكيد الإيجابيات ولم الشمل وتماسك الصفوف يا إلهي كم ترد المناخ وكم نحن في حاجة إلى عودته من جديد كمكان أحكي لكم واسمحوا لي عن قصة لا أتذكرها إلا ويغفر الدمع ويحتز الوجدان وهي قصة حدثت منذ سنوات قريبة يوم تشيئ جنازة عريان سعد وعريان سعد قبطي مصري تطوع لقتل يوسف وهب رئيس وزراء مصر القبطي الديانة والذي قبل رئاسة الوزراء في مصر حين امتنع الوطنيون حتى لا يكون القتل على يد مسلم فتثور الفتنة وقد نجى يوسف وهبه وسجن عريان سعد وعندما دق ناقوس الكنيسة لحدث تشيئ جثمانه تصادف أن على صوت مأذنة مجاورة بالأذان وهنا أجهج الجميع بالبكاء وشعر الجميع أنه هكذا يكون وداع عريان لنا أن نبكي معهم بكاء الرجل الكذيم على رمز عظيم شيعناه وتراث عظيم أضعناه وتاريخ عظيم نسيناه أقسم لك يا عريان أن الأذان والناقوس سوف يتعانقان على هذه الأرض دائما فالكل عابد لله والكل عاشق للوطن وسوف تبقى مصر يا عريان شامخة كما أردت وكما نريد منيعة على الفرقة مستحسية على الفتنة مستحيلة الانقسام ويا عقلاء مصر هل نلتقي سويا على كلمة سواء مصر الجديدة 29 نوفمبر 1986